اشتركوا في القناة حاشية بسل وادي شرق الطائف على طريق الداهب الى تربة وقد بنا فيه الامام سعود بن عبد العزيز بن محمد قصرة قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في جملة ما ذكره عن هذه الحروب النجدية المصرية وذلك في كتابه المسمى بالمقامات الذي يوجد محفوظا في الرياض بالحرف الواحد ما رصه وبعد وفاة سعود تجهزوا للجهاد على اختلاف كان بين أولئك الأولاد فصار المسلمون جانبين جانبا مع عبد الله وجانبا مع فيصل أخيه فنزل الحناكية عبد الله ونزل فيصل اتربة باختيار وأمر من أخيه له فوافق أن محمد علي حج تلك السنة فواجه فيصل هناك فطلب منه أن يصالحه على الحرمين فأبا فيصل وغلض عليه الجواب وفيما قال لا أصلح الله منا من يصالحكم حتى يصالح ذئب المعزرائيها فأخذت محمد علي العزة والأنفة فسار إلى بسر الظاهر أنه كان حريصا على الصلح فاستعجل فيصل بمن معه فساروا إليه في بسر وقد استعد لحربهم خوفا مما جرى منهم فأقبلوا وهم في منازلهم فسارت عليهم العساكر فولوا مدبرين لكن الله عز المسلمين فحبس عنهم تلك الدول والخيول حتى وقفوا على التلول فسلم أكثر المسلمين من شرهم واستشهد منهم القليل ولا بد في القتال من أن ينال المسلم أو ينال منه انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن حرفيا بدون تلخيص ولا تصر وذلك أن فيصل لما سار من نجد إلى الحجاز ونزل بلد تربا استنفر الرعاية من المسلمين الحجازية والتهامية فقدم طام بن شعيب في عسير وألماء ومن دونهم من زهران وارواسائهم وغامد غيرهم نحو عشرين ألفا فلما أقبلوا إلى تربا أرسلوا إلى فيصل وأخبروا فخرج فيصل من تربا ومعه نحو عشرة آلاف مقاتل فاجتمعت تلك الجموع كلها في غزير وهو بير كبير واسع غزير المياه قرب بلد تربا ثم رحلوا من ذلك الماء وساروا إلى الترك وهم قد اجتمعوا بعددهم وعدتهم على بسر المذكور فنازلهم المسلمون ووقع بينهم في ذلك اليوم قتال وطراد وقتل من الترك عدد كثير فلما كان في اليوم الثاني أقبل محمد علي صاحب مصد عساكر كثيرة مددا لتلك العساكر ووقع القتال بين الفئتين وثبت فيصل ومن معه ووقع كسرة في ناحية جموع المسلمين من جهة زهران وغامد ثم اتصلت الكسرة في قوم طام من عسير وغيرهم واتصلت الكسرة على جموع المسلمين لا يلوي أحد على أحد ووقع الله المسلمين شر القتل وكف أيدي الترك عنهم وعن ساقتهم ولم يقتل إلا أقل القليل نحو الماء وتفرق أكثر تلك الجموع فتوجه فيصل ورؤساء قومه وهم طامي وفهاد بن سالم بن شكبان ومصلط بن قطنان وغيرهم إلى تربة وهم يظنون أن الناس يجتمعون فيها بعد الهزيمة فوجدوهم قد تفرقوا ثم إن محمد علي صاحب مصر والترك رحلوا من بس وقصدوا تربة فخرج فيصل منها وتوجه إلى رانيا وتفرق الأمراء في نواحيهم ثم رحل فيصل من رانيا إلى نجي ونزلت ترك بلد تربة واستالوا عليها وأخرجوا من كان في ثغورها من المسلمين ثم إن محمد علي وعساكره رحلوا من تربة في الحال وساروا إلى بيشة ونازلوا أكلب وأطاعوا لهم ثم ساروا منها إلى تبالة حاشية تبالة قرية قريبة من بيشة وهي لا تزال عامرة وتحمل اسمها إلى اليوم وقديما كانت مشهورة بالخصب قال لبيد بن ربيع العامري يصفها بذلك فالضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تبالة مخصبا أهضامها وتبالة بفتح التاء أي تبالة انتهت الحاشية وهي البلد التي هدم المسلمون في هذا الخلصة زمن عبد العزيز بن محمد بن سعود وهو الصنم الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه فلما طال الزمان أعادوه فعبدوه فنازلوا شعلان أمير الفزع وشمران في قصره ثالث عشر صفر ورموه بالمدافع والقنابر فثلموه وقتل شعلان وغالب من كان معه نحو ماءة رجل ثم ساروا إلى بقية قرابيشة وقد انهزم آل شكفان وتركوا قصورهم فسلموا لهم بقايا أكلف والمحلف ابن مهدي وسلول وغيرهم ولم يبق في بيشه لهم منازع وبعت محمد علي راجح الشريف إلى رنيه بعساكر فهرب منها ابن قطنان فدمر ثغورها وبيوتها وأشعل فيها النيران ثم إن محمد علي وعساكره ساروا في وادي شهران فكل من مروا به في مسيرهم أطاع لهم مثل قبيل ورزحان ورعاياهم ثم مروا بلاد محمد بواكد من شهران أيضا فاطاعوا لهم ثم مروا ببلاد مشيط صاحب الخميس ورعاياه من شهران فسلموا لهم ثم إن محمد علي وعساكره ساروا إلى بلاد طامي ورعاياه من عسير وألمع ورفيده فاطاعوا لهم ارفيده وثبت طامي ومن معه من عسير وألمع وبني الأحمر والأسمر واستعدوا لقتاله ومحاربته ورتب طامي جموعه ورعاياه فجعل مع حوان عسكرا عند الطلحة وجعل مع محمد بن أحمد خمسمائة رجل في الحصون وتوجه طامي بنفسه إلى بن مفيد أو مفيد ثم إن محمد علي وعساكر الترك زحفوا إلى جهة الطلحة فقاتله حوان ومن معه وصار على الروم هزيمة وتبع ساقتهم عسير إلى حد الخيام ثم تراجع الترك وثبتوا ووقع في قوم حوان خيانه وخدلان فانهزموا وتزبنوا الجبال ثم سارت عساكر الترك إلى قصور طامي ونازلوها ورموها بالمدافع والقنابر حتى أثروا فيها فخرج محمد بن أحمد واستأمن على نفسه وعلى أهل الحصون وأن يتركوا لهم ما في الحصون من سلاح ومال ومتاع فلما أن محمد علي صاحب مصر استال على الحصون هدمها ثم أخذ من محمد بن أحمد عهدا على الطاعة هذا وطامي قد تزبن بشردمة معه في رأس الجبل المسمى تهلل حاشية هو طامي بن شعيب المتحمي والمتاحمة من ربيعة رفيدة القبيلة المشهورة في عسير وهي قبيلة عدنانية ترجع في أصلها إلى عنز على وزن كنز وهو عنز بن وائل أخو تغلب بن وائل وبكر بن وائل وقد يلتبس اسم عنز هذا على بعض المؤرخين والنسابين فيظنه عنزه بتحريك النون والزاء وإلحاق الهاء فلذا ضبطناه ووضحنا الفرق بين الإسمين أقام الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود طامي بن شعيب المذكور أميرا على ناحية عسير بعدما قتل ابن عمه عبد الوهاب أبو نقطة في وقعة وادي بيش التي حصلت بينه وبين حمود أبو مسمار سنة 1225 وقد قام طامي رحمه الله في مدة إمارته بكثير من الجهد والغزوات وكان مع من حضر وقعة وادي الصفرة أو الصفرة التي حصلت بين الإمام عبد الله وطوسون وكان يمتاز على سلفه أبو نقطة بالشجاعة العظيمة والمصابرة في الحروب والوقاع وكان مع ذلك مشهورا بالعبادة والدين وقد قال الجبرتي في المجلد الرابع من تاريخ طبعة إحسين فندي شرف الكتبي صفحة 234 يصف طامي بالحرف الواحد ما نصه دخلوا بطامي المذكور وهو راكب على هجين وفي رقبته الحديد والجنزير مربوط في عنق الهجين وصورته رجل شهم عظيم لحية وهو لابس عباه عبداني ويقرأ وهو راكب وعملوا في ذلك اليوم شنكا ومدافع انتهى ما ذكره الجبرتي كما انتهت الحاشية هذا وطامي قد تزبن بشرذمة معه في رأس الجبل المسمى تهلل ثم إن محمد علي وعساكرهم صرفوا مع عقبة تيه على تهامه قافلا وأرسل طلبا في ساق الطامي فأدركوا متوجها إلى حصن الله في تهامه يسمى مسلية فيها له مال وسلاح وعدة فلما وصلها أرسل إليه حسن بن خالد يستقدمه إلى صبيا البلد المعروفة هناك فلما قدمها أمسكه وبعثوا به إلى محمد علي فسيره إلى مصر وصلب فيها ورجع محمد علي إلى مصر لما بلغه من اختلاف وقع فيه من الغزو رؤساء دولته وفي مسير محمد علي هذا إلى تهامه وابنه أحمد طوسوم في المدينة النبوية يجهز العساكر إلى نجد وأرسل إلى أهل الرس وأهل الخبرى القريتان المعروفتان في القصيم وكاتبوه فأرسل طوسون إلى العسكر الذي في الحناكية وأمرهم أن يسيروا إليهما فساروا إلى القصيم وأطاع أهل الخبرى والرس فدخلوهما الروم واستوطنوهما واستالوا على ما فوقهما من القصيرات والمزارع مثل ضرية ومسكة والبصيري ونجخ المعروفات في تلك الناحية وتبت بقية بلدان القصيم وحاربوا الترك فلما بلغ ذلك عبد الله بن سعود استنفر جميع المسلمين من أهل الجبل والقصيم ووادي الدواسر والأحسى وعمان وما بين ذلك من نواحي نجد فخرج من الدرعية على استهلال جماد الأول واجتمع عليه المسلمون ونزل المذنب القرية المعروفة في القصيم ثم رحل منه ونزل الرويضة المعروفة فوق الرس فقطع منها نخيلا ودمرها وأهلك غالب زروعها وأقام عليها يومين فخرج إليه عسكر الترك من الرس وحصل رمي بالمدافع من بعيد ولم يقاربوه ثم ذكر لعبد الله عربان مجتمعون من بوادي حرب ومطير نازلين على البصيري الماء المعروف في عالية نج فرحل من الرويضة وقصدهم وبلغه في أثناء طريقه أن أحمد طوسون وعساكر الترك أقبلوا من المدينة ونزلوا الدات الماء المعروف قرب بلد الرس فحرف عبد الله جيوش المسلمين وأراد أن يبغتهم على ذلك الماء ويناجزهم فإذاهم قد رحلوا من الدات وقصدوا الرس فأمر عبد الله على شوكة أهل القصيم أن يرجعوا وينزلوا عند بلدانهم لأن لا يقع خلل فيها فأغار على أهل البصيري ودهمهم وأخذ محلتهم وأمتعتهم وأغنامهم وكانوا قد هربوا بالإبل وزبنوها ثم ذكر له عسكر من الترك على البعجة الماء المعروف قرب قصر البعجة وتحصنوا به فحشدت عليهم الجموع وثلموا جدار القصر وتسوروه عليهم وقتلوهم أجمعين وهم نحوا معه عشرة رجال كلهم من رؤساء الترك وأغواتهم ثم رجع عبد الله من البعجة ونزل قصر المدنب وكان طوسون قد استوطن الخبرة وأرسل عسكره ونزل الشبيبية المعروفة بين عنيزة والخبرة ومعهم بوادي حرب وقد أراد طوسون أن يرحل بعدهم من الرس وينزل عنيزة فلما علم بذلك عبد الله رحل من المذنب ونزل عنيزة وأميرها يومئذ من جهة عبد الله إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود فقام عبد الله في عنيزة أياما وهو يبعث السرايا على الترك والبواد الذين في الشبيبية ويشن عليهم الغارات فضيقوا عليهم وندم كثير من أهل الرس على إطاعتهم الترك وانحاز عدة رجال منهم إلى شنانة النخيل المعروفة فوق الرس وصاروا في قلعتها فسار الترك إليهم وحاصروهم أشد الحصار ورموهم بالمدافع والقنابر فثبتوا وقتلوا من الترك عدة قتلى ورحلوا عنهم ورحل العسكر والبوادي الذين في الشبيبية وانهزموا إلى الرس ثم رحل عبد الله بن سعود من عنيزة ونزل الحجناوي الماء المعروف بين عنيزة والرس واحتصر الترك في الخبرى والرس فقام عبد الله ومن معه من المسلمين على الحجناوي قريب شهرين يصابرون الترك ويقع مقاتلات ومجاولات بينهم من بعيد ثم إن الله سبحانه ألقى الرعب في قلوب الترك وجنحوا للسن وذلك أنه أقبل ثلاث ركائب عليها ثلاثة رجال رجلين من حرب طير ورجل من رؤساء الترك بالأمر لطوسون بالمصالحة فوقعوا في قوم عبد الله يحسبونهم عسكر الترك فأخذهم رجال وأتوا بهم عبد الله فضرب عنق الرجلين وأظهر الترك كتبا معه وأنه أتى للمصالحة فأكرمه عبد الله وأرسله إلى أصحابه فوقع الصلح بينهم وانعقد بين طوسون وعبد الله على وضع الحرب بين الفئتين وأن الترك يرفعون أيديهم عن نجد وأعمالها وأن السابلة تمشي آمنة بين الفريقين من بلد الترك والشام ومصر وجميع ممالكهم إلى نجد والشرق وجميع ممالك عبد الله وكل منهما يحج آمنا وكتبوا بذلك سجلا ورحل الترك من الرس أول شعبان متوجهين إلى المدينة وبعث عبد الله معهم بكتاب الصلح حاشية نورد في هذا المحل رواية الجبرتي لهذا الصلح تاركين المقارنة بين روايته ورواية المؤلف وترجيح إحداهما على الأخرى في مسألة قبول محمد علي باشا لهذا الصلح أو عدم إعجابه بهذا الصلح وعدم قبوله إياه للقارئ وحده قال الجبرتي في المجلد الرابع من تاريخه طبعة حسين أفندي شرف الكتبي في حوادث شهر شوال سنة 1230 هجرية صحيفة 244 بالحرف الواحد ما نصه وفيه وصلت هجانة وأخبار ومكاتبات من الديار الحجازية بوقوع الصلح بين طوسون باشا وعبد الله بن سعود الذي تولى بعد موت أبيه كبيرا على الوهابية وأن عبد الله المذكور ترك الحروب والقتال وأذعن للطاعة وحقن الدماء وحضر من جماعة الوهابية نحو العشرين نفرا من الأنفار إلى طوسون باشا ووصل منهم إثنان إلى مصر فكأن الباشا لم يعجبه هذا الصلح ولم يظهر عليه علامات الرضاء بذلك ولم يحسن نزل الواصلين ولم اجتمع به وخاطبهما عاتبهما على المخالفة فاعتذر وذكر أن الأمير سعود المتوفي كان فيه عناد وحدة مزاج وكان يريد الملك وإقامة الدين وأما ابنه الأمير عبد الله فإنه لين الجانب والعريكة ويكره سفق الدماء على طريقة سلفه الأمير عبد العزيز المرحوم فإنه كان مسالما للدولة حتى أن المرحوم الوزير يوسف باشا حين كان بالمدينة كان بينه وبينه غاية الصداقة ولم يقع بينهما منازعة ولا مخالفة في شيء ولم يحصل التفاقم والخلاف إلا في أيام الأمير سعود ومعظم الأمر من الشريف غالب بخلاف الأمير عبد الله فإنه أحسن السيرة وترك الخلاف وأمن الطرق والسبل للحجاج والمسافرين ونحو ذلك من الكلمات والعبارات المستحسنات وانقض المجلس وانصرف إلى المحل الذي أمر بالنزول فيه ومعهما أتراك ملازمون لصحبتهما مع أتباعهما في الركوب والذهب والإياب فإنه أطلق لهم الإذن إلى أي محل أراداه فكانا يركبان ويمران بالشوارع بأتباعهما ومن يصحبهما ويتفرجان على البلدة وأهلها ودخلا إلى الجامع الأزهر في وقت لم يكن به أحد من المتصدرين للإقراء والتدريس وسألوا عن أهل مذهب الإمام أحمد بن حنبر رضي الله عنه وعن الكتب الفقهية المصنفة في مذهبه فقيل انقرضوا من أرض مصر بالكلية واشتريا نسخا من كتب التفسير والحديث مثل الخازن والكشاف والبغوي والكتب الستة المجمع على صحتها وغير ذلك وقد اجتمعت بهما مرتين فوجدت منهما أنسا وطلاقة لسان واطلاعا وتضلعا ومعرفة بالأخبار والنوادر ولهما من التواضع وتهذيب الأخلاق وحسن الأدب في الخطاب والتفقه في الدين واستحبار الفروع الفقهية واختلاف المذاهب فيها ما يفوق الوصف واسم أحدهما عبد الله والآخر عبد العزيز وهو الأكبر حسا ومعنى انتهى كلام الجبرتي أقول عبد العزيز ابن حمد الذي ذكره المؤلف وذكر أن الإمام عبد الله بعثه بكتاب الصلح مع رفيقه عبد الله بن محمد بن بنيان إلى محمد علي باشا وذكرهما المؤرخ الجبرتي وذكر أن الآخر هو عبد العزيز أكبر حسا ومعنى أقول هو الشيخ عبد العزيز ابن حمد ابن إبراهيم ابن حمد ابن عبد الوهاب ابن عبد الله ابن عبد الوهاب ابن موسى ابن عبد القادر ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن بريد ابن مشرف الوهابي التميمي سبت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن بنته كان أحد قضاة الدرعية في زمن الإمام سعود بن عبد العزيز ابن محمد بن سعود وصاحب الأجوبة المعروفة بالمسائل الشرعية إلى علماء الدرعية وهي مطبوعة في الرسائل والمسائل النجدية بمطبعة أم القرى توفي الشيخ عبد العزيز هذا بسوق الشيوخ من أعمال العراق حيث كان قاضيا فيه وذلك بعدما أصاب الدرعية ما أصابها من التخريب والتدمير وتفرق علمائها إلى الأقطار والبلدان وقد ترجم للشيخ عبد العزيز هذا صاحب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة انتهت الحاشية وبعث عبد الله معهم بكتاب الصلح عبد الله بن محمد بن بنيان صاحب الدرعية والقاضي عبد العزيز بن حمد بن براهيم ليعرضوه على محمد علي صاحب مصر فوصلوا مصر ورجعوا منه وانتظم الصلح وفيها خسف القمر خسوفا شديدا ولم يبق منه إلا مثل النجم ثم دخلت السنة الحادية والثلاثون بعد المائتين والألف وفي هذه السنة جرت المواقعة بين عساكر العراق وبين ابنيها الجربة وعم الفارس ومن معهما من قبائل شمر وكانوا قد أجلاهم باشا العراق عنه فخرج عليه الخزاعل وعصوا عليه فاجتمعوا مع شمر وبوادي آل بعيج والزقاريط فجمع الباشا عليهم كل من كان تحت يده من بادية العراق وآل جلاس من عنزة رئيسهم الدرعي بن شعلان والمنتفق مع رئيسهم حمود بن ثامر وعربان الضفير وسير من عسكره معهم عدد كثير من اللاوند وعقيل واستعمل عليهم قاسم بيك فالتقى الفريقان في بلد الخزاعل وتنازلوا نحو شهرين في قتال ومجاولة خيل وآخر الأمر أنهم تواقعوا وقتل بينهم قتلا كثيرا وصارت الكرة على عربان شمر والخزاعل ومن معهم وقتل رئيس شمر وفارسها المشهور ابنيها بن جرينيس الجربة وذلك أنه لحقه فارسان فلما أحس بهم أو أنهم دعوه للمبارزة فجذب عينان جواده جذبة منكرة ليحرفها عليهم فرفعت الفرس رأسها ويديها وسقطت على ظهرها إلى الأرض فصار تحت السرج والفرس فوقه فأدرك وقتل وجري قريب هذا لعمه مطلق الجربة في وقعة الأبيض كما تقدم بينه وبين سعود سنة 12 عثرت به جواده في نعجة في مجاولة الخيل فسقط وقتل وفيها سار عبد الله بن سعود بجموع رعيته من المسلمين من الأحسى وعمان ووادي الدواسر والجبل والجوف وما بين ذلك من البادية والحاضرة وقصد ناحية القصيم ونزل على بلد الخبر وهدم سورها وسور البكيرية عقوبة لهم عما تقدم من استدعائهم بالترك وإدخالهم وخوفا أن يحدثوا مثلها فيما بعيد فقام عبد الله على الخبر أياما وقتل شاعرا في الخبر اسمه عميان قتله عبد الله بن حجيلان ثم رحل منها وسار في وادرمة مسندا إلى جهة الحجاز وقد ذكر له عربان من حرب طير في أمواه الحجاز فأنذروا عنه وانهزموا وورد العلم الماء المعروف قرب الحناكية ثم سار منه إلى العمق الماء المعروف ثم أخذ يسرة مرات وورد الماء المعروف وبعث جيشا من النواحي وأغاروا على عربان في الحرة وأخذوا أغناما كثيرة وشيئا من الإب ثم رحل منه إلى الدفينة الماء المعروف ثم قفل راجعا إلى وطنه وأمسك ثلاثة رجال من رؤساء أهل الرس وسار بهم إلى الدرعية رئيس الرس شارخ واثنان معه وأحاط في هذه الغزوة على مياه القبلة الشمالية والجنوبية وسميت هذه غزوة محيط ومحرش لأنه حدث النقب من الروم بسببها لأنه ركب إلى مصر رجال من أهل القصيم حاشية يروي المؤلف هنا أن سبب نقب الصلحة المبرم بين الإمام عبد الله بن سعود ومحمد علي باشا هو أن ركب رجال من أهل القصيم والبوادي إلى مصر إلى آخره ويروي الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مقاماته المخطوطة بعد كلام طويل بالحرف الواحد ما نصه لكن جرى من عبد الله بن سعود رحمه الله ما عوجب نقب ذلك الصلح وهو أنه بعث عبد الله بن كثير لغامد وزهران بخطوط مضمونها أن يكونوا في طرفه وفي أمره فبعثوا بها إلى محمد علي فلم يرضى بذلك وقال إنهم من جملة ما وقع عليهم الصلح فهذا هو سبب النقب وعنشع عسكرا مع إبراهيم باشا ونزل الحناكية انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ انتهت الحاشية وسميت هذه غزوة أمحيط أمحرش لأنه حدث النقب من الروم بسببها لأنه ركب إلى مصر رجال من أهل القصيم والبوادي وزخرف القول لصاحبها وتلقى قولهم بالقبول فشمر في تجهيز العساكر إلى نجد مع ابنه وابن زوجته إبراهيم وذلك بتقدير العزيز العليم وفيها توفي غالب بن ساعد الشريف حاشية هو غالب بن ساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي جد الأشراف المعروفين اليوم بذوي غالب تولى إمارة مكة سنة 1202 هجرية وبقي بها أميرا 26 سنة 19 سنة تابع فيها للعثمانيين و7 سنين أميرا للإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود انتهت الحاشية وفيها توفي غالب بن ساعد الشريف الذي قبض عليه محمد علي في مكة كما تقدم وأخذ جميع أمواله وسيره إلى مصر فمات في سلانيك من بلاد الترك آخر رمضان وفيها مات أحمد توسون بن محمد علي في مصر آخر شوال وفيها أرسل عبد الله بن سعود حسن بن مزروع وعبد الله بن عون إلى محمد علي في مصر بهدايا ومراسلات بتقدير الصلح فلما قدموا عليه في مصر وجدوه قد تغير انتقاض الصلح بين محمد علي وعبد الله واستئناف القتال وفي هذه السنة جهز محمد علي صاحب مصر العساكر الكشفية من مصر والترك والمغرب والشام والعراق إلى نجد مع إبراهيم باشا فسار إلى المدينة النبوية وضبطها ونواحيها ثم سار منها إلى الحناكية حاشية كذا يذكر المؤلف أن الحناكية ماء ويمكن أن ذلك في وقته أما اليوم فهي قرية كبيرة من قرى القصيم وتقع بين القصيم والمدينة وهي إلى المدينة أقرب ثم سار منها إلى الحناكية الماء المعروف في تلك الناحية فنزلها وقام فيها وأكثر الغارات على ما حولها من العربان وأخذ أموالا وقتل رجالا فاجتمع عليه بوادي كثيرة من تلك الناحية من حرب ومطير وغيرهم معتيبة ومنع نزه الدهامشة ثم دخلت السنة الثانية والثلاثون بعد المائتين والألف والعساكر المصريون في الحناكية مع إبراهيم ومعه البوادي المذكورون وهو يغير على بوادي نجد فغار على رحله من حرب عند أبانات الجبلان المعروفان في نجد فأخذهم وقتلهم ثم أن عبد الله بن سعود أمر على بعض النواحي من الوشم واسدير أن يتجهزوا بشوكتهم إلى القصيم فساروا إليها ثم أمر على شوكة أهل القصيم أن تجتمع بهم فاجتمع أهل تلك النواحي ورئيس الجميع حجيلان بن حمد ونزلوا بالغميل الموضع المعروف بين الخبرة وبريدة فأقاموا فيه نحو أربعة أشهر ثم إن عبد الله تجهز غازيا من الدرعية واستنفر جميع النواحي من المسلمين من الحاضرة والبادية خرج من الدرعية لعشر بقين من جماداء الأول وقصد ناحية الحجاز ونزل قرب الرس واستلحق الشوكة التي معه جيلان في القصيم وسار مسنداً وادرماً حتى نزل العلم الماء المعروف وهو يريد الغارة على البواد الذين مع الباشا فأنذروا عنه ورحلوا عنه إلى الحناكية ونزلوا على الباشا فلما علم بذلك عبد الله رجع من العلم ونزل مسكة القرية المعروفة في عالية نجد فأقام عدة أيام ثم رحل منها وسار إلى نجخ القصر المعروف في عالية نجد ونزل عليه وقام فيه أياماً فبلغه أن علي ومعه عسكر من الترك وبوادي كثيرة ساروا إلى الماوية المعروف قرب الحناكية بينه وبينها يومين فنزلوها فتجهز عبد الله من خبر نجخ يوم الأربعاء ثالث عشر جماداء الآخر وأحضر ثقيل القش في القصر وقصد ماوية فلما كان صبيحة الجمعة منتصف الشهر المذكور فاض عليهم في ماوية بغته وهم على مائهم فحمل المسلمون عليهم حتى قربوا من محطة العسكر فتور الترك مدافعهم فخف بعض البوادي الذين مع عبد الله وانصرف عبد الله ومن معه ونزلوا قرب جبل ماوية قبالت الترك فثبت الترك وبواديهم لما رعوه نزل فوجهوا مدافعهم إلى المسلمين ورموهم بها فأثرت فيهم فأمر عبد الله على بعض المسلمين أن يرحلوا وينزلوا الماء فلما هموا بالرحيل خفت البوادي وتتابعت فيهم الهزيمة ووقع في قلوبهم الرعب فاتصلت الهزيمة في جموع المسلمين واختلطت الجموع بعضها في بعض وتبعهم الترك والبوادي وقتلوا رجالا واخذوا كثيرا من السلاح وغيره وسقط في الأرض من أهل الركائب وركب عبد الله في كتيبة من الخيل وحمى ساقة المسلمين وهلك في تلك الهزيمة بين القتل والأس والضمأ نحو ما أتي رجل وهذا أول وهن وقع في المسلمين ثم إن عبد الله قصد نجح وحمل تقله وسار إلى القصيم ونزل الخبرى ثم رحل منها إلى عنيزة ونزلها وأما إبراهيم فإنه لما صارت الهزيمة على عبد الله رحل من الحناكية وقصد ماوية واجتمع بالعسكر الذي فيها ثم رحل منها بجميع عساكره ومعه من العدد والعدد والكيد الهائل مما ليس له نظير كان معه مدافع وقبوس هائلة كل واحد يثور مرتين مرة في بطنه ومرة تثور رصاصته وسط الجدار بعد ما تثبت فيه فتهدمه فأقبل عساكر الترك مع باشته إبراهيم ونزلوا الرس لخمس بقين من شعبان فثبتوا له وحاربوا وأرسل إليهم عبد الله مرابطه مع حسن بن مزروع والهزاني صاحب حريق نعام فحاصرهم الترك أشد الحصار وتابعوا الحرب عليهم في الليل والنهار كل يوم يسوق الباشا على سورها صناديد الروم بعدما يجعل السور بالقبوس فوق الأرض مهدوم فأنزل الله السكين على أهل البلاد والمرابطة وقاتلوا قتال من حمل أهل والعيال وصبروا صبرا ليس له مثال فكلما هدمت القبوس السور بالنهار وحصار بنوه بالليل وكلما حفر الترك حفرا للبارود حفر أهل الرس تجاهه حتى يبطلوه وبعض الأحيان يتور عليهم وهم لا يعلمون وطال الحصار إلى 12 ذي الحجة وذكر أن الترك رموه في ليلة خمس آلاف رمية بالمدافع والقنابر والقبس وأهلكوا ما خلف القلعة من النخيل وغيرها هذا وعبد الله بن سعود وجنود المسلمين في عنيزة على الحال المذكورة وأرسل أهل الرس إليه إما أن يرحل إلى الترك ويناجزهم وإما أن يأذن لهم بالمصالحة فأقبل عساكر وقبوس وعمداد من الترك كثيرة ونزلوا على إبراهيم ومن معه في الرس واستعظم أمره وكثرت دولته فوقعت المصالحة بينه وبين أهل الرس على دمائهم وأموالهم وسلاحهم وبلادهم وجميع من عندهم والمرابطة يخرجون إلى مأمنهم بسلاحهم وبجميع ما معهم فخرجوا من الرس وقصدوا عبد الله وهو في عنيزة وقتل من أهل الرس والمرابطة في هذا الحرب نحو سبعين رجلا وقتل من عسكر الترك ما ينيف على ست مائة رجل فلما استقر الصلح بين أهل الرس والباشا رحل منه بعساكر الترك ونزل بلد الخبرة فلما نزلوها وقع الرعب في قلوب المسلمين وتفرقت البوادي فعيد عبد الله في عنيزة عيد النحر وأدخل في قصر الصفاء المعروفة في عنيزة مرابطة من بلدان نجد واستعمل عليهم أميرا محمد بن حسن بن مشاري بن سعود وجعل لهم في القصر شيئا كثيرا من الطعام والبارود والحطب وجميع ما يحتاجون إليه واستعمل في عنيزة أخا محمد إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود ونزل القصر داخل البلد وعنده مرابطة فلما رتب عبد الله البلد رحل منها وقصد بلد بريده ونزلها ثم إن الباشا وعساكر الترك رحلوا من الخبرة إلى عنيزة ونازلوها فسلمت لهم البلد وأطاعوا لهم وامتنع أهل قصر الصفاء فجر عليهم القبوس والقنابر ورماهم بها رميا هائلا يوما وليلا وعمل الباشا زحافات دون رصاص أهل القصر وقرب منهم القبوس والقنابر فثلم جدار القصر ووقعت رصاصه من القنبر في القصر وجعلها الله سبحانه على جبخانهم وكان في موضع خاف في بطن الأرض مسقف عليه بخشب كبار وفوقه طين وتراب ولكن الله سبحانه إذا قضى أمرا كان مفرولا فثار الجبخان وهدم ما حوله ومات بسببه رجل أو رجلان فلما رأى أهل القصر أن البلد أطاعت له وأن سور القصر هدم عليهم طلبوا المصالحة من الباشا فصالحهم على دمائهم وأموالهم وسلاحهم فخرجوا من القصر ودخله الترك ورحل المرابطة إلى أوطانهم فلما بلغ ذلك عبد الله وهو في بلد بريدة رحل منها وقصد الدرعية وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وفيها آخر ذي الحجة أمر حمد بن يحيى بن غيهب أمير شقرى وناحية الوشم على أهل بلد شقرى أن يحفروا خندق بلدهم وكانوا قد بدأوا في حفره وقتوسون فلما صارت المصالحة تركوه فقاموا في حفره أشد القيام واستعانوا فيه بالنساء والولدان لحمل الماء والطعام وكان جميع بلدان الوشم أعطوه الطاعة لما نزل شقرى فلما استقر الصلح بعث الباشا عساكر من الترك رئيسهم رشوان أغا إلى ناحية سدير ومنيخ فنزل رشوان بلد جلاجل وفرق العساكر في البلدان وأخذوا ما فيها من الخيل الجيادة الثمينة وحنطة وعليقا للخيل وقاموا عندهم إلى أن أراد الرحيل من بلد شقرى فرحلوا من سدير إلى الوشم ولما كان بعد أيام من مصالحة أهل شقرى وشابهم رجل عند الباشا من أهل نجد ممن ساعده وسار معه وقال إنه ارتحل منهم عدة رجال من أعيانهم وعامتهم إلى الدرعية وأنهم يريدون أن ينقضوا العهد بعد ما ترتحل عنهم ويقطعوا سبلك فأفزع ذلك الباشا وأهمه فدخل البلد مؤضبا بعدد كثير من عساكره فلما دخلها جعل العسكر في المسجد فأوقدوا فيه النيران وذلك في وقت الشتاء ثم دخل الباشا بيت إبراهيم بن سدحان المعروف جنوب المسجد وأرسل إلى الأمير حمد بن يحيا وهو جريح فجيء به بين رجلين فتكلم عليه الباشا بكلام غليظ ثم أرسل إلى الشيخ العالم عبد العزيز الحصين الناصري وكان قد كبر وتقل فجيء به محمولا فأكرمه وعظمه فذكر لهما ما حدث من أهل البلد وأنهم فعلوا وفعلوا فكلمه بعض من حضر أن ما قال الواشي كذب وأن فلانا في بيته وفلانا قصد البوادي فأرسل الباشي إلى ورقة الصلح فقرأها وردد قراءتها وقام وقعد وهو يردد قراءتها وكان قصده أن يفتك بهم فكفى الله سبحانه شره وخرج من البلد بعساكره وأمرهم أن يخلوا بيوتا للجرحة الذين جرحوا في حرب شقره ففعلوا وأدخلهم عندهم وهدم سور البلد ودفن خندقها وأقام عليها نحوا من شهر ثم ارتحل منها ورحل معه بعشرة رجال من رؤسائهم وسار منها إلى بلد ضرمة وأتا إليه مكاتبات أهل المحمل وحريمل وطوه الطاعة وكان عبد الله بن سعود لما صالح أهل شقره وأطاعت ترك جميع الوشم وسدير والمحمل وغيرهم أمر على سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود في عدة رجال معه من أهل الدرعية وغيرهم وأمر أيضا على متعب بن ابراهيم بن عفيصان صاحب الخرج وعدة رجال معه من أهل الخرج وغيرهم وأمر أيضا على محمد العميري وعدة رجال معه من أهل ثادق والمحمل وأمر الجميع أن يسيروا إلى بلد ضرمة ويدخلوها ليصيروا عونا لأهلها ورداءا لهم فساروا إليها ودخلوها ثم إن الباشا وعساكر الترك لما وصلوا قرب بلد ضرمة راكب عدد من خيل الترك وفاضوا على البلد وقاسوها وعرفوا منزلهم ومنزل قبوسهم ومدافعهم وقنابرهم ثم رجعوا إلى مخيمهم فلما كان صبيحة 14 من ربيع الثاني أقبل الباشا على البلد ونزل شرقيها قرب قصور المزاحميات بينها وبين البلد وحقوا ثقلهم وخيامهم ثم سارت العساكر بالقبوس والمدافع والقنابر ونزلوا بها شمال البلد قرب السور فتار الحرب بين الأتراك وبين أهلها وحقق الباشا عليهم الرمي المتتابع وحربهم حربا لم يرى مثله وثبت الله أهل البلد فلم يعبأوا به وطلب منهم المصالحة فأبوا عليه ولم يعطوها الدنيا وكانت هذه البلد ليس في تلك النواحي أقوى منها بعد الدرعية رجالا وأموالا وعددا وعدة ولكن الله سبحانه يفعل ما يريد فحشدت عليهم عساكر الترك وثلموا السور بالقبوس والمدافع فلم يحصلوا على طائل ثم حشدوا الترك عليهم أيضا وقربوا القبوس من السور وحربوها حربا عظيما هائلا ذكر لي أنهم عدوا فيما بين المغرب والعشاء الآخرة خمسة آلاف وسبعماء رمية ما بين قبس ومدفع وقنبر فهدموا ما والاهم من السور ثم إن الباشا ساق الترك عليهم وأهل البلد تابتون فيه فحمل عليهم الترك حملة واحدة فثبتوا لهم وجالدوهم جلاد صدق وقتلوا منهم نحو ستمائة رجل وردوهم إلى باشتهم وبنوا بعض من هدم من السور فلما رأى الباشا صبرهم وصدق جلادهم أمر على بعض القبوس وصرفها إلى جنوب البلد وفيه متعب ابن عفيصان المذكور ومن معه من أهل الخرج فرماهم بتلك القبوس وعندها عسكر كثير وكان الحرب والضرب والرمي متتابع على أهل البلد من الترك في الموضع الأول وجميع أهل النجدة من أهل البلد والمرابطة قبالتهم عند السور المهدوم في وجه القبوس والقنابر فلم يفجأهم إلا الصارخ من خلفهم أن الترك قد خلفوكم في أهليكم وأولادكم وأموالكم فكروا لبلدهم راجعين وكرت عساكر الترك في أثرهم وذلك بعد صلاة الصبح سابع عشر ربيع الثاني وكانت تلك الليلة التي حصل فيها شدة هذا الحرب من إرادة الله سبحانه وقدره لما أراد أن يمضي أمره صب السماع عليهم تلك الليلة بالمطر ومعه برد شديد يجمد منه في الجو القط وكانت البلد ليس على قلعتها سور بل أسواقها عابرة من كل جهة إلى نخيلها والسور المذكور خارج النخيل فلما أقبل الباشا أشير عليهم أن يبنوا على القلعة السورة فلم يفعلوا لما يعلمون من أنفسهم من القوة والصبر على الحروب وإرادة الحي القيوم أن ينفذ أمره وقدره المكتوب الذي قدره وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض لا إله إلا هو علام الغيوب ودخلت الترك البلد من كل جهة وأخذوها عنوة وقتلوا أهلها في الأسواق والسكك والبيوت وكان أهل البلد قد جالدوهم في وسطها إلى ارتفاع الشمس وقتلوا من الترك قتلى كثيرة ولكن خدعوهم الترك بالأمان ذكر لي أنهم يأتون إلى أهل البيت والعصابة المجتمعة فيقولون لهم أمان أمان ويأخذون سلاحهم ويقتلونهم ونهبوا جميع محتوى عليه البلد من الأموال والأمتاع والسلاح واللباس والمواشي والخيل وغير ذلك وخرج محمد العميري المذكور في شردمة رجال من أهل ثادق والمحمل من البلد بعدما قتل بعضهم وجالوا عليهم الترك فضاربوهم بالرماح والسيوف حتى خلصوا من بين أيديهم ونجاهم الله واحتصر سعود بن عبدالله المذكور في قصر من قصور البلد ومعه أكثر مما أترجل من أهل الدرعية وغيرهم فأرسل إليهم الباشا وأعطاهم الأمان على دمائهم فخرجوا وساروا إلى الدرعية ولم ينلهم مكروه وهرب رجال من أهل البلد وغيرهم على وجوههم في البرية فبين ناج ومقتول وبقيت البلد خالية من أهلها وجمع الباشا جميع ما فيها من النساء والذرية وأرسلهم إلى الدرعية وهم نحو ثلاثة آلاف نفس فلما قدموها قام لهم عبدالله وأهل الدرعية فأنزلوهم وأعطوهم وأكرموهم والذي قتل في هذه الوقعة من أهل ضرما نحو ثمان مائة رجل وأهل البلد قيمة اثنى عشر مائة رجل وقتل من المرابطة نحو من خمسين رجلا ثم إن الباشا لما نهب البلد وأخلاها من أهلها ارتحل عنها وسار إلى الدرعية فصار مسيره مع الحيسية ثم إلى وادي حنيفة من عند بلد العينة وبلد الجبالة ثم سار في الوادي حتى نزل الملقى نخل عبدالله بن عبدالعزيز ابن محمد بن سعود المعروف في الوادي أعلى الدرعية بينها وبينه مسيرة ساعة فلما استقر الباشا وعساكره فيه راكب بخيله وقرابته معه وبعض قبوسه ليرتاد الموضع الذي يريد نزوله عند البلد فسار القرابة والقبوس مع بطن الوادي وصارت الخيل على جانبيه يمينا وشمالا حتى وصلوا العلب نخل فيصل بن سعود المعروف قرب النخيل أعلى الدرعية فنزل القرابة فيه بالقبوس ووقفت الخيل في مواضعها على جنبتي الوادي فرموا بقبوسهم ووقع بينهم وبين أهل الدرعية قتال شديد ثم رجعوا من حيث جاءوا إلى مخيمهم وقاموا فيه نحو يومين أو ثلاثة فلما كان من الغد يوم الثلاثة الثالث جماداء الأول رحل الباشا من الملقى بأتقاله وعساكره وقبوسه ومدافعه وقنبره وعده وعدده وسار مع الوادي إلى الدرعية ونزله بنفسه وقبوسه ومدافعه في العلم المذكور ومعه عدد كثير من العساكر عنده في بطن الوادي وباقي عساكره فرقها يمنة الوادي ويسرته في تلك الجبال تجاه جموع أهل الدرعية وكان عبد الله قد رتب جموع أهل الدرعية ومن كان عنده من أهل الآفاق وذلك أن أهل نجد لما أطاعوا للترك هرب من كل بلد وناحية الشردمة من أهلها وقصدوا الدرعية فكان فيها من أهل الآفاق عدد كثير فرتبهم عبد الله في بطن الوادي ويمنته ويسرته خارج النخيل والسور فكان فيصل بن سعود وأخوه إبراهيم وأخوه فهد ومعهم عدة رجال من أهل الدرعية وغيرهم في بطن الوادي تجاه الباشا وعساكره والقبوس والقنابر وعند فيصل وأخوانه ثلاثة مدافع وعلى ميمنتهم في الجانب الشمالي فوق تلك الجبال سعد بن سعود وأخوه التركي بن سعود في شاطئ الشعيب المعروف بالمغيصيبي ومعهما عدد رجال من أهل الدرعية وغيرهم ويليهما عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة ومعه عدد رجال من أهل منفوحة وغيرهم وتقدم تركي بن عبد الله الهزاني صاحب حريق نعام ومعه عدة رجال من أهل الحريق وغيرهم وصاروا بين المسلمين والترك وعلى ذلك الجانب أيضا عدة أبطال من رؤساء المسلمين من آل الدغيثر وغيرهم كل رجل معه عدد رجال في موضع معروف لا يفارقه إلى باب سمحان المعروف ونزل عبد الله بن سعود ومعه آل الشيخ ورجال من عيان المسلمين عند باب سمحان داخل السور وعنده مدافع كبار وفي إقري عمران المعروف عند النخيل المسمى بالرفيع فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ومعه عدد رجال من أهل الدرعية وأهل السدير رئيسهم عبد الله بن القاضي أحمد بن راشد العريني وعندهم مدافع وكل أهل مترس وموضع ممن ذكرته مقابلة مثله من عساكر الطرد ومن وراء أهل هذه المتارس والمواضع في تلك الجهة إلى أسفل الدرعية كل برج فيه رجال من رؤساء أهلها وأشياخهم وتقالهم الذي ليس لهم شدة في الحرب والصدور والورود وعند كل أناس من هؤلاء مدفع وليس عليهم حرب بل حفاظا لتلك الناحية وفي أسفل الدرعية في بطن الوادي قرب الجبل المعروف بالقرين أو بالقرين بضم القاف وفتح الراء المهملة سعود بن عبد الله بن عبد العزيز ومعه عدد رجال من أهل النواحي وليس عند هؤلاء أيضا حرب رجعنا إلى معرفة متارس أهل الدرعية ومواقفهم في الجهة الجنوبية من الوادي قبلة البلد وإلى جانب فيصل بن سعود وأخوانه الذين في بطن الوادي عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود في البرج الذي فوق الجبل على شاطئ الوادي عند النخل المعروف بسمحة ومعه عدد رجال من أهل الدرعية وأهل الوشم وغيرهم ويليه عمر بن سعود بن عبد العزيز ومعه عدد رجال من أهل الدرعية وغيرهم على شاطئ شعيب الحريقة وإلى جانب أخوه حسن بن سعود ومعه رجال من أهل الدرعية وغيرهم ويليه في تلك الناحية التركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وأخوه زين ومعهما جمع من أهل الدرعية وإلى جانبهم مملوك سعود فرج الحربي ومعه جمع من المماليك وغيرهم وفي فرع شعيب غبيرة فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ومحمد بن حسن بن مشاري بن سعود ومعهما جمع من أهل الدرعية وغيرهم وكل جمع من هؤلاء قباله أكثر منه من عساكر الترك وشدة حرب تلك الناحية عليهم ومن ورائهم في هذه الناحية أيضا مشاري بن سعود بن عبد العزيز ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم في مسجد العيد المعروف في رأس الجبل عند المنازل الجنوبية وفي شاطئ شعيب صفاء سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم وليس عند هؤلاء شدة الحرب بل حفاظ لتلك الناحية رجعنا إلى الأول فلما نزل الباشا في العلب وفرق عساكره تجاه جموع أهل الدرعية المذكورة وقعت الحرب بينهم واضطرمت نارها وطار في السماء شرها وشرارها فتخالفت بينهم القنابر والقبوس والمدافع وصار مطرها فوق تلك الجموع متتابع فاشتد بينهم القتال وتصادمت الأبطال والحرب بين الطرك وأهل الدرعية السجال وأقاموا نحو عشرة أيام بعد نزول الباشا والحرب بالمدافع والقبوس والقنابر والبنادق فلما كان يوم العاشر من نزوله البلد جرت وقع في المغيصيبي الشعيب المعروف خارج البلد شمال الوادي حمل أهل الدرعية على الطرك ووقع بينهم قتال شديد قتل فيه من الفريقين عدة قتلى ثم وقعت في شعيب الحريقة المعروف خارج البلد جنوب الوادي أتل فيها عدة قتلى من الفريقين ثم صارت وقعات ومقاتلات ليس لها ذكر ثم كانت وقعة غبيرة المشهورة وهو الشعيب المعروف في أقاص المتارس الجنوبية وذلك أن الباشا جمع خيلا في الليل وجعلها في وسط شعيب إلى جانب غبيرة لا يكشفها أهل المتارس فلما كان عند طلوع الفجر أرسل الباشا أهل النجدة من قرابته مددا لأهل المتارس التي تجاه متارس أهل الدرعية في غبيرة ووقع قتال ومن قريب فضفرت خيل الترك من الشعيب المذكور من خلف متارس أهل الدرعية في هذا الموضع فانهزم المسلمون وتبعهم الترك في ساقتهم وقتل الترك منهم نحو ماءة رجل منهم فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ومحمد بن حسن بن مشاري بن سعود وحسين الهزاني وعدة رجال من أهل الوشم وسدير وغيرهم وتراجع أهل الدرعية وتبتهم الله تعالى وقتل من الترك مقتله وهرب من الدرعية تلك الليلة عدة رجال من أهل النواحي هذا وأهل الدرعية في متارسهم المذكورة لم يتخلف منها شيء ثم كانت وقعت سمحة النخل المعروف أعلى الدرعية جنوب الوادي وانهزم أهل الدرعية عن متارسهم المذكورة وذلك أن الباشا بعد وقعت غبيرا خرج إليه أناس من البلد وأخبروه بعوراتهم ومعاديهم وكان أكثر ما شد ظهور الترك في نجد وفي البلدان وأسكن جأشهم وقواهم على أهلها أناس تبعوه من أهل بلدان نجد ومن رؤساء البوادي ممن كانت نبتت لحومهم وجلودهم هم وأبناؤهم وأقاربهم على جزيل عطايا آل سعود وفضائلهم ولا نالوا الرئاسة إلا بسببهم فظنوا أنهم إذا سابقوا إلى الترك وساعدوهم يفعلون بهم كفعال آل سعود معهم وحاش الله بل قتلوا أناسا منهم لما أخذت الدرعية ولم ينجو إلا من هرب منهم فلما كان بعد وقعة غبيرة بمدة يسيرة جمع الباشا من كل مترس من متارس عساكره رجالا من القرابة وضمهم إلى ما عنده من الخيالة وأرسلهم إلى علي إزن رئيس العساكر الجنوبية وجعلهم عنده في تلك الجهة ثم إنه أمر العساكر الشمالية من المغاربة والدالتية أن يضرموا الحرب ويحققوه على ما يليهم من جموع أهل الدرعية ومتارسهم لعل الأفزاع تنحاز إليهم عن المتارس الجنوبية ثم إن الباشا زحف بقبوسه وقنابره مع الوادي على البروج الكبار التي على يمنة الوادي ويسرته وصرف الرم على البرج الذي فيه عبدالله بن عبدالعزيز وأخوانه ومن معهم فتابع الرم والحرب عليهم وعلى تلك البروج فثار الحرب العظيم بينه وبينهم فاشتعلت النار في الأرض والسماء وذلك بقدر الله والقضاء فثلم تلك البروج وهدم أكثرها فانحاز عبدالله ومن معه عن ذلك المترس وترس قريبا منه ونزل الترك في موضعه ثم حملت العساكر الجنوبية على مترس عمر بن سعود فذبتوا لهم وجالدوهم بالسيوف والبنادر وقاتلوا قتالا هائلا صادقا ثم جروا عليهم قبوس والقنابر فرموهم بها رميا ليس له نظير فلم يدر عمر إلا والترك قد جاءوا من خلفهم من جهة مترس عمه عبدالله وحمل عليهم الترك الذين كانوا في وجههم حملة واحدة فانهزموا مدبرين ثم حمل الباشا وعساكره مع بطن الوادي على فيصل ومن معه فذبتوا لهم وقاتلوا قتالا شديدا وكان علي إذن قبل ذلك قد أرسل وقت بلاج الفجر الخيل والعساكر الذين جمعهم الباشا عنده مع الحريق الشعيب المذكور ومع الشعيب غبيرة فوصلوا الغياضي نخل ناصر بن سعود بن عبدالعزيز فدخل بعضهم مقصورة النخل وبعضهم كمن عندها فلما اشتد القتال فيما تقدم وانهزم عمر بن سعود خرجت تلك العساكر من خلف متارس أهل الدرعية وحمل الباشا ومن معه على فيصل وأخوانه ومن معهم في سمحة وحملت المغاربة والدالتية على من في جهتهم من المتارس الشمالية فانهزم أهل الدرعية من متارسهم واتصرت الهزيمة في المتارس الشمالية والجنوبية وتركوا أكثر المدافع والأثقال وحصل مقتلة عظيمة بين الترك وأهل الدرعية فلم يتراجعوا إلا عند السلماني النخل المعروف على شفير الوادي لبراهيم بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب فوقف فيصل وأخوه السعد وكثير من الأعيان والشجعان فجال دروم جلاد صدق حتى ردوهم على أعقابهم وقتلوا منهم عدة قتلا ثم جلس أهل كل مترس في الموضع الذي وقفوا فيه فوضعوا المحاجي في بطن الوادي على يمنته وإسرته وبنوها بالحجارة وأحكموها وجعلوها محاجي وحجائر ونزل كل جمع من أهل الدرعية في محجى وحجيرة فصار في بطن الوادي فيصل بن سعود بن عبدالعزيز وأخوه التركي بن سعود وفهد بن سعود وأعمامهم عبدالله بن عبدالعزيز ومعهم عدد رجال كثير من أهل الدرعية وغيرهم وفي جانب الوادي من الجهة الجنوبية إبراهيم بن سعود ومعه جمع من أهل البجيري والمريح أهل الدرعية ومعهم أناس من غيرهم وفي أعلى الجبانة فوق إبراهيم بن أخي سعد بن عبدالله بن سعود حاشية سعد بن عبدالله هذا هو ابن الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الذي أسره الباشا وسيره إلى استنبول وقتل هناك رحمه الله وسيمر عليك ذلك في هذا الكتاب انتهت الحاشية ومعه مدفع كبير في رأس الجبل على شاطئ الوادي وعنده جمع من أهل الدرعية وغيرهم وكان غاية الحرب وشدته منه وعليه وأثر مدفعه هذا في الترك وأكثر القتلى فيهم وفي خيلهم وفي مقدم سعد بن عبدالله التركي بن عبدالله بن محمد بن سعود وابنه فيصل على شاطئ شعيب غبيرة ومعهما عدة رجال من أهل الدرعية وغيرهم وعلى شاطئ شعيب البليدة عمر بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية ويليف في تلك الناحية حسن بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم ويليف في تلك الجهة فرج الحربي مملوك سعود ومعه عدة من المماليك وغيرهم وبين شعيب البليدة وشعيب ستله عبدالرحمن بن سعود ومعه جمع رجال من أهل الدرعية وغيرهم وفي مسجد العيدة المعروف مشاري بن سعود ومعه عدة رجال من أهل الطريف وغيرهم وكل هؤلاء المذكورين كل محجة مقابلهم حجة من الطرق مبني بالحجارة ملازمون لهم ليلا ونهارا إلى محجة مشاري بن سعود وما بعده ممن تقدم ذكرهم في المتارس الأولى فليس عليهم شدة حرب بل حفاظ لجهتهم ولا وقع عليهم هزيمة فيما سبق رجعنا إلى معرفة محاجي أهل الدرعية ومتارسهم في الجهة الشمالية من الوادي شرقي البلد وفي النخل المعروف بالسلماني على يمنة الوادي عبدالله بن مزروع ومعه عدد من أهل الدرعية وأهل منفوحة وغيرهم ويليف في تلك الجهة عبدالله بن براهيم بن حسن بن مشاري بن سعود عند ناظره الموضع المعروف هناك ومعه عدد من أهل الدرعية وأهل المحمل رئيسهم محمد العميري ومعهم غيرهم وفي رأس ذروة جبل ناظرة حاشية لعل جبل ناظرة الذي يذكره المعلف هنا هو الذي عناه جرير ابن الخطفي بقوله كأنك لم تسر بجنوب قو ولم تعرف بناظرة الخيامة انتهت الحاشية وفي رأس ذروة جبل ناظرة الحجيرة الكبيرة المحكمة بالحجارة وفيها اشديد اللوح بفتح الدال المهملة وتشديد المثنى من تحت وكسرها وهو من أهل الصفرة البلد المعروف في المحمل ومعه عدد رجال من أهل بلده وأهل الدرعية وغيرهم وغاية حرب تلك الجهة وشدته منه وعليه فصبر صبرا جميلا ولم ينله مكروه وصار له شهرة بسببها ويليه بين شعيب قليقل وناظرة سعد بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم وفي شعيب قليقل حسن بن براهيم بن غيثر أو ابنت غيثر وأخوه علي ومعهما جمع من أهل الدرعية وغيرهم وعبد الله بن سعود وآل الشيخ ومعهم عدد من الرؤساء والأعيان والشجعان بين البابين باب سمحان وباب قلعة البلد المسمى باب الظهرة وبنوا خيامهم فيه وعندهم مدافع كبار وبقية البروج والمتارس على ترتيبها المتقدم إلى أسفل الدرعية وكل أهل هذه المحاجر التي دكرت من قليل إلى وسط الوادي كل مقابلهم حجم من الترك مبني بالحجارة ملازمون لهم بالليل والنهار ومن موضع عبد الله إلى أسفل الدرعية فليس فيه تجاههم متارس للترك إلا قليل ولكنه يقع عندهم قتال شديد في غالب الأيام على من بالرفيعة ومن حولهم في شعيب قري عمران المعروف فمرة يسير إليهم الباشا بعساكره ومرة تسير إليهم العساكر وحدها وهم في هذه المواضع والمتارس حفاظ لتلك الناحية ولما انهزم أهل الدرعية عن متارسهم التي عند سمحة كما ذكرنا هرب من البلد عدة رجال من أهل النواحي وقصدوا أوطانهم ثم رحل الباشا وعساكره من منازلهم المتقدمة ونزل بنفسه وأثقاله وقبوسه وقنابره ومدافعه ومخيمه وحاشيته وكثير عسكره في الموضع المعروف بقري قصير شمال البلد ورحل علي إزن وعسكره من موضعه الذي هو فيه من الجهة الجنوبية ونزل قبالة محاجي أهل الدرعية الجنوبية وفرقوا عساكرهم على البلد وبنوا محاجيهم قبالة محاجي أهل الدرعية وأحكموها بالحجارة وقربوها منها فتار بينهم الحرب الهائل الذي لم ينقل مثله عن الأواخر والعوائل وصار في كل يوم ووقت قتال واستمر دائما بالغدو والعاصال وتضاربوا من المحاجي بالبنادق والسيوف والقرابين وتطايرت القبوس والقنابر في الجو كأنها رجوم الشياطين فهذا منها في الأرض ثاير وهذا تراه في الجو طاير فصبروا أهل الدرعية ونزل عليهم الثبات وقاتلوا الترك حتى ملأوا فجاجها من الأموات فمرة يحملون على الترك في محاجيهم ومرة يحملون الترك عليهم وتارة يحملون الترك ويقدمهم باشتهم وتارة يسوقهم عليهم بالسيف ونار الحرب مشتعلة دائما في أواصط المحاجي وجنوبها وشمالها وفي كثير جهات البلد فإذا رأيت في موضع حربا رأيت في الموضع الثاني مثله ومثله في الآخر وفي كل وقعة بينهم والغلب فيها لأهل الدرعية على الترك إلا قليلا ولكنهم إذا قتل منهم ألف أتى بدلهم ألفان فتتابعت العساكر من مصر إلى الدرعية في كل أسبوع وشهر يأتي من مصر عسكر ورحلة وقافلة من الطعام والأمتاع وما ينوب تلك العساكر فلما طال الحصار كثرت الأمداد من مصر للترك وأهل الدرعية كل يوم ينقصون وذلك بتدبير الحي القيوم وإليه يرجع الأمر كله وما ربك بغافل عما يعملون واستمر في تلك المحاجي قريب ستة أشهر وصار في تلك المدة وقعات عديدة لا يحيطها العلم ولا يدركها من أرادها بالقلم ورأيت أن أكتب بعضها فسألت عنها رجالا حضروها وشاهدوها فلم يتفق إثنان على قول واحد وصرت متحيرا من هذا الاختلاف الزائد ثم تبين لي وجه الأمر وهو أن كل رجل من أهل الدرعية في مترسه مع رفقته والترك ملازمون لهم ولا يعلم أهل هذه الجبهة بصفة قتال تلك الجبهة بل لا يعلم أهل الناحية الغربية بقتال أهل الناحية الشرقية ولا يقدر رجل أن يزول عن مترسه لملازمة بعضهم بعضا ولكثرة القتال والبلد كبيرة واسعة ونواحيها بعضها عن بعض شاسعة فلما علمت أني لم أذكر كل وقع على حقيقتها وخفت فيها من الزيادة والنقصان أعرضت عن ذكر الوقعات إلا يسيرا منها وإنما أكثرت من ذكر المحاجي وتسمية أهلها ومن كان فيها لأن هذه بلد خربت وفني أهلها وبقيت رسومها وعلاماتها فأردت أن الواقف على تلك الرسوم ولو بعد حين يعرف أهلها ويعرف مواضعها وصدقهم في الحروب وكان في أكثر نواحي نجد وقراها رسوم وعلامات وهي مساكن أناس سلفوا في العارض والخرج والوشم والقصيم وسدير وغير ذلك لا ولا يعرف من سكنها ولا ما فعل أهلها ولا ما فعل بهم وذلك من تقصير علمائهم عن ذلك وعدم التفاتهم إلى هذا الفن وكل علماء جميع الأقطار في الحرمين والشام ومصر والعراق والمغرب وبلاد الترك وبلاد العجم وغير ذلك أرخوا أوطانهم وأرخوا من بناها وسكنها وتولى فيها وما حدث فيها من الحروب وأرخوا أيضا علماءهم ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ولا سمعنا بأحد من علماء نجد وضع شيئا من ذلك فالله المستعان رجعنا إلى ما نحن فيه ولما وقف أهل الدرعية عند السلماني بعد انهزامهم من نتار السمحة ترسوا فيه ثم حملوا على الترك في السلماني ووقع بينهم قتال شديد قتل من الترك قتلى كثيرة وأخرجوهم من دار السلماني ثم كان فيه عدة وقعات ثم إن الترك رادوا أن يحملوا على المتارس الجنوبية قبل أن يعملوا أهل الدرعية المحاجي فجرت وقعة حصل فيها قتال شديد من العصر إلى بعد العشاء الآخرة ثم وقعت البلايدة الشعيب المعروف في الجهة الجنوبية وقتل فيه من أهل الدرعية عدة قتلى وقتل من الترك مقتله ثم وقعة عند البلايدة أيضا حمل الترك على أهل الدرعية في متارسهم واستالوا عليها وحصل قتال شديد من بعد الظهر إلى بعد العصر ثم حمل عليهم أهل الدرعية فأخرجوهم من المحاجي وقتلوا من الترك عدة قتلى واستالوا على قتلاهم ثم جرت وقعة عظيمة في شعيب إغليقل في الجهة الشمالية حمل الترك على أهل الدرعية فيه فثبتوا لهم وجرى قتال شديد وجلست الترك وترسوا قبالة متارس أهل الدرعية وقتل عدة قتلى من الفريقين ثم إن الباشا بعث خيلا إلى بلد عرق القرية المعروفة أسفل الدرعية وحصل فيها قتال قتل من أهلها نحو ثلاثين رجلا وهربوا منها إلى الدرعية واستالت ترك عليها وأشعلوا فيها النيران وتركوها ثم صارت عدة وقعات ومقاتلات في جميع جهات الدرعية لا يحصيها التعداد ولا يعلم عدها إلا رب العباد ولما كان وقت نضوج ثمرت النخل أرسل عبد الله إلى بلد عرقه ماءت رجل وجلسوا فيها ليحفظوا ثمرتها فبعث إليهم الباشا خيلا من الترك فطردوها ثم سار إليهم الباشا بعسكر كثير ومعه أمير الرياض ناصر بن حمد بن ناصر العائدي ومعه عدة رجال من أهل الرياض وأهل منفوحة وأهل الخرج وغيرهم وكان الباشا لما طال عليه الحصار أشار عليه أناس من رؤساء أهل نجد من الذين ساعدوه أن يبعث إلى أهل البلدان والنواحي ويأخذ من كل بلد رجال يقاتلون معه في الدرعية فبعث إليهم عسكرا ورجالا ممن ساعدوه واخذوا من كل بلد غزوى وساروا بهم إلى الدرعية ولما وصل الباشا إلى بلد عرقا صحاصر من فيها وضربهم بالقبس وأخرجهم بالأمان على دمائهم وسلاحهم وقصد الدرعية وفي أثناء هذه الحرب اشتعلت النار في زهبة الباشا وما في خزانته من البارود والرصاص وجميع الجبخان وكانت ثورتها أمرا هائلا لا يكاد يوسط وسمع صوتها مسيرا ثلاثة أيام أو أربعة وأهلكت خيلا ورجالا وأحركت خياما وأزوادا وأثاثا وهربت العساكر في رؤوس الجبال ووقع في قلوبهم الرعب وكانت هذه وهنا عظيما على الترك وهموا أهل الدرعية أن يحملوا عليهم في مخيمهم ويدهموهم فيه فلم يفعلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا فتراجع الترك وثبتوا ثم أرسل الباشا إلى جميع نواحي نجد وأخذ من كل بلد ما فيها من خزانة الجبخان وتتابع عليه بعد ذلك الجبخان والعساكر من مصد وأتت إليه الرحل والقوافل وهو في الدرعية من البصرة وزبير مع أهل نجد الذين فيهما ممن كان أجلاهم آل سعود عن نجد وأخذوا أموالهم فتابعوا عليه القوافل من الأرز والحنطة والتمباك وجميع حاجات العساكر وسار إليه القوافل أيضا من نواحي نجد بجميع ما ينوب العساكر فذبت في موضعه وتعاظم أمره وتزايد بالحرب على الدرعية فحربها حربا عظيما وهم ثابتون والخارج منها كل ليلة من أهل النواحي ومن أهلها وبذل الباشا الأمان لمن خرج منها وفي أثناء هذا الحرب أيضا قتل فيصل بن سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وكان قتله من غير قتال ولكنه جاء يمشي من موضع إلى موضع وأصابه رصاصه من مكان بعيد فمات في يومه ذلك وكان هذا الموضع الذي رمي منه لا تبلغه الرمية ولكن ذكر لي من رأى تلك البندق مع رجل من العسكر قال طولها تسعة أشبار ورصاصها أحدى عشر درهم وكان رحمه الله تعالى شجاعا مقداما مهيبا دينا يضرب به المثل في زمانه بالشجاعة وكان قتله في جماداء الآخرة من هذه السنة وجلس مكانه في محجاه أخو التركي ثم صارت عدة وقعات عديدة تارة يحملون الروم عليهم وتارة يحملون على الروم ثم جرى وقعة في كتلة الشعيب المعروف قبلة البلد حصل فيها مقتلة عظيمة بين الفئتين ثم حصل فيها بعد ذلك وقعات ثم جرى وقعات عديدة في قري عمران عند نخل الرفيعة الشرقية البلد ثم إن آلد غيثر وأهل الناحية الشمالية حملوا على قبوس الباشا فوقع عندها قتال شديد وقتلوا عدة قتلى من الترك فأرادوا أن يجروها فوجدوها مربوطة بسلاسل الحديد وكان الترك قد ملأوا المدافع برصاص البنادق والكبريت فثوروها على أهل الدرعية فقتل منهم مقتلة ورجعوا عنها وممن قتل في تلك الوقعة حسن وعلي ابن إبراهيم بن دغيثر وعبد العزيز بن عبد الكريم بن معيقل من أهل الوشم ثم جرى وقعة في الرفيعة النخل المعروف وذلك أن الباشا سار بعسكره من مخيمه ومعه مدفعين وسار خلفه القرابة ومعهم أهل الخرج وناصر صاحب الرياض وأهل الرياض فأقبل الباشا ومن معه على الخيل وحمل على المتارس والمحاجر التي في شعيب الرفيعة فوقع فيهم هزيمة فظهر فهد بن عبد الله بن عبد العزيز عليهم من الرفيعة ومعه جمع من أهل الدرعية وأهل سدير وغيرهم فوقع بينهم وبين القرابة قتال شديد فحمل عليهم الباشا بن خيل فقتل من أهل الدرعية عدة قتلى منهم فهد بن عبد الله المذكور ثم تكاذرت الأفزاع من الدرعية فحملوا على الباشا وعساكره فانهزم الخيل والقرابة ومن معهم من أهل تلك النواحي وقتل منهم قتلى كثير ثم كر الباشا راجعا عليهم فثبتوا له وقتلوا قتالا شديدا هائلا وصبر الفريقان وحصل جلاد عظيم من بعد طلوع الشمس إلى وقت الظهيرة وانقضت الوقع عن قتلى كثيرة من الفريقين ثم جرى وقعات ومقاتلات لا تحصى وطال الحصار وبلغ سعر البر في بطن الدرعية الصاع بالريان وخرج منها أناس كثير من أهلها ومن سائر النواحي فلما كان في آخر الحصار خرج من الدرعية غصاب العتيبي وكان خروجه منها وقت الهجيرة وقصد الباشا وهو ممن يظن به الصدق مع آل سعود والصبر معهم وكان رئيس الخيالة في الدرعية فلما خرج منها قوي عزم الباشا على الحرب وقرب القبوس من البلد وأصاب أهل الدرعية كآبه ووهن من خروجه فلما كان صبيحة السبت ثالث القادة حملت ترك على محاجي أهل الدرعية الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية وهزموهم منها وذلك أنه لما خرج من خرج من أهل الدرعية وغيرهم منها إلى الباشا أخبروه بعوراتهم وغراتهم وأخبروه بالموضع الذي ليس فيه في أهله شدة في الحرب وبالموضع الذي يتفرقون عنه في الليل وبالموضع الذي ليس به إلا قليل وبالموضع الذي يدخل منه على أهل الدرعية وهم لا يعلمون فلما علم الباشا ذلك وكان قد أتى إليه أمداد من العساكر كثيرة من مصر فأرسل تلك الليلة إلى أسفل الدرعية مدفعا وعسكرا وأمرهم أن يحققوا الحرب على من فيها وذلك ليشغل بعضهم عن بعض ثم جمع أهل النجدة من عسكره من الخيالة والقرابة والمدافع والبنادق على أهل الجهة الشمالية يريد أن ينحاز أهل الدرعية إليه فيها عما هم به في الجهة الجنوبية فلما كان وقت طلوع الشمس أرسل علي إذن من كان عنده من العساكر المجموعة وساروا إلى محجى عبد الرحمن بن سعود وهو من فوق مشير فهنخل سعود بن عبد العزيز فوجدوه خاليا ودخلوا معه في وسط النقل المذكور واستولوا عليه وهو من خلف محاجي أهل الدرعية من جهة البلد فنقبوا جداره الذي على شقير الوادي وترسوبه ثم ثار الحرب العظيم من الترك على كل من كان في جهته من أهل المحاجي الجنوبية والشمالية فلما اشتغل بعضهم ببعض واشتعلت نار الحرب في السماء والأرض لم يفجأ أهل الدرعية إلا والترك قد أتوهم من خلفهم من جهة مشيرفة وحمل عليهم الترك أيضا من وجههم فانهزموا عن محاجيهم وحمي الوطيس وصار قتال شديد قتل بين الفئتين قتلى كثيرة قتل فيه إبراهيم بن سعود بن عبد العزيز وتفرق أهل الدرعية في المدهم كل أهل منزلة قصدوا منزلتهم وترسوا في سورها ودورها وقصد سعد بن عبد الله بن سعود قصر غصيبة المشهور الذي بناه سعود وجعل بابه من حديد فدخله واحتصر فيه ومعه عدة رجال من الأعيان وغيرهم وجر الباشا القبوس والقنابر على القصر فحربه حربا لم يرى مثله وثلم رؤوس البروج والجدران وتفرقت العساكر على أهل الدرعية في منازلهم ودخلوا شيئا منها ووقع حرب وقتال شديد بين أهل السهل من الدرعية وبين الترك هذا وأهل السهل من أهل البجيري والحوطة والنقيب والمريح حافظين جهتهم ومنازلهم وعبد الله بن سعود ومن معه من الأعيان في منزلهم بين البابين باب سمحان وباب الظهيرة فلما رأى عبد الله بن سعود البوار انتقل من سمحان وقصد منزله في الطريف وترك مخيمه ومدافعه وثقله في موضعه ذلك ثم إن الباشا أقبل بقبوسه وقنابره ومدافعه ومن كان معه من العساكر ونزل في منزل عبد الله ووجه قبوسه إلى باب الظهيرة ورماها رميا عظيما وتفرقت عساكر الترك على أهل السهل وأمسكوا فيه بيوتا ونخيلا وكادوا أن يأخذوه عنوة وجالوا أهله جولة عظيمة واشتدت وطأت الترك عليهم فحماهم الله تعالى وكف أيدي الترك عنهم فهموا بالمصالحة فرد بعضهم على بعض إنها لم تكن المصالحة إلا بإخراج تلك العساكر عن البيوت والنخيل وقتل ما أمكن منهم فشهر سيفه عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حاشية ستأتي ترجمة شيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذلك عندما يذكر المؤلف نقل الباشا آل الشيخ إلى مصر انتهت الحاشية وانتدبوا واجتمعوا عليه أهل البجيري ونهضوا على الطرق من كل جانب كأنهم الأسود وقاتلوا قتالا يشيب من هوله المولود فأظلمت البجير كأنها الليل وصريخ السيوف في الرؤوس كأنه صهيل الخيل فأخرجوهم منها صاغرين وقتلوا من الترك عدة معين حتى قال لي بعض من حضر ذلك لو حلفت بالطلاق أني من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني لم أطأ إلا على رجل مقتول لم أحنث فدخل الترك بعد هذا الفشل وصار في قلوبهم منه وجل ثم أرسلوا إلى الباشا وطلبوا الصلح فأجابهم إليه بعدما كان آبيا ولانا لهم بعدما كان قاسيا فخرج إليه من الأعيان عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود والشيخ العالم علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن مشاري بن عمر فأرادوا منه أن يصالحهم على البلد كلها فأبى أن يصالحهم إلا على أهل السهل أو يحضر عبد الله بن سعود فانفصل الصلح بينهم على أهل السهل على دمائهم وأموالهم وما احتوت عليه بلدهم وذلك يوم الإربعاء سابع ذي القعدة فدخل الترك في السهل لمحاربة عبد الله ووقع الحرب الهائل على أهل الطريف من كل جهاته من جهة المغرب والمشرق وجهة الجنوب والشمال فاستدار الترك عليه ووجه الباشا قنابره وقبوسه ومدافعه إليه فرماه من رأس جبل باب سمحان وثارت البنادق واشتعلت نارها من كل جهة وذلك بتدبير الذي كل يوم هو في شأن فثلمت مقاصير السعود بالقبوس وخرقت واستشرفت نفوس عساكر الترك لأخذها عنوى وطمعت فحماهم مالك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت فأخرج عبد الله المدافع التي في القصر وجعلها في مسجد الطريف ورماهم بها وانحاز إليه رجال كثير من أهل البجيري وأهل النواحي فوقع هذا الحرب نحو يومين ثم تفرق عن عبد الله أكثر من كان عنده وبدل لهم الدراهم فأخذوها وهربوا فلما رأى عبد الله ذلك بدل نفسه للترك وفدا بها عن النساء والولدان والأموال فأرسل إلى الباشا وطلب المصالحة فأمره أن يخرج إليه فخرج إليه وتصالحا على أن يركب إلى السلطان حاشية قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في المقامات بعدما ذكر حصار الدرعية وسقوطها بالحرف الواحد ما نصه أشار عليه مبارك الظاهري أي أشار على الإمام عبد الله أنه يجيء بثلاثة آلاف من الإبل عند بن جلهم ويجعل عليها الشهادة ويشيل عليها كل ما كان له ولا يخلي في الدرعية له طارفة ويصعد مع عربانك حطان ونحوهم فلو ساعد القدر لم يضفر به عدوه وتبرع منهم من أعانهم بالرحل من طير وغيرهم انتهى مخطوطة انتهت الحاشية فخرج إليه وتصالحا أن يركب إلى السلطان فيحسن إليه أو يسيع وانعقد الصلح على ذلك ودخل منزله وأطاعت البلد كلها وهرب رجال من الأعيان وممن هرب سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود من الطريف فأخذته خيل الترك وقتل صبرا وأما قصر غصيبة الذي دخله سعد بن عبد الله كما سبق فإن الباشا لما نزل سمحان تابع الحرب عليه وثلم جدرانه فصالحوه أهله وقت مصالحة أهل السهد وهلك في هذا الحصار من أهل الدرعية وأهل النواحي ومن الترك أمم كثيرة وذكر لي رجل ظهر من مصر ممن جلى مع آل سعود قال إن كاتب الباشا ذكر لنا في مصر أن الذي هلك من العسكر من ظهوره من مصر إلى رجوعه إليه إثنى عشر ألف رجل قلت على هذا القول فلم يقتل من العسكر في الرس وعنيزة وشقراء وبلد غرما بالتخمين إن كثرنا فألفان وإن أقللنا فألف وخمسمائه والباقي في الدرعية والذي قتل من أهل الدرعية في هذا الحصار ومن من كان عندهم من أهل النواحي عدد كثير قيل إنه ألف وثلاثمائة رجل ومن مشاهير القتلى من أهلها قتل من آل سعود نحو واحد وعشرين رجلا منهم فيصل بن سعود وأخوه إبراهيم وأخوه التركي مات في آخر الحصار مريضة وفهد بن عبدالله بن عبدالعزيز وفهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود ومحمد بن حسن بن مشاري بن سعود وأخوه إبراهيم وأخوه عبدالله وأخوه عبدالرحمن وعبدالله بن إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود أصابه إحرامية في مدة مقام الباشر في الدرعية ومات وإبراهيم بن عبدالله بن فرحان وعبدالله بن ناصر بن مشاري ومحمد بن عبدالله بن محمد بن سعود وسعود بن عبدالله بن محمد بن سعود وابنه محمد والباقون من آل اثنيان وآل ناصر وآل هذلول حاشية آل اثنيان هم ذرية اثنيان بن سعود أخي الإمام محمد بن سعود آل ناصر هم ذرية عبدالله بن مقرن بن مرخان بن عم سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان وأظن أن آل ناصر انقرضوا ووالدهم هو ناصر بن عبد الله بن مقرن بن مرخان آل هدلول هم ذرية هدلول بن فيصل الذي مر ذكره في الجزء الأول من هذا التاريخ بعد قول المؤلف ثم دخلت السنة الحادية والثمانون بعد الماء والعلم وفيها غزى هدلول بن فيصل بجميع المسلمين وهو أمير الغزل ومعه سعود بن عبد العزيز وقلنا في تعليقنا السابق من هذا الجزء ما نصه يمكن والله أعلم أن يكون هدلول هذا حفيدا للإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن وأن والده هو فيصل بن محمد بن سعود الذي قتل مع أخيه سعود في إغارة دهام بن دواس على الدرعية سنة 1160 هجرية وليس لهدلول هذا اليوم عقب وأما آل هدلول الموجودون اليوم وهم الأمير سعود بن هدلول وأخوه فيصل وذريتهما فهم من ذرية ثنيان بن سعود ويسمون اليوم عند انفرادهم بآل هدلول لأن والد الأمير سعود وأخيه فيصل هو هدلول بن ناصر بن فيصل بن ناصر ابن عبدالله بن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن وقد أوضحنا ذلك في تعليقنا السابق من هذا الجزء واعدناه هنا زيادة للإضاح ورفعا للإيهام انتهت الحاشية وإنما ذكرت أسماء من قتل من آل سعود وعددهم ليعرف صدقهم في الحروب ومباشرتهم قتال بأنفسهم وتوفي عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بعد انقضاء الصلح وقتل من آل معمر أهل العيينة خمسة عشر رجلا منهم تسعة رجال في وقعة ضرمة وقتل من آل تغيثر ستة رجال وقتل محمد بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقتل من سائر نواحي نجد من الرؤساء ومن دونهم خلق كثير قتل من أهل الوشم قريب ماءة رجل ومن أهل الحريق والحوطة نحو ثلاثين رجلا ومن أهل بلد ثادق والمحمل نحو أربعين رجلا ومن أهل بلد عرقه نحو أربعين رجلا ومن بلد منفوحة أكثر من خمسين رجلا ومن أهل حريملا والعيينة والأفلاج والستير والقصيم وغيرهم عدد كثير ولما صالح الباشا أهل الدرعية واستقر به القرار فيها كثر عنده القيل والقال من أناس من أهل نجد في أعيان المسلمين وأهل الصلاح والعلم منهم فرموهم عنده بالبهتان وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان فقتل الباشا من أعيان المسلمين عدة رجال فمنهم من قتل صبرا بالقرابين والبنات ومنهم من جعل في ملفظ القبص والقنبر فممن جعل في ملفظ القبص علي بن حمد بن راشد العريني قاضي ناحية الخرج وصالح بن رشيد الحربي من أهل بلد الرس وعبد الله بن صقر الحربي من أهل الدرعية ومن من قتل بالقرابين والبناتق رشيد السردي قاضي الحوطة والحريق وعبد الله بن أحمد بن كثير وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن سويلم وحمد بن عيسى بن سويلم هؤلاء من أهل الدرعية ومحمد بن براهيم بن سدحان صاحب بلد شقرة وغيرهم وكان الشيخ العالم القاضي أحمد بن رشيد الحنبلي صاحب المدينة حاشية هو الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق من آل عفالق أهل الأحساء سكن المدينة ثم نزح منها إلى الدرعية ومكث بها انتهت الحاشية وكان القاضي الشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي صاحب المدينة في الدرعية عند عبد الله فأمر عليه الباشا فعزر بالضرب والعذاب وقلعوا جميع أسنانه ولما كان بعد المصالحة بيومين أمر الباشا على عبد الله بن سعود أن يتجهز للسير إلى السلطان ثم أمر على رسوان أغا ومن معه من العساكر وعلى الديدار ومن معه من العساكر أن يتجهزوا للمسير مع عبد الله فرحل عبد الله من الدرعية وليس معه من قومه إلا ثلاثة رجال أو أربعة حاشية قال الجبرتي في الجزء الرابع من تاريخه طبعة إحسين أفندي شرف الكتبي في حوادث سنة 1234 هجرية صحيفة 320 بالحرف الواحد ما نصه وفيه وصل عبد الله الوهابي فذهبوا به إلى بيت اسماعيل باشا ابن الباشا فقام يومه وذهبوا به في صبحها عند الباشا بشبرة فلما دخل عليه قام له وقابله بالبشاشة وأجلسه بجانبه وقال له ما هذه المطاولة فقال الحرب سجال قال كيف رأيت إبراهيم باشا قال ما قصر وبذل همته ونحن كذلك حتى كان ما كان قدر المولى فقال إنا إن شاء الله تعالى أترجى فيك عند مولانا السلطان قال المقدر يكون ثم ألبسه خلعة وانصرف عنه إلى البيت أي بيت اسماعيل باشا ببولاق فنزل الباشا في ذلك اليوم السفينة وسافر إلى جهة دمياب وكان بصحبة الوهابي صندوق من صفيح قال الجبرتي في الصفحة المذكورة وفي يوم الأربعة تاسع عشر سافر عبد الله بن سعود إلى جهة الإسكندرية وصحبته جماعة من الطرطر إلى دار السلطنة ومعه خادم لزومه ثم قال الجبرتي في تاريخه المذكور صفحة 323 واستهل شهر جماد الأول سنة 1234 هجرية وفيه وصلت الأخبار أيضا عن عبد الله بن سعود إلى جهة الإسكندرية وصحبته جماعة من الطرطر إلى دار السلطنة ومعه خادم لزومه ثم قال الجبرتي في تاريخه المذكور صفحة 323 واستهل شهر جماد الأول سنة 1234 هجرية وفيه وصلت الأخبار أيضا عن عبد الله بن سعود أنه لما وصل إلى إسلامبول أو إسطنبول طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همايون وقتلوا أتباعه أيضا في نواحي متفرقة فذهبوا مع الشهداء انتهى كلام الجبرتي نقول لم يتعرض المؤرخ بن بشر لذكر عيال الإمام عبد الله بن سعود وكذلك الجبرتي لم يذكر أن عيال عبد الله بن سعود قدموا إلى مصر كما ذكر غيرهم ونجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن يشير في كتابه المقامات إشارة مقتضبة وموجزة إلى نقل عيال الإمام عبد الله بن سعود فيقول بالحرف الواحد ما نصه بعد روحة عبد الله بن سعود تبعه عياله وأخوانه انتهت الحاشية فرحل عبد الله من الدرعية وليس معه من قومه إلا ثلاثة رجال أو أربع وسار مع تلك العساكر وقصد مصر ثم سار من مصر إلى الترك وقتل هناك رحمه الله تعالى وعفى عنه وكان عبد الله ذا سيرة حسنة مقيما للشرائع آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كثير الصمت حسن الصمت باذل العطاء ولكن لم يساعده القدر وهذه سنة الله في عباده منذ خلق الخلق حتى لا يبقى إلا وجه ربك للجلال والإكرام وكان صالح التدبير في مغازيه ثبتا في مواطن اللقاء وهو أثبت من أبيه في مصابرة الأعداء وكانت سيرته في مغازيه وفي الدرعية في مجالس الدرس وفي قضاء حوائج الناس وغير ذلك على سيرة أبيه فأغنى عن إعادتها وكان أميره على الأحسى فهد بن سليمان بن عفيصان وعلى القطيف إبراهيم بن غانب وعلى عمان حسن بن رحمة وأمير الجيوش في عمان بتال المطيري أخو مطلق وعلى وادي الدواسر قاعد بن ربيع بن زيد الدوسري وعلى الوشم حمد بن يحيا بن غيهب وعلى الخرج عبد الله بن سليمان بن عفيصان وعلى المحمل ساري أبي يحيا بن سليم وعلى سدير ومنيخ عبد الله بن محمد بن عيقل ثم عزله وجعل مكانه محمد بن براهيم أبا الغنيم وعلى ناحية القصيم حجيلان بن حمد وعلى بلد جبل شمر محمد بن عبد المحسن بن علي وباقي النواحي عليها أمر أبيها الذي ذكرت قبل أن يستولوا عليهم الطرب وكان قاضيه على الدرعية عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حاشية الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا هو صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيره من المعلفات والفتاوى والردود وقد أورد له المؤرخ بن بشر ترجمة مطولة حافلة في الجزء الثاني من هذا التاريخ انتهت الحاشية والشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله بن القاضي أحمد الوهيبي وعلى الأحسى ونواحي عبد الرحمن بن نامي وعلى عمان عبد الله بن عبد الرحمن بن بابطين وعلى القطيف محمود الفارسي وعلى ناحية الخرج علي بن حمد بن راشد العريني وعلى الحوطة والحريق رشيد السردي وعلى ناحية سدير شيخون القاضي إبراهيم بن سيف وكان قبل ذلك قاضيا في عمان وعلى منيخ عثمان بن عبد الجبار بن شبانة وعلى الوشم عبد العزيز بن عبد الله الحصين وعلى المحمل محمد بن مقرن العوسجي وعلى ناحية القصيم عبد العزيز بن سويلم وعلى جبل شمر عبد الله بن سليمان بن عبيد وفي آخر هذه السنة قتل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وذلك أن الباشا لما صالح أهل الدرعية كثر عنده الوشاه من أهل نجد عن بعضهم بعضا فرمي عنده الباشا بالزور والبهتان والإثم والعدوان فأرسل إليه الباشا وتهدده وأمر على آلات له من الرباب فجروها عنده إرغاما له بها ثم أرسل إليه الباشا بعد ذلك وخرج به إلى المقبرة ومعه عدد كثير من العساكر فأمرهم أن يثوروا فيه البنادر والقرابين فثوروها فيه وجمع لحمه بعد ذلك قطعا وكان رحمه الله تعالى آية في العلم له المعرفة التامة في الحديث ورجاله وصحيحه وحسنه وضعيفة والفقه والتفسير والنحو وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم فلا يتعاظم رئيس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتضاعف ضعيف أتى إليه يطلب فائدة أو يستنصره وكان له مجالس كثيرة في التدريد وصنف ودرس وأفتى وضرب به المثل في زمانه بالمعرفة وكان حسن الخط ليس في زمانه من يكتب بالقلم مثله صنف كتاب شرح التوحيد لجده محمد ولكنه لم يكمل وصنف غير ذلك نبذا عديدة أصولية وفقهية ونصائح دينية أخذ العلم عن أبيه عبد الله والشيخ حمد بن ناصر بن معمر وأخذ العربية عن الشيخ إحسين بن غنام وغيره وأخذ عنه عدد كثير من أهل الدرعية وغيرهم وكانت هذه السنة كثرة فيها الإضطراب والاختلاف ونهب الأموال وقتل الرجال وتقدم أناس وتأخر آخرون وذلك بحكمة الله سبحانه وقدرته وقد أرخها بعض الأخوان من أهل إسدير وهم محمد بن عمر الفاخري فقال عام به الناس جالوا حسب ما جالوا ونال من الأعادي فيه ما نالوا قال الأخ لا أؤرخه فقلت لهم أرخت فقالوا بماذا قلت غربال قلت وانحل فيها نظام الجماعة والسمع والطاعة وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يستطيع أحد أن ينهى عن منكر أو يأمر بطاعة وعمل بالمحرمات والمكروهات جهرا وليس للطاعات ومن عمل بها قدرا وجر الرباب والغناء في المجالس وسفت الدواري على المجامع والمدارس وعمرت المجالس بعد الأذام في الصلاة واندرس معرفة ثلاثة أصول وأنواع العبادات وسل سيف الفتنة بين الأنام وصار الرجل في وسط بيته لا ينام وتعدرت الأسفار بين البلدان وتطاير شر الفتن في الأوطان وظهرت دعوة الجاهلية بين العباد وتنادوا بها جهرا على رؤوس الأشهاد فلم تزل هذه المحن على الناس متتابعة وأجنحة ظلامها بينهم خاضعة حتى أتاح الله لها نورا صاطعا وسيفا لمن أثار الفتنة قاطعا فصطع به من كشف الله بسببه المحن وشهره من أغمده في رؤوس أهل الفتن الوافي بالعقود تركي بن عبدالله بن سعود أسكنه الله تعالى أعلى الجنان وتغمده بالمغفرة والرضوان وفي شعبان من هذه السنة والدرعية محصورة سارة أبو مسمار أحمود بن محمد الشريف حاشية ينتمي الشريف أحمود أبو مسمار إلى الشريف خيرات شبير أو شبير ابن أبي نمي الصغير ابن بركات ابن محمد ابن بركات ابن الحسن ابن عجلان ابن رميثة ابن أبي نمي الكبير وقد نزح الشريف خيرات إلى المخلاف السليماني في أوائل القرن الحادي عشر الهجري فتناسلت دريته هناك فلما كان في سنة 1215 هجرية تار حمود ابو مسمار على بن عمه علي بن حيدر فنزل له المذكور عن الإمارة وتولى حمود إمارة أبي عريش وعندما وصلت دعوة التوحيد السلفية إلى هاتيك الربوع والجهات انضم الأمير حمود إليها وأصبح أميرا من أمراء الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ثم أميرا لابنه الإمام سعود بن عبد العزيز وقد هزم الأمير حمود قوات محمد علي باشا التي زحفت إلى عسير في المرة الثانية غير أن المنية لن تمهلوا فوافاه الأجل في يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الأول عام 1233 هجرية وذلك عن عمر يبلغ 63 سنة حيث كانت ولادته سنة 1170 هجرية عفى الله عنا وعنه انتهت الحاشية وفي شعبان من هذه السنة والدرعية محصورة سار أبو مسمار أحمود بن محمد الشريف بجنوده وقد استنجده محمد بن أحمد وقومه من عسير وكان قد سار إليهم عساكر الترك مع سنان أغا ومعه عدد من أهل الحجاز وتهامة فاجتمع أبو مسمار فوقعت الملاقات بينهم وبين الترك في إحجيلان من نواحي عسير وكثر القتلى من الفريقين ثم انهزم الترك وصار عليهم كسر وتزبن أسنان القنفدة وبعد هذه الوقعة مرض أحمود أبو مسمار ولم يلبث إلا عشرة أيام ومات وقام مقامه ابنه أحمد فوقع بينه وبين حسن بن خالد مشاجات ثم اصطلح ثم سار إليهم خليل أغا بعسكر كثيف من الترك وآخر الأمر أنه أمسك أحمد بن حمود حاشية قال الجبرتي في الجزء الرابع من تأريخه المذكور صفحة 324 وفيه وصل جماعة هجانة من جهة الحجاز وصحبتهم ابن أحمود أمير يمن الحجاز انتهت الحاشية وآخر الأمر أنه أمسك أحمد بن حمود وسفره إلى مصر ثم مات خليل المذكور ثم سار عسكر ثالث ومعهم محمد بن عون الشريف ورجال من العرب وتوجه إلى عسير وكانوا قد أمسكوا محمد بن أحمد وهو مريض وقتلوه فظفروا في مسيرهم ببن محمد أبو نقطة وسفروهم إلى مصر احداث السنة الرابعة والثلاثين بعد المائتين والألف إلى السنة الخامسة والثلاثين بعد المائتين والألف من الهجرة ثم دخلت السنة الرابعة والثلاثون بعد المائتين والألف وإبراهيم باشا في الدرعية على الحال المذكورة وارتحل بنفسه وحاشيته وقبوسه وقنابره ومدافعه من سمحان ونزل في نخل تركي بن سعود المعروف بالعويسية أسفل الدرعية وباقي عساكره فرقها في نخيلها وأطرافها ودروبها وكان قد بعث قواسيسه عساكر من حاشيته وخدمه وفرقهم في نواحي نجد وأمرهم بهدم أسوار البلدان وحصونها فنزلوا البلدان وهدموا الحصون والأسوار وصادروا أهلها بخراجهم وعلف الخيل وعليقها بالليل والنهار وجمعوا ما فيها من الحنطة والشعير إلا قليل واستمروا فيها حتى أذن الباشا بالرحيل وكان سعر البر ذلك اليوم خمسة آصع بالريال فقضى الباشا ثمنه لأهل البلدان على عشرة آصع ثم إن الباشا أخذ خيل السعود وشوكة الحرب وما وجد عليه اسمهم في بندق أو سيف وأكثر العساكر العبث في أسواق الدرعية والضرب والتسخير لأهلها فكانوا يجمعون الرجال من الأسواق ويخرجونهم من الدور ويحملون على ظهورهم ما تحمله الحيوانات فيسخرونهم يهدمون البيوت والدكاكين ويحملون خشبها ويكسرونه ويردون لهم الماء ويحملونه فلا يعرفون لفاضل فضله ولا لعالم قدره وصار الصاقف الخسيس في تلك الأيام هو الرئيس وفي أول هذه السنة هرب رؤساء السياسب حاشية السياسب قرية من قرى الأحسى تقع في الجهة الغربية منها وسميت باسم بطن من بني عقيل ابن عامر سكنوها في الزمان الأول انتهت الحاشية وفي أول هذه السنة هرب رؤساء السياسب من الأحسى وحبس الشيخ القاضي عبد الرحمن بن نامي وقتل وذلك أن الباشا لما استولى على الدرعية واستقر فيها سار من عنده ماجد بن عريعف الذي أبوه رئيس الأحسى وبني خالد بالسابق ومعه أخوه محمد بن عريعف فاستوليا على الأحسى واستقر فيها ثم سار محمد بن عريعف من الأحسى إلى القطيف وتسلمها واستال عليها فلما كان بعد أيام بعث عسكرا إلى الأحسى نحو مائتين وأربعين مقدمهم محمد كاشف فساروا إليه مع عبد الله بن عيسى بن مطلق صاحب الأحسى وأمرهم الباشا بجمع بيت المال وجميع ما كان لآل سعود في الأحسى فقدموه وأخذوا أموالا وقتلوا رجالا وصادروا ضناي آل سعود فيه وطوارفهم وقتل رجال من أئمة مساجد الأحسى من أهل نجز وأمسكوا عبد الرحمن بن نامي المذكور وحبسوه وأخذوا أمواله وقتلوه رحمه الله تعالى وهرب سيف بن سعود الرئيس السياسد من الأحسى وهرب معه رجال من أتباعه ومن الأعيان وركبوا البحر وخرجوا آل ريعر منه ولم يبط لهم فيه أمر ولا نهي وقصدوا الشمال بعربانهم وبقية العساكر في الأحسى وعاثوا فيه إلى قرب ارتحال الباشا وفي رجب من هذه السنة توفي عبد الله بن عيسى بن مطلق المذكور وكان له معرفة وذكاء وجاء وسخاء ولكنه ركن إلى الدنيا وطلب الرياسة ثم إن الباشا أقام في الدرعية وطال مقامه فيها نحو تسعة أشهر بعد المصالحة وأمر على جميع آل سعود وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائهم حاشية لم يذكر المؤلف بن بشر أسماء الذين نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أنهم محدودوا العدد ومشهوروا الأسماء بل هم قادة الدعوة وزعماء الإصلاح في ذلك الوقت ونحن لمزيد الإضاح وتمام الفائدة نذكر أسماءهم هنا فنقول الذين نقلهم الباشا من آل الشيخ إلى مصر هم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصحبته وحرمه وابنه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصحبته وحرمه وابنه الشيخ عبد اللطيف وكان عمر الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن ذلك اليوم لا يزيد على ثمان سنوات هؤلاء هم الذين نقلهم إبراهيم باشا من آل الشيخ إلى مصر بعد سقوط الدلعية فأما الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فمكث بمصر ثمان سنوات ثم رجع إلى الرياض بعدما تولى الإمام تركي بن عبد الله الحكم بسنة واحدة أي سنة 1241 هجرية وأما ابنه الشيخ عبد اللطيف فبقي بمصر 31 عاما ثم رجع إلى الرياض في ولاية الإمام فيصل بن تركي سنة 1264 هجرية وقد ترجم المؤلف بن بشر للشيخ عبد الرحمن بن حسن في الجزء الثاني من هذا التاريخ وترجمنا نحن للشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن في آخر الجزء الثاني من هذا التاريخ وترجمنا نحن للشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن في آخر الجزء الثاني من هذا التاريخ وأما الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن الشيخ عبد الرحمن فإنهما أقام بمصر وتوفي بها رحمهم الله وقد وعد المؤلف بن بشر بترجمة للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد هذا ولكنه سهى عن الوعد فلم يورد له ترجمة ونظرا منا إلى رسوح قدم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد في العلم والفضل وعظم جهاده في الإسلام ودفاعه عن الدين فأن نورد له هنا ترجمة حافلة مطولة فنقول هو الإمام العلامة الأوحد الثقة التبت التقي الورع المجاهد المحتسب ذو الهمة العالية والشجاعة المتناهية الذي خلف والده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مؤازرة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وخلفه في بث العلم والقيام بدعوة التوحيد ونشرها والدفاع عنها بالقلم واللسان والحجة والبيان عالم نجد بعد أبيه ومفتيها من له الفتاوى العديدة والأجوبة السديدة والردود العظيمة من ضربت إليه أكباد الإبل من سائر الأقطار وتوالت عليه الأسئلة من جميع القرى والأمصار الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولد هذا العالم الكبير في بلدة الدرعية سنة 1165 هجرية ونشأ بها في كنف والده نشأة دينية صالحة وقرأ القرآن حتى حفظه ثم شرع في القراءة على والده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فتفقه في المذاهب الإسلامية ومهر في علم الفروع والأصول وكان مع هذا عالما مبرزا في علم التفسير والعقائد وأصول الدين عارفا بالحديث ومعانيه وبالفقه وأصوله وعلم النحو واللغة وله اليد الطولة في جميع العلوم والفنون وكرس جهده وأوقف حياته على تحصيل العلم وتعليمه ونشره تدريسا وتأليفا فأخذ عنه العلم خلق كثير من فطاحلة علماء نجد وجهى بذتهم نذكر منهم في هذه الترجمة أبناءه الثلاثة الشيخ الإمام سليمان والشيخ عبد الرحمن والشيخ علي وابن أخيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ علي بن أخيه الشيخ حسين بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن سلطان والشيخ عثمان بن عبدالجبار بن شبانة والقاضي عبدالعزيز بن حمد بن براهيم الوهيبي التميمي والشيخ أحمد الوهيبي نزيل الأحساء والشيخ عبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر صاحب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب والشيخ سعيد بن حجي والشيخ جمعان بن ناصر ومسعر بن عبد الرحمن مواد الدواسر والشيخ إبراهيم بن سيف وكان الشيخ عبد الله إلى جانب قيامه بتعليم العلم وبثه ونشر مذهب السلف ودعوة التوحيد مرجع قضاة المملكة العربية السعودية في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه الإمام عبد الله فكان الشيخ عبد الله في ذلك الوقت بمثابة رئيس قضاة ومفتي وقد ألف مؤلفات كثيرة منها جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية رد به رحمه الله على بعض علماء الزيدية فيما اعترض به على دعوة التوحيد السلفية وألف مختصر السيرة النبوية في مجلد ضخ والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة وألف منسكا صغيرا للحج وكتب رسائل وفتاوى كثيرة لو أفردت على حدة لبلغت مجلدا ضخمة ولكنها طبعت مفرقة في مجاميع الرسائل والمسائل النجدية التي طبعت سابقا بنص وأخيرا بمطبعة أم القرى على نفقة الملك المغفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله وقد صاحب المترجم له الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الأمير سعود بن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في دخوله مكة المكرمة للمرة الأولى في حياة والده الإمام عبد العزيز رحمه الله وذلك في يوم السبك ثامن شهر محرم الحرام سنة 1218 هجرية وكتب الشيخ عبد الله حال دخوله مكة المكرمة رسالة طويلة مجتملة على معاني دعوة والده الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث أوضح في هذه الرسالة ما يعتقدونه ويدينون الله به وفند فيها مبتريات أعداء الإسلام ودعاة الأباطين من أنصار البدع وأعداء التوحيد وذكر رحمه الله أنه كتب هذه الرسالة إجابة منه لطلب إحسين بن محمد بن الحسين الإبريقي الحضرمي ثم الحياني وكان حسين المذكور قد شاهد دخول الأمير سعود مكة وحضر مع علماء مكة في ذلك الوقت وقد رأيت للشيخ عبد الله رحمه الله تصديقا على وقف كائم بمكة المكرمة للشيخ الكبير زيني متوكل قال الشيخ عبد الله في تصديقه على الوقف المذكور بالحرف الواحد ما نصر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعاله وصحبه أجمعين أما بعد فقد نظرت في هذا الوقف فرأيته وقفا صحيحا لازما لا يجوج تغييره ولا تبديله لاجتماله على شروط الوقف الصحيحة قال عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ثم ختمه بختمه غير أنه مع الأسف لم يؤرخ اكتفاء منه بتأريخ ورقة الوقف المصدق عليها وقد أخذت لهذا التصديق صورة فوتغرافية وكان الشيخ عبد الله الشجاعا مقداما وقف في باب سمحان بالدرعية وشهر سيفه وقاتل قتال الأبطال قائلا كلمته الخالد المشهورة بطن الأرض على عز خير من ظاهرها على ذل وقد سلمه الله من القتل ونقله إبراهيم بن محمد علي باشا إلى مصر بعدما استولى على الدرعية سنة 1233 إجرية ونقل معه ابنه عبد الرحمن وبقي الشيخ عبد الله رحمه الله محدود الإقامة بمصر حتى توفي بها سنة 1243 إجرية وله اليوم درية موجودون بمصر من سلالة ابنه عبد الرحمن ودرية بنجد من سلالة ابنه عبد الرحمن ومن سلالة ابنه علي مع العلم أن عبد الرحمن لم يعد من مصر بعدما ذهب به إليها والده الشيخ عبد الله وإنما خرج إلى نجد أحد أبنائه الثلاثة وهو محمد بن عبد الرحمن والد عبد اللطيف بن محمد بن عبد الرحمن الموجود بالرياض وجد صالح بن عبد الحميد بن محمد بن عبد الرحمن الموجود اليوم بالرياض وقد بينا جميع دريةه الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذرية ابنيه عبد الرحمن وعلي في تعليق سابق والله ولي التفير انتهت الحاشية ثم إن الباشاء قام في الدرعية وطالما قاموا فيها نحو تسعة أشهر بعد المصالحة وأمر على جميع آل سعود وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائهم أن يرحلوا من الدرعية إلى مصر فارتحلوا منها بحريمهم وذراريهم وسار معهم كثير من العساكن إلى مصر ولم يبق منهم إلا من اختفى أو هرب وكان تركي بن عبد الله هرب من الدرعية وقت الصلح هو وأخوه زيد وهرب الشيخ القاضي علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى قطر وإلى عمان وأقام هناك حتى استقامت الأمور لتركي بن عبد الله وهرب أناس غيرهم ونجاهم الله سبحانه فلما كان في شعبان وقدمة الرسل والمكاتبات من محمد علي صاحب مصر على إبراهيم باشا وهو في الدرعية أمر بهدم الدرعية وتدميرها وأمر على أهلها أن يرحلوا عنها ثم أمر على العساكر أن يهدموا دورها وقصورها وأن يقطعوا نخيلها وأشجارها ولا يرحموا صغيرها ولا كبيرها فابتدر العساكر مسرعين وهدموها وبعض أهلها فيها مقيمين فقطعوا الحدائق منها وهدموا الدور والقصور ونفذ فيها القدر المقدور وأشعلوا في بيوتها النيران وأخرجوا جميع من كان فيها من السكان فترقوا خالية المساكن كأن لم يكن بها من قديم ساكن وتفرق أهلها في النواحي والبلدان وذلك بتقدير الذي كل يوم هو في شان وكان قوة هذه البلد وعظم مبانيها وقوة أهلها وكثرة رجالها وأموالها لا يقدر الواصف صفتها ولا يحيط المعارف بمعرفتها فلو ذهبت أعد رجالها وأقبالهم فيها وإدبارهم في كتائب الخيل والنجائب العمانيات وما يدخل على أهلها من أحمال الأموال من سائر الأجناس التي لهم مع المسافرين من أهلها ومن أهل الأقطار لم يسعه كتاب لرأيت العجب العجاب وكانت داخل في موسمها لا يفقد أحدا من أهل الآفاق من اليمن وتهامه والحجاز وعمان والبحرين وبادية الشام ومص وأناس من حاضرتهم إلى غير ذلك من أهل الآفاق ممن يطول عدهم هذا داخل فيها وقادى خارج منها وهذا مستوطن فيها وكانت الدور لا تباع فيها إلا نادرا وأتمانها سبعة آلاف ريال وخمسة آلاف ريال والداني بألف ريال وأقل وأكثر وكل شيء يقدره على هذا التقدير وكروة الدكان في الشهر خمسة وأربعون ريالا وسائر الدكاكين الواحد بريال في اليوم وشيء نصف ريال وذكر لي أن القافلة من الهدم إذا أتت إليها بلغت كروة الدكان في اليوم الواحد أربعة أريل وأراد رجل منهم أن يوسع بيته ويعمره فاشترى نخيلات تحت هذا البيت يريد قطعها وتعمير موضعها كل نخلة بأربعين ريالا وخمسين ريالا فقطع النخل وعمر البيت ولكنه وقع عليه الهدم قبل تمامه وذكر لي من أثق به أن رجلا من أهل الدرعية قال له إني أردت ميزانا في بيتي فاشتريت خشبة وطولها ثلاثة أدرع بثلاثة أريل وأجرت نجره وبناه ريال وكان غلاء الحطب فيها والخشب إلى حد الغاية حتى قيل أن حمل الحطب بلغ خمسة أريل وستة وذراع من الخشبة الغليظة بريال وكل بيوتها مقاصير وقصور وكأن ساكنيها لم يكونوا من أبناء ساكني القبور فإذا وقفت في مكان مرتفع ونظرت موسمها وكثرت ما فيها من الخلائق ونزائلهم فيه وإقبالهم وإدبارهم ثم سمعت رنتهم ونجناجهم فيه فكأنه دوي السيل القوي إذا صب من عالي جبل فسبحان من لا يزول ملكه ولا يضام سلطانه ولا يرام عزه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ثم إن الباشا لما فرغ من هدم الدرعية وتدميرها رحل منها ونزل الموضع المعروف بالأحور وهو غدير قرب بلد ضرمة كان سعود رحمه الله يجعل فيه خيله أيام الربيع فأقام الباشا فيه أكثر من شهر ثم ركب منه غازيا وقصد ناحية الجنوب وترك مخيمه فلم يحصل على طائل ووافق غزو من بواد العجمان نحو ماءتين فهربوا وقتل بعضهم وضربه رجل من الغزو طربة عظيمة بخنجر فسلم منها وقطعت تكة السروال وصارت في السرج والحصان ففلقت السرج نصفين وجرح الحصان جرحا ليس له نظير فعال جوه بالقتل ثم قفل الباشا راجعا إلى مخيمه ثم ركب وغار على قبيلة من عنزف فأخذ منها إبلا وأغناما وذلك في أرض الزلفي وكان قبل ذلك وهو في الدرعية بعد المصالحة ركب غازيا على بواد سبيع ومعه رجال كثير من أهل نجد فأخذ منهم إبلا وأغناما وقتل رجالا ورجع قافلا إلى الدرعية ثم إن قواميس الباشا وعساكره الذين فرقهم في البلدان كما ذكرت لهد مستور منها والقطور وثبوا على أناس من رؤساء نواحي أهل نجد فقتلوهم وذلك لما أراد الباشا أن يرحل من نجد فوتب الأغل الذي في الجبل ومن معه من العسكر وقتلوا محمد بن عبد المحسن بن علي أمير الجبل وأخاه علي وقتل معهما رجال ووتب الأغل الذي في القصيم فقتل عبد الله بن رشيد أمير عنيزة ثم وقت ارتحال الباشا من القصيم أقبل الأغل الذي في حوطة الجنوب المسمى حسين جوخدار ومن معه من العساكر ونزلت لمع البلد المعروفة في الخرج وقتل آل عفيصان وهم فهد بن سليمان بن عفيصان وأخاه عبد الله بن سليمان بن عفيصان ومتعف بن إبراهيم بن سليمان بن عفيصان واستأصل جميع خزائنهم وأموالهم وقتل أيضا علي بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قتله الترك قرب الدرعية وكان له معرفة في الحديث والتفسير وغير ذلك ثم إن الباشا رحل من القصيم وقصد المدينة ورحل معه بحجيلان بن حمد أمير القصيم وتوفي في المدينة وكان عمره فوق الثمانين سنة رحمه الله تعالى وكان هذا الباشا في قوة عظيمة من العساكر والأموال وآلات الحروب من القبوط والمدافع والقنابر وكثرة السلاح وكثرة تتابع القوافل عليه من مصر بالعساكر والجبخان وآلات العساكر من الأمتاع والأزواد وغير ذلك من جميع ما ينوب العساكر حتى البصل أتى إليه من مصر وكانت قبوطه وقنابره أمر هائل من عظم رصاصها وما تفعل في البروج والجدران والبيوت وقيل إن رصاصة القنبرة وزنت أكثر من عشرين وزنة وذكر لي أن كروة الرصاصة الواحدة من مصر إلى الدرعية بلغت تمانية أريل حاشية يؤيد ذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي حيث قال في الجزء الرابع من تأريخه طبعة حسين أفندي شرف الكتبي صفحة 312 بالحرف الواحد ما نصه أخبرني أحد أعيان كتاب الخزينة عن أجرة حمل الذخيرة على جمال العرب خاصة في مرة من المرات 45 ألف فرنسا وذلك من الينبع إلى المدينة حسابا عن أجرة كل بعيد ستة فرنسا يدفع نصفها أمير الينبع والنصف الآخر يدفعه أمير المدينة عند وفول ذلك ثم من المدينة إلى الدرعية ما يبلغ الماء هو الأربعين ألق فرنسا وهو شيء مستمر التكرار والبعوث يحتاج إلى كنوز قارون وهامان وأكسير جابر بن حيان انتهى كلام الجبرتي حرفيا بدون تصرف فيه ولا زيادة ولا نقصان انتهت الحاشية وذكر لي أن كروة الرصاصة الواحدة من مصر إلى الدرعية بلغت ثمانية أرين وذلك أن البعير لا يحمل منها إلا ستة ولما كان في عشر الخمسين ومائتين والألف سار إبراهيم باشا المذكور على الشام ولم يثبتوا لحربه فمنهم من أطاعه صلحا ومنهم من أطاعه قهرة في مدة يسيرة ونزل على عكا المدينة المعروفة في الشام وكانت في قوة عظيمة من الرجال والأموال والأحصان بالبنيان ذكر لنا أن سورها فيه مزارع البطيخ وغيره فلما حصرها عمل أشياء مهولة تفرق البحر في وسط المدينة حتى أشفق أهلها من الغرب ونازلتها العساكر برّا بالقبوس والقنابر فأخذ البلد عنوة وذلك في سنة ثمان وأربعين فمن هذه الوقعة شاهد أهل الآفاء من أهل العراق والبصرة وغيرهم بالفضل لأهل الدرعية وقوتهم وتباتهم وشجاعتهم وصدق جلادهم وصبرهم على الحروب حيث تبتوا له هذه المدة وقتلوا من عسكره أمما عظيما واستفزع عليهم أهل نجد واستعانهم فلم يبلغ المراد حتى كثرت الخيانة فيهم فالله المستعان فلما رحل الباشا من نجد ونزل رؤساء البلدان بالقديم في بلدانهم وهم الذين وقعت العداوة بينهم وبين آل سعود فأجلوهم آل سعود عنها وجعلوا في مكانهم غيرهم فلما عسكروا البلدان واستوطنوها وقعت الحرائب في نجد واشتعلت فيها نار الفتن وكثر القتلى بينهم وتقاطعوا الأرحام وتذكروا الضغائن القديمة من البغي والآثام فتواثبوا بينهم وقتل بعضهم بعضا في وسط الأسواق ونواحي البلدان فكان كل أهل سوق وأهل بلد يمشون بجمعهم وسلاحهم دائما في الليل والنهار فوتبرشيد بن سليمان الحجيلاني صاحب ريدة على عبدالله بن حجيلان بن حمد وقتله وذلك أن حجيلان بن حمد قتل سليمان الحجيلاني لما حاصر سعدون صاحب الأحسى بلد بريدة سنة 96 وماءه وألف كما تقدم فلما رحل الباشا من القصيم أخذ عبدالله بن حجيلان من شيد المذكور عهدا فغدر به وقتله وكان الذي فتح له الباب لقيطا ولد زنا وجده حجيلان مطروحا فرباه عنده حتى كبر فكان سببا في قتل والده فلما كان بعد قتل عبدالله بنحو أربعين يوما سطى على شيد عدة رجال من عنيزة فحصروهم في قصره فلما طال عليهم الحصار تار عليهم جب خانهم وحيط بهم ما بين قتل وحر وفي هذه السنة لما رحلت العساكر من الأحسى التي قدمت إليه مع ابن مطلق كما تقدم ورحل الباشا من نجد قدم الأحسى محمد بن عريعف وذويه من آل احمد وملكوه وسار ابنه سعدون الضرير إلى القطيف وملكه وقدم إليه فيه سيف ابن سعدون رئيس السياسي وأبناه ومعهم عدة رجال من السياسي فأكرمهم ثم إن الضرير قبض عليهم وقتلهم وهم نحوا عشرة رجال وقبض على أناس في الأحسى منهم فقتلوا وفيها قتل إبراهيم بن ناصر الزير رئيس آل حمد أهل بلد حريملا قتلوه آل راشد أهل حريملا والذي تولى قتله ناصر بن محمد بن ناصر آل راشد ونهبت جميع بيوت آل حمد وأجلوهم من البلد وفيها في ثامن شوال أنزل الله سبحانه سيلا عظيما سالت منه غالب بلدان نجد تدارك الغيث والسيل عليها أياما وذلك في شهر تموز الرومي وهو وقت صفرار الثمار وحمرارها ولم يقع منه ضرر عليها وجعل الله فيه بركة وفي آخر هذه السنة رحل محمد بن مشاري بن عمر من بلد العينة ونزل الدرعية وكان لما هدم الباشا الدرعية رحل منها ونزل العينة فلما رحل الباشا عن نجد وساروا آل سعود إلى مصر وذهبت أموالهم ورجالهم طمع في ملك نجد وكان خاله سعود بن عبد العزيز وعنده من الأموال والسلاح ما لا يحصى ولا يعد فلما نزل الدرعية السعى في عمارتها وأظهر إعلان الدعوة وأراد أن تكون بلدان نجد تحت يده بدعوة الإمامة فكاتب أهل البلدان ودعاهم بالوفود إليه والاجتماع فأطاعه أهل البلدان قليلة مما يليه في الدرعية ووفدوا ووفدوا عليه فاستقر فيها واستوطنها ثم دخلت السنة الخامسة والثلاثون بعد المائتين والألف وفي هذه السنة بعدما نزل بن عمر الدرعية واستقر فيها وتابعه أهل منفوحة وكاتبه أناس من البلدان أهما أمره بعض رؤساء أهل البلدان فأرسلوا إلى ماجد بن عراء الرئيس الأحسى وبني خالد فأشاروا عليه أن يسير إلى بن عمر في الدرعية ويخرجه منها قبل أن يستحكم أمره فسار صاحب الأحسى بمن معه من البوادي وساروا معه أهل بلد حريملا والخرج وأهل الرياض فنازلوا بلد منفوحة ووقع بينهم وبين أهلها قتال وصالحوه وارتحل عنهم ثم أرسل إليه بن عمر وخدعه بشيء من المكاتبات والهدايا وأظهر له الموافقة وذكر له أن ما له قصد يقالف أمرهم وأنه دولة سلطان ثم تفاقمت البوادي على آل عراءر وتخاذلوا فارتحلوا على غير طائل فتعاظم أمر بن عمر بعدها وكانت الأسعار في الغاية من الغلاء في الدرعية وغيرها وصار الصاع والنص والصاعين فيها بريال وفي المحمل وسدير والوشم صاعين وثلاثة بريال وبلغت تمر في الدرعية وزنتين ونص بريال وفي الوشم والمحمل وسدير ثلاث أو أربع وزنات بريال وبلغت الشاه للدبح في العارض ثمانية أريل وفي غيره ستة أريل ثم إن أبو عمر كاتب أهل البلدان من أهل المحمل وسدير والوشم وغيرهم في ترحيل القوافل إلى الدرعية بالطعام واستوفدهم عليه فصارت القوافل إلى الدرعية من تلك النواحي وباع الطعام بأبخس بيع ثم أنه تمكن عمره في البلدان وصار له فيها عادة ثم أتى إليه في الدرعية التركي ابن عبدالله بن محمد بن سعود وأخوه زيد وصار عنده وساعداه وكان بينه وبين رئيس بلد حريملا حمد بن بارك بن عبد الرحمن بن راشد وناصر بن حمد بن ناصر العائدي صاحب الرياض وبن زيد بن زامل صاحب الخرج عداوه وامتنعوا من المتابعة ثم كاتبه أناس في بلد حريملا فعمرهم بالقيام على آل راشد وحربهم فلما كان يوم الجمعة لسبع بقين من جماداء الأول تمالع عليهم رجال من آل حمد الراشد وأناس غيرهم من أهل البلد وتاروا عليهم ووقع بينهم قتال في وسط البلد وقتل من آل راشد رجلين أو ثلاثة واحتصنوا في قصرهم وقتل من آل حمد رجلين أو ثلاثة ثم إن آل حمد وأهل حريملا أرسلوا إلى بمعمر واستفزعوه بعدما حصروهم في قصرهم فأرسل ابنه مشاري أزيد بن عبد الله بمحمد بن سعود ومعهم عدة رجال واستفزعوا عليهم أهل البلدان التي تليهم من المحمل وسدير وحاصروهم نحو أسبوع ثم إنهم طلبوا الأمام من مشاري بن عمر فأمنهم بخط أبيه على دمائهم وما معهم ومن في خدمتهم فأنزلهم من القصر ورحل بهم إلى الدرعية وبعد هذه الوقعة دانت البلدان بن عمر من العارض والوشم وسدير فمنهم من كاتبه ومنهم من وفد عليه واستعمل في حريملا أميرا عمر بن عثمان بن حمد ثم ثار محمد بن عبد الله بن جلاجل بأهل جلاجل على آل سويد وحصروهم في قصرهم وأخرجوهم منه بالأمان ونزل محمد القصر وأرسل إلى مشاري بن سعود بن عبد العزيز بعدما لفت درعية كما سيأتي فقره فيه وجعله أميرا على سدير وفي عاشر جماد الآخرة قدم مشاري بن سعود الوشم حاشية هو مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود كان محمولا مع إخوته إلى مصر فهرب من العسكر في الحمراء قرية بين الجديدة وينبع البحر وجاء إلى نجد واختفى في ناحية الوشم ثم سار منه إلى الدرعية كما ذكر المؤلف هنا وجدير بالذكر أنه يوجد في آل سعود الأولين ثلاثة تتشابه أسماؤهم لأن كل منهم اسمه مشاري الأول مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن والثاني مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وهو الذي ذكر المؤلف هنا والثالث مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن وهو الذي قتل الإمام تركي بن عبد الله انتهت الحاشية وقام معه تركي بن عبد الله وعبده وقدم عليه في الدرعية عمه عمر بن عبد العزيز وأبناءه عبد الله ومحمد وعبد الملك وكانوا قد هربوا من الدرعية وقت المصالحة ثم قدم الدرعية أيضا مشاري بن ناصر وحسن بن محمد بن مشاري وكانوا أيضا قد هربوا منها وقت الترك وحين استقر الأمر لمشاري بن سعود أمر على أهل البلدان الذين بايعوه بالغزو فسار من الدرعية بأهل العارض والمحمل وأهل السدير والوشم وغيرهم وكثير من بوادي اسبيع وقصد ناحية الخرج ونازل أهل بلد السلمية ووقع بينهم حرب وقتال واستولى عليها وعلى اليمامة وأخرج البجادي منها ثم نازل بلد الدلم وظهر عليه زقم بن زامل صاحبها وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ثم رجع قافلا إلى وطنه وكان بن عمر قد ندم على انسلاخه من هذا الأمر وهم باسترجاع الأمر لنفسه فركب من الدرعية ونزل سدوس وأظهر أنه مريض وهو يدير الرأي في استرجاع هذا الأمر فكاتب آل حمد أهل حريملا وهم يومئذ رؤساؤها فاستدعوه وعدوه النصر فتوجه إليهم من سدوس وقدم حريملا واستوطنها وأظهر المخالفة لمشاري وكاتب أهل النواحي يطلب منهم البيعة والسمع له والطاعة وأخرج من كان في قلعة حريملا وضبطها وقام فيها أياما وكاتب فيصل الدويش وأرسل إليه جيش منطير فسار من حريملا بعدة رجال من أهلها وغيرهم وسار مع ذلك الجيش وقصدوا الدرعية ودخلوها بغتا فدخل بن عمر ومن معه على مشاري بن سعود في قصره وأمسكوه وحبسوه ثم إن بن عمر جعل ولده مشاري في القصر ورحل من الدرعية بما معه من الجموع وسار إلى الرياض وكان تركي بن عبد الله فيها ومعه عمر بن عبد العزيز وبنوه حاشية هو عمر بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وبنوه هم محمد وعبد الله وعبد الملك فدخل بن عمر البلد وهرب تركي وعشيرته إلى الحائر فاستقر بن عمر في الملك ودانت له البلدان وكان قد أقبل عساكر من الترك مع أبوش أغا ونزل في بلد أنيزة واستقر فيها وأطاع له القصيم فكاتبه بن عمر وذكر له أنه دولة سلطان وأنه مسك مشاري بن سعود لهم فكتب إليه أبوش بإقراره في الأمارة ثم إن بن عمر كاتب أهل البلدان وأمرهم يفدون إليه فركب إليه أهل السدير والمحمل وأناس غيرهم وقصدوه في الدرعية وكان لما تولى الرياض رجع إليها وجعل ابنه مشاري في الرياض ثم إن تركي بن عبد الله ومن معه من عشيرته وخدمه سار من الحائر المعروف بحائر اسبيع وقصد بلد ضرماء ليقضي له فيها حاجة فلما وصلها سار منها رجلا إلى بن عمر وأخبره بأن تركي في ضرماء وليس معه إلا شردمة قليلة فأمر بن عمر على ابنه مشاري وسار في أكثر من ماءة رجل وقصد ضرماء وأرسل أمامه رجلا فوافقه تركي وعمسكه فأخبره الخبر وأخذ الكتاب الذي معه فعلم المقصود فأمر رفقته أن ينهضوا إلى قصر من قصور البلد ويتحصنوا فيه فدخلوا فيه وأخذوا من صاحب القصر سلاحا وامتنعوا فلما كان بالليل خرج تركي من القصر ومعه خادمة وقصدوا أناس في بيت من أصحاب بن عمر فأمسك خادما لهم وقال استفتح على أهل هذا البيت وإلا ضربت عنقك فاستفتح عليهم الباب فلما فتحوا له دخل عليهم تركي وهم على النار متكنفين بها فضرب فيهم بالسيف فأطفأوا النار فهربوا وتسوروا جدار البيت فجرح فيهم جراحات كثيرة وأخذ سلاحهم فلما فعل هذا تخاذ لأصحاب مشاري بن عمر وأتوا إلى تركي وتابعوه وهرب مشاري بن عمر على فرسه ومعه فارس أو فارسان وأقام تركي في ضرماء وأتا إليه أناس من أهل الجنوب وسبيع وغيرهم فسار من ضرماء وقصد إلى بن عمر في الدرعية وذلك في ربيع الأول من هذه السنة فدخلها بمن معه وقصد بن عمر في قصره فهم بالامتناع فخذلوه أهل الدرعية وأصحابه فأمسكه تركي وحبسه وكان ذلك اليوم الذي قدم فيه تركي الدرعية قدم فيه قبله أهل السدير وأهل المحمل وافدين على بن عمر فأولم لهم وليمة فلم يأكلوها وأكلها تركي وأصحابه فلما استقر تركي في الدرعية سار إلى الرياض ونازل مشاري بن عمر وأمسكه واستولى على الرياض وحبس الولد وأباه فقال تركي لبن عمر إن أطلقت مشاري بن سعود من الحبس أطلقتك وابنك وإلا قتلتكما فكتب بم عمر إلى عشيرته الذين فسدوس بإطلاقه فامتنعوا أن يطلقوه خوفا من الترك لأنهم قد وعدوهم قبضه وتسليمه إليهم ثم إنه أقبل عسكر من الترك مع خليل أغاء وفيصل الدويش فنزلوا سدوس وسلموا لهم مشاري وأمسكوه الترك فلما تحقق تركي أن مشاري أمسكه الترك ضرب عنق بن عمر وابنه مشاري وذلك في آخر ربيع ثم إن الترك والدويش ساروا من سدوس وقصدوا الرياض وثبت لهم تركي وحاربهم فرجعوا وأقاموا في بلد تادب نحو نصف شهر ثم رحلوا إلى بلد ثرمدة ونازلها الترك وأقاموا فيها وكان أبوش ومعه عسكر من الترك في عنيزة وأرسلوا مشاري بن سعود إلى عنيزة وحبسوا الترك عندهم ومات رحمه الله تعالى وأقبل الدويش ومعه عسكر من الترك وطاول بلدان سدير كل بلد ينزلها ويأخذ من أهلها شيئا كثيرا من الدراهم والسلع ثم أتى جلوية البلدان حاشية جلوية البلدان هم الذين نزحوا عن بلدانهم ثم عادوا إليها انتهت الحاشية ثم أتى جلوية البلدان ونزلوها وأرسلوا إلى الترك وأدخلوهم البلدان وأخذوا ما فيها من الأموال والأمتاع كما سيأتي قريبا وفي أول هذه السنة حصل في سدير فتن وقتل وسار بعضهم على بعض ووثب آل شرعان العتبان المعروفين في روضة سدير وقتلوا رؤساءها آل ماضي محمد بن ماضي وعبد الله بن حبيب حاشية آل ماضي سكنت روضة سدير من بني تميم انتهت الحاشية وجرحوا فيهم جراحات وهرب باقيهم حتى أتوا الترك وفي هذه السنة كثرت دبا حاشية الدبا صغار الجراد المتولد منه انتهت الحاشية وفي هذه السنة كثرت دبا في البلدان وأكل الزروع وسعر البر ثلاثة آصع وأربعة بالريال والتمر أربع وزنات بالريال وفي أولها منتصف صفر سار النصارى على أهل رأس الخيمة المعروفة في عمان أقبلوا في مراكب عظيمة ومدافع هائلة وأساكر لا تحصى وكيد هائل فبندروا في البلد وحربوها برا وبحرا فهربوا منها أهلها وتركوها لهم ودخلها النصارى ودمروها وكان في هذه البلد عدد كثير من جميع نواحي نجد وأهل الأحسى وغيرهم وفيها من أعيان المسلمين ممن هرب وقت صلح الدرعية الشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخوه عبد الرحمن ومشاري بن ناصر بن سعود وحسن بن محمد بن حسن بن مشاري وعبد الله بن مزروع ومحمد بن حسن بن مزروع والشيخ العالم أحمد بن سرحان وشيخنا القاضي إبراهيم بن سيف والشيخ القاضي عبد الله الوهابي وجبر بن رشيد بن علي ومن أهل الأحسى الشيخ القاضي أحمد بن هديب وسعد بن غردقة وأناس من السياسب فهربوا من البلد ونجاهم الله تعالى فحمى الله أديانهم وأبدانهم أحداث السنة السادسة والثلاثين بعد مئتين وألف إلى السنة السابعة والثلاثين بعد مئتين وألف من الهجرة ثم دخلت السنة السادسة والثلاثون بعد المائتين والألف وفيها قدم حسين بيك ومعه عساكر من الترك فنزلوا القصيم ثم رحل منه واجتمع بأبوش وعساكره وقصدوا الوشم ونزلوا بلد ترمدة فلبث فيها حسين وأمر على البلدان أن يغزوا وأتاه من كل بلد عدة رجال من سدير والوشم والمحمل وغير ذلك وسيرهم إلى الرياض وسار بهم أبوش ومعه جملة من عساكر الترك ومعهم أيضا رؤساء البلدان الذين أجلاهم بمعمر وناصر بن حمد رئيس الرياض وحمد بن بارك بن عبد الرحمن رئيس حريملة وغيرهم بغزاة بلدان فقدم الجميع الرياض ورئيسه يومئذ تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود فتصدى لحرب الترك وجمع عنده رجال وظن أن أهل البلد يحاربون معه فلما وصلت تلك الجموع البلد دخلوها بغير قتال واحتصر تركي ومن معه في القصر فرماه الترك بالقبوس وحاربوه فهرب من القصر في الليل وحده فلما أصبح أهل القصر طلبوا الأمام من الترك فأعطوهم الأمان وأخرجوهم من نحو سبعين رجلا ومعهم عمر بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وأبناؤه الثلاثة فقتلوهم عن آخرهم صبرا وحبس عمر المذكور وأبناؤه وسيروهم إلى مصر حاشية قال الجبرتي في المجلد الرابع من تاريخه صحيفة 341 وأما عمر بن عبد العزيز وأولاده وبنوا عمه فتحصنوا في قلعة الرياض فنزل عليهم حسين بك فأعطاهم الأمان على أنفسهم فخرجوا له إلا تركي فإنه خرج من القلعة ليلا وهرب وعم حسين بك فإنه قيد الجماعة وأرسلهم في الشهر المذكور وهم الآن مقيمون بخطة الحنفي قريبا من بيت جماعتهم الذين أتوا قبل هذا الوقت انتهى باختصار انتهت الحاشية ثم راح الأحسين من ثرمدة وقصد الرياض وأمسك أبناء إبراهيم بن سعيد أهل منفوحة وضرب عليهم الوفاة من الدراهم وأخذها منهم وصادر أهل الرياض وأخذ منهم أموالا وحبس رجالا من سبيع أهل الحائر وأمر على أهل الدرعية وهم الذين نزلوها مع بمعمر واستقروا فيها فأمر عليهم أن يرحلوا عنها وساقهم إلى بلد ثرمدة بنسائهم وذراريهم وفي ثرمدة يومئذ خليل أغى ومعه عسكر من الترك فأنزلهم في موضع جميعا بأموالهم وذراريهم وبنى عليهم بنيانا وجعل لهم بابا لا يدخلون ولا يخرجون إلا معه ووعدهم أنه ينزلهم في أي موضع شاء من النواحي وأظهر لهم الحشمة والوقار وهو بخلافه وذلك في شهر جماداء الآخر فلما كان في آخر رجب في تلك الأيام قدم عبدالله الجمعي أمير عنيزة أو الجميعي من جهة الترك أتى من مصر وقدم على حسين وهو في الرياض وكان الجمعي أو الجميعي هذا من أهل عنيزة وصار من دعاة الروم وجعلوه أميرا عليها فلما رحل الترك من نجد أخرجوه أهل البلد منها وتعمر فيها محمد بن حسن بن حمد المعروف بالجمع فلما قدم الجمعي على حسين رحل من الرياض وقصد ثرمدة فلما قرب منها قتل محمد بن حسن المذكور وقتل في الرياض قبل رحيله عدة رجال ممن يظن أنه يكره أمير الرياض ناصر بن حمد منهم أولاد سليمان بن راشد خمسة إخوة قتلهم صبرة وقطع نخيل أبا الكباش البلد المعروفة عند الدرعية فلما قدم حسين ثرمدة أمر المنادي ينادي لأهل الدرعية من أراد بلدا ينزلها فليأتنا نكتب له كتابا يرحل إليها ثم قال لهم اجتمعوا حتى نكتب لكم كتبكم فحضر من كان منهم غائبا أو مختفيا أو محترفا فلما اجتمعوا عنده أمر الترك أن يقتلوهم أجمعين فجالت عليهم خيل الروم ورجالها وأشعلوا فيهم النار بالبنادق والطبنجات والسيوف حتى قتلوهم عن آخرهم رحمهم الله تعالى وهم نحو مائتين وثلاثين رجلا وأخذت ترك أموالهم وشيئا من أطفالهم وتركوا نساءهم وأطفالهم ومن مشاهير القتلى صالح بن براهيم بن غيثر وعلي بن محمد بن قضيب وأولاد موسى بن سليم محمد وأبنه وتمام وتسعة من آل سليم أو آل سليم ومحمد بن عبد العزيز أبن هيه وإمام مسجد حوطة الدرعية عبد العزيز بن محمد بن عيسى وغيرهم ثم إن حسينا فرق العساكر في النواحي والبلدان فجعل في القصيم عسكرا وفي بلدان الوشم عساكر وفي بلدان سدير وفي بلدان المحمد فنزلت العساكر البلدان واستقروا في قصورها وثغورها وضربوا على أهلها ألوفا من الريالات كل بلد أربعة آلاف وعشرة آلاف وعشرين ألف ريال فأخذوا أولا من الناس ما عندهم من الدراهم ثم أخذوا ما عندهم من الدهب والفضة وما فوق النساء من الحلي ثم أخذوا الطعام والسلاح والمواشي والعواني وحبسوا النساء والرجال والأطفال وعدبوهم بأنواع العذاب وأخذوا جميع ما بأيديهم فمنهم من مات بالضر ومنهم من صار منه عائبا فلما رأى الناس أنهم لا يغني عنهم ما أخذوه منهم هرب أكثرهم في البلار والجبال والقفار ونهبت دورهم وقطعت أكثر نخيلهم وصار مع الترك أناس في كل بلد من أهليا يخبرونهم بعوراتهم ومن كان تاجرا ومن كان فقيرا ومن كان يحب الترك ومن كان يبغضهم وصارت محن عظيمة وقطعوا أكثر نخل أرغبها البلد المعروفة وقطعوا من بلد الداخلة أكثر من ألف نخلة ومن جلاجل والتويم والحوطة شيئا قليلا وفي المجمعة أيضا وقتل في سدير والمجمعة رجال وكان الذي قدم في سدير من الترك أبوش أغا ومعه أكثر من ماءة فارس ومثلها من الجيش من أهل نجد والترك ونزل في قصر جلاجل وفرق العساكر في البلدان وفعلوا ما فعلوا وقتل من أهل بلد حريملا عبدالله بن مانع وعبدالله بن حميد من أهل الدرعية وضرب فيها سليمان الحر وزامل بن بنيان من أهل الدرعية حتى ماتوا وفي بلد ثادق ضرب عبدالله بن علي بن حيدر وعبدالرحمن بن ماجد وماتوا وضرب غيرهم وعدبوا بأنواع التعديب وحبس الشيخ عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالوهاب في حريملا حاشية هو عبدالعزيز بن الشيخ بن سليمان بن عبدالوهاب ابن أخي الشيخ محمد بن عبدالوهاب ونهب بيته وأخذ من عنده خزانة كتب عظيمة فأخذ الزللي قاضي حسين منها أحمالا وأشعل النار في باقيها وعدب بالضرب وأنواع العذاب وقتل في القصيم عبدالله بن حسن رئيس بلد بريدة ومحمد بن غانم فلما أراد الترك أن يرحلوا من البلدان أمسكوا من كل بلد رجل ورجلين وحبسوهم في مطالب من غاب وهرب وساروا بهم إلى بلد ثرمدة وكان حسين قد بنا في ثرمدة قصرا عظيما وجعل فيه الأزواد والأمتاع التي يأخذ من أهل البلدان وأدخل فيه عسكرا من الترك فضبطوه وأدخل فيه عندهم محابيس أهل البلدان الذين أمسكوهم وجعلوهم عندهم في سلاسل الحديد وأقاموا في ذلك الحبس والعذاب عند الترك في ذلك القصر حتى قدم حسن بيك أبو ظاهر كما سيأتي وفي سادس عشر رمضان ارتحل عبوش حاشية عبوش هو أبوش لا غيره لكن مرة يسميه المؤلف أبوش ومرة يسميه عبوش انتهت الحاشية وفي سادس رمضان ارتحل عبوش وعساكره من سدير وارتحلت العساكر من البلدان بالرجال المحبوسين كما ذكرنا وفي صبيحة عيد الفطر ارتحل حسن من ثرمدا بعساكره وترك فيها رتبة في القصر وجعل في الرياض رتبة أيضا من الترك مع أبو علي المغربي وفي قصر عنيزة في القصيم مثل ذلك وقصد المدينة ثم إلى مصر وفي مدة مقام حسن في ثرمدا سار عسكر من الترك إلى سدير فأخذوا معهم رجالا من أهل فادق بلد الحريق المعروف عند القصب حاشية بلد الحريق بضم الحاء وفتح الراء وتشديد الياء وهو غير بلد الحريق بفتح الحاء وكسر الراء وتسكين الياء انتهت الحاشية وفي مدة مقام حسن في ثرمدا سار عسكر من الترك إلى سدير فأخذوا معهم رجالا من أهل فادق بلد الحريق المعروف عند القصب تسيارا لرئيسهم أمير الحريق إبراهيم بن يوسف فرصد لهم في الدروب رجال من حرامية البوادي فقتلوا العسكر وأخذوا ما معهم وقتل إبراهيم المذكور فركب حسن من ثرمدا وقصد بلد الحريق يريد هدمه وقتل رجاله لأن الكذابين من أهل نجد ودعاة الروم قالوا إنهم هم الذين واعدوا عليهم الحرامية فلما نزل حسن الحريق ذكروا له أن المقتول أميرهم وأنهم لا يعرفون الحرامية ولا علموا بهم فنشبوا أميرهم من قبره وشهد عليه أناس من أهل نجد فلما تحقق عنده أنه أمير البلد رحل وتركهم وفي تلك الليلة التي ركب فيها حسن إلى الحريق هب ريح عاصف وقتل العشاء الآخرة ورؤيت فيها النار وقيل إنها أحرقت زرعا محسودا فلما ارتحل حسن من نجد وقعت الحرائب والفتن في البلدان وترأس عليهم الشيطان فأمرهم باللعن والشتم والبغي والظلم والقتل وجميع الإثم والعدوان فثارت الحرب في سدير والقصيم والعارض والجنوب وغير ذلك من جميع الأوطان ففي أول شوال أرسل صاحب مدينة الداخلة إلى صاحب جلاجل وطلب منه أن يرسل إليه رجالا يرابطون عنده ويبعث معهم طعاما وسلاحا ففعل ذلك فوقعت الفتنة وسار عليهم أهل الروضة الثالث شوال وقتل منهم رجل وأصيب غيره ثم صار عدة وقعات ومقاتلات بين أهل جلاجل وأهل التويم وأهل الروضة وأهل عشيرة وصار إقبال في سدير وإدبار بالقتل والسلب وأخذ الأموال وتعدرت الأسفار بين بلدانه على قربها حتى أن أهل البلد التي تليها مع قرب بعضها من بعض يأخذون مدة أيام وأشهر لا يأتيهم خبر من البلد التي تليها مع قرب بعضها من بعض إلا رؤية بعضهم بعضا في مواطن اللقاء وفي أول ذي القعدة سار أهل جلاجل على أهل التويم ووقع بينهم قتال قتل من أهل التويم اثنان من رؤسائه وأسر ناصر ابن سليم وحبس في جلاجل مدة ثم صار وقعة بين أهل جلاجل وأهل الروضة وقتل فيها ولد برمان من أهل جلاجل وفي يوم عرفه سار أهل جلاجل أيضا على التويم وحصل بينهم قتال أصيب فيه من أهل جلاجل محمد بن عمر وفي ذي الحجة أيضا حصل في المجمع اختلاف بين رؤساء آل عثمان وبين أهل بلدهم فثاروا عليهم وحصروهم في القصر ثم اصطلحوا وفي الليلة السادسة والعشرين من شوال سطوا أهل أشيرة وأهل التويم في الداخلة واستالوا عليها وحصروا من كان في المدينة من أهل جلاجل والدخيل ومحمد بن عمر وغيرهم فهرب من هرب في الليل وباقيهم نزلوا منها على دمائهم وهدموا المدينة ودمروها وصار في هذه السنة فتن وقتل رجال وأخذ أموال في كل بلد وناحية من القصيم والعارض والخرج والجنوب وغير ذلك لا يحضرني تاريخها وصار القتال في وسط البلدان بين أهلها وبن الأعمام وتقاطعوا الأرحام واكتسبوا الآثام نسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو العفو والعافية والوفاء على الإسلام وفي هذه السنة حدث الوباء العظيم الذي عمى الدنيا وأفنى الخلائق في جميع الآفاق وهو الوجع الذي يحدث في البطن فيسله وتقيء الكب ويموت الإنسان من يومه ذلك أو بعد يومين أو ثلاثة ولم أعلم أنه حدث قبل هذه في الدنيا وكان أول حدوثه في ناحية الهند فسار منه في هذه السنة إلى البحرين والقطيف وفني بسببه خلائق عظيمة ثم وقع في الأحسى والبصرة والعراق والعجم وغير ذلك وظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان حاشية بضم الميم وفتحها مع سكون الواع الموت الكثير وعقاص الغنم داء يأخذها فيسيل من أنفها شيء فتموت فجأة انتهت الحاشية ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مع الدينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغضرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية كل غاية اثني عشر ألف ثم دخلت السنة السابعة والثلاثون بعد المائتين والألف وفيها وقع في نجد حرب وفتن وقتل رجال وأخذوا أموال ونبدل للشرائع ومحن وسار ذلك في جميع النواحي والأقطار وتقاتلوا في وسط الأسواق والبيوت فقطعت الأرحام وقتل الجار ففي أول المحرم من هذه السنة قتل عثمان بن عبدالله بن دريس في جلاجل قتله رئيس البلد غدرا وفي ليلة النصف منه ساروا أهل جلاجل على بلد الروضة وذلك أنه بلغهم أن رئيسها عبدالعزيز بن ماضي خرج منها بفزعة من أهلها في السيارة فدخل أهل جلاجل الروضة بغير قتال وأمسكوا قصرها وطردوا صاحب البلد وقصد عشيرة وبعد أيام سار إليهم بأهل عشيرة فوقع قتاله فقتل ولم ينالوا طائل ثم أقبل أهل التويم إليهم وصالحوهم على هدم سور بلدهم فهدموه وفي رجب ساروا أهل بلد عشيرة على الروضة وسطوا فيها وأخرجوا من فيها من أهل جلاجل ودواعيهم وفيها ساروا أهل الزلفي على منيخ وسدير وأرادوا أن يصير لهم رياسة على البلدان فقتل منهم رجال في سدير ورجعوا على غير طائل وفي تلك السنة قتل عبد الرحمن بن محمد بن ربيع في جلاجل قتله رجل من آل سويد بغيا وظلما وفي أواخر التي قبل هذه سار بواد اسبيع على بلد منفوحة وأخذوها عنوة ونهبوها وسلبوا النساء وقطعوا الثمار واستولوا على البلد وفيها قتل سليمان بن عرفج في بريدة وهو من رؤساء آل أبي عليان حاشية آل أبي عليان المذكورون هنا من العناقر من بني سعد بن زيد مناه بن تميم انتهت الحاشية وفيها قتل سليمان بن عرفج في بريدة وهو من رؤساء آل أبي عليان قتله عشيرته ثم سطى عليهم بعد ذلك محمد بن علي وهو من أوليائه فقتل فهد بن مرشد وعم القتر في هذه السنة في القصيم وسدير والوشم والعارض والخرج والجنوب وفي هذه السنة قدم حسين بيك أبو ظاهر من المدينة ومعه نحو ثمانمائة فارس من الترك ونزل الرس وأظهر التنسك والطاعة وذلك لما علم أن أهل نجد يحبون من فعل ذلك وإنما فعله ليستميلهم إليه حتى يمسك حصون البلدان فيفعل كفاء الإحسين وأبوش وقال للناس إنما جئت لأقاتل البدو حتى يؤد الزكاة وأرد المظالم على الحضر ولا أريد إلا الزكاة ثم كتب للعسكر الذي في ثرمدا أن يطلق المحابيس الذين عندهم وهم الذين أمسكهم حسين وأبوش وجعلوهم في ذلك القصر فأطلقوهم وخلوا سبيلهم وأغار على أناس من بوادع نزة وأخذهم ووفد عليه أهل القصيم وأطاعوا له ثم رحل من الرس ونزل عنيزة ورئيسها يومئذ داعية الترك عبدالله الجميعي أو الجمعي فقام معه ثم وفد عليه صاحب المجمعة وصاحب جلاج وأكثر رؤساء البلدان فأرسل خيلا نحو ثمانين فارسا من الترك مع موسى كاشف والساير بهم عبدالله الجميعي أو الجمعي المذكور فنزلوا قصر المجمعة وأقبلوا في سدير وأدبروا وأرادوا من أهله دراهم وطعاما فأعطوهم شيئا قليلا ثم تزايد أمرهم بالأخذ والظلم فامتنع عليهم بعض بلدان سدير فلما علموا أنهم لم يدركوا مقصودهم وثبوا على اثنين من رؤساء المجمعة وقتلوهم وهم حمد بن ناصر ابن جعوان وابراهيم ابن حمد العسكر حاشية آل عسكر سكنت بلد المجمعة من البدور من عنزة انتهت الحاشية وقتلوا معهم رجالا من خدمهم ثم ساروا في سدير فلم يدركوا إلا أمير بلد الجنوبية وقتلوه فلما كان في آخر رجب ركب العسكر الذين في المجمعة وتركوا منهم في القصر حفاظا فساروا غزاة على أعراب السهول فأغاروا عليهم فنهض عليهم السهول من البيوت ووقع بينهم كتال شديد وقتلوا الترك إلا قليلا وتزبن شريدتهم المجمعة ثم رحلوا عنها ومعهم الجمعي أو الجميعي ولم ينالوا مقصودهم وقتل في تلك الوقعة موسى الكاشف وجميع رؤسائهم وكان حسن بيك لما أرسل موسى الكاشف هذا إلى تلك الناحية أرسل أخاه إبراهيم كاشف إلى ناحية الوشم والعارض فساروا إليه ودخلوا الرياض واستوطنوه ثم ساروا إلى الخرج ثم رجعوا إلى الرياض وأقاموا فيه ورحل أبو ظاهر من القصيم وقصد جبل شمر فلما أتى إليهم ذكر لهم أنه ما يريد إلا الزكاة فأمسك الحصون واستقر في البلدان فطلب منهم أولا الزكاة من رحيل الباشا من نجد إلى يومه فلما قبضها سار على أناس من البوادي فأخذ إبلهم فألزمها أهل الجبل بزيادة النص وأخذها ثم ضرب عليها ضربات من الأرين ثم سار على أهل موفق القرية المعروفة الشمال الجبل فحاصرهم حصارا شديدا حتى ظفر بهم وقتلهم وهم نحو ستين رجلا وفي آخر هذه السنة عشر ذي الحجة سار العساكر من الترك الذين في الرياض ومنفوحة مع إبراهيم كاشف المذكور وسار معهم أمير الرياض ناصر بن حمد بن ناصر العائدي ومعه عدة رجال من أهل الرياض وأمير منفوحة موسى بن مزروع حاشية بياض بالأصل قدر كلمة وأصلحناه من الخطية موسى بن مزروع صح انتهت الحاشية ومعه أناس من أهل منفوحة وقصدوا بواد سبيع وهم من وراء الحائر المعروف بحائر سبيع فشنوا عليهم الغارة ووقع بينهم قتال شديد فنصر الله سبيعا وانعزم الترك وأتباعهم هزيمة شنيعة وقتل غالبهم وكانت القتلى أكثر من ثلاثمائة بين فارس وراجل وقتل رئيس الترك إبراهيم كاشف وانهزم ناصر أمير الرياض على جواده ودخل في غار قبالة الحائر واختفى فيه ومعه رجل من سبيع مجيرة أو مجيره ثم أن سبيع سار من عنده بالفرس يسقيها من البلد فرآها رجال من سبيع فعرفوها فعمدوا إليه في غاره وقتلوه وفيها في ذلقادة وقعت زلزلة في حلب المعروف بالشام وهدمت فيه حللا عديدة من القصور والدور وانتلم من الشهبى ثلمان ودامت أياما وهلك فيها 22700 إنسان وفيها سار الكيخياء الذي جعله حسين في قصر ثرمدة بمن عنده من العساكر فيها وسار معه فيصل الدويش وجملة من بواد مطير وعدة رجال من أهل ثرمدة وقصدوا ناحية سدير وذلك أنهم أشغلوا الناس بالأوامر وأخذ الأموال منهم فعصى عليهم صاحب جلاجل سويد ثم نزلوا بلد الروضة وسار معهم أناس من أهل السدير ورحلوا منها ونازلوا جلاجل فحصل بينهم قتال من وراء النخيل وأقاموا يوما وليلة ورموهم بالقبس فوقع الصلح بينهم ثم ارتحلوا إلى الوشم وفي هذه السنة الثاني عشر رجب توفي الشيخ العالم الزاهد القاضي في ناحية الوشم زمن عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه سعود وابنه عبد الله بن سعود رحمهم الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصري الحنبلي قدس الله روحه كان رحمه الله تعالى عالما عاملا زاهدا ورعا حليما ينتصر لنفسه محببا إلى الناس وليس للدنيا عنده قدر ولا يركن إليها ولا يتعاطاها بل قطى دهره في كتب العلم وطلبه وبذله وكان إذا دخل عليه وقت ثمره قوت سنته من البر والتمر من بيت المال وبقي عنده منه شيء وقت ثمره الثانية أعطاهم إياه ولا يترك منه شيئا وكان رحمه الله تعالى فاضلا مهيبا فقيها وجعل الله في علمه البركة للناس وانتفع به عدد رجال كثير في جميع النواحي ممن ولي القضاء وغيرهم وسنورد من ولي القضاء منهم إن شاء الله تعالى وكان يحب طالب العلم محبة عظيمة كأنه ولده بالتودد إليه وتعليمه وإدخال السرور عليه والقيام بما ينوبه من بيت المال وكانت كلمته مسموعة وقوله نافذا عند الرؤساء ومن دونهم وكان عنده حلقة كبيرة في التدريس من أهل شقرى وأهل الوشم وغيرهم وكان مجلسه للتدريس في الفقه وقت طلوع الشمس إلى ارتفاع النهار وكان إذا فرغ من الدرس رفع يديه ثم رفعوا الطلبة أيديهم ثم دعا فأكثر الدعاء والطلبة يؤمنون على دعائه أو يؤمنون على دعائه فإذا فرغ من الدعاء قاموا وتفرقوا ولا يحضر ذلك المجلس عنده أحد غير الطلبة أو اثنين أو ثلاثة من رؤساء أهل شقرى وله مجالس في التدريس غير ذلك للعامة وقت الظهر والعصر وبين العشاءين أخذ الفقه في صغره عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن الشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل قاضي بلد القرائم في ناحية الوشم ثم تفقه وقرأ على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب أقام مدة سنين يقرأ عليه وكان يكرمه ويعظمه وهو الذي استعمله قاضيا في تلك الناحية وأخذ عنه العلم عدد من قضاة المسلمين فممن أخذ عنه الشيخ العالم الناس كالعامل والمحقق الأوحد الفاضل مالك قياد أدب العلم سالك سير الورع والحلم فيقسم السنة بين الناحيتين إقامة وقضاء انتهت الحاشية ثم كان قاضيا في الناحيتين ناحية الوشم مستير لتركي بن عبدالله ثم كان قاضيا في الناحيتين أيضا ناحية الوشم والقصيم لابنه فيصل بن تركي وأخذ عنه أيضا الشيخ العالم العامل الزاهد والعارف الناسك العابد المشار بالتعظيم إليه والمتفق بالثناء عليه الورع العفيف شيخنا ابراهيم بن سيف قاضي ناحية سدير العبدالله بن سعود ثم كان قاضيا في الرياض زمن تركي بن عبدالله وابن فيصل وأخذ عنه أيضا أخو شيخنا المذكور غنيم بن سيف وعبدالله بن سيف القضاء في بلد عنيزة من ناحية القصيم وغيرها زمن سعود وأخذ عنه أيضا الشيخ النبي والعالم العلامة الفقية الذي حوافلون العلوم وكشف إليها السطور وتلألأ بمعاني بيانه الطروس والسطور شيخنا عثمان بن عبدالعزيز بن منصور قاضي بلد جلاج الزمن تركي ثم كان قاضيا في جميع ناحية سدير لابن فيصل وأخذ عنه أيضا العالم القاضي في بلد القرائم من ناحية الوشم أخوه محمد بن عبدالله الحصيم زمن سعود وابن عبدالله وأخذ عنه أيضا شيخنا العالم الفقيه علي بيحيا بمساعد القاضي في ناحية سدير زمن سعود وأخذ عنه أيضا عبدالله بن سليمان بن عبيد قاضي ناحية الجبل زمن سعود وابن عبدالله ثم كان في بلد جلاجل في أول ولاية تركي بن عبدالله وأخذ عنه أيضا محمد بن سيف بن خميس قاضي بلد ترمدة وأخذ عنه أيضا إبراهيم بن حجي قاضي بلد ترمدة أيضا بعد بن خميس المذكور وأخذ عنه أيضا عثمان بن عبدالمحسن أبا حسين قاضي بلد شيقر وأخذ عنه أيضا محمد بن نشوان قاضي حريق نعام في ناحية الجنوب وأخذ عنه أيضا عبدالله القضيبي من أهل بلد شقر ولم يلي القضاء وابا عنه وإنما ذكرته لشهرته وصنف مصنفا من شروح الحديث وغيرها وأخذ عنه أيضا شيخنا العالم الفضيل عبدالكريم بن معيقل صاحب بلد القرائن أبا عن القضاء وولي الأمارة في ناحية القصيم وستيرل سعود بن عبدالعزيز وكان له معرفة في الفقه وغيره رحمه الله تعالى وهذا عدة من أخذ عن الشيخ عبدالعزيز المذكور من القضاء ممن حضرني الآن معرفته وأخذ عنه من العلماء ممن لم يلي القضاء الجم الغفير رحمه الله تعالى وعفى عنه انتهى بحمد الله وتوفيقه الجزء الأول من كتاب عنوان المجد ويليه الجزء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المعتبة المركزية للكتب الناقبة أن تقدم لكم هذه المال عموان المجد في تاريخ نجد تاريخ نجد تاريخ ورّف الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشرة الجزء الثاني من الكتاب مقدمة المؤلف للجزء الثاني من الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أطلع شمس الفضل بعدما أفلت وأطفأ نار الظلم بعدما شبت وأشعلت وأعلى كلمة الإسلام بعدما وهت ووهنت وجمع شمل المسلمين بعد أن كانوا متفرقين فاطمأنت الرعاية وأمنت وأنزل عليهم غيث السماء بعد الجذب المبيد والقحط الشديد ففاضت آبارهم وأعشبت ديارهم وأربعت فأصبحوا من بعد الخوف آمنين ومن بعد الجوع طاعمين وانتشرت الخلائق في آلائه ونعمائه وارتعت فلله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا حمدا يكافئ مزيده ويوافي نعمه التي علينا تمت وسبغت حمدا وشكرا عدد نعمه التي أنعم بها علينا وعدد خلقه الذي خلق لأجلنا وملأ سماواته وملأ أرضه ومداد كلماته ورنة عرشه وما دون ذلك مما لا يعلمه إلا الذي جلت قدرته وعظمت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أقرت له بالوحدانية جميع مخلوقاته حين استخرجها من ظهر أبيهم فأقرت وشهدت شهادة أرجو بها النجاة بيوم به علمت نفس ما قدمت وأخرت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعده رحمة للعالمين ونعمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين أرسله إلى كافة الخلق أجمعين فقام يدعو إلى الله تعالى بضع عشر من السنين فلم يتابعه إلا خصائص من المؤمنين حتى أمر بالجهاد فجرد السيف على المشركين فدخلوا في دين الله أفواجاً مسلمين ومستسلمين وبلغت دعوته الآفاق وأزالت الشرك والنفاق واستنارت وظهرت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكارم الذين بذلوا أنفسهم لله لا يخشون فيه لومة لائم فما وهنت نفوسهم عن الجهاد في سبيل الله وما استكانت وما كرهت وسلم تسليما وبعد فيقول الفقير إلى مولاه عثمان بن بشر النجدي وفقه الله تعالى لمرضاته وسدد أفعاله وكلماته إن علم التاريخ علم شريف فيه موعظة واعتبار واطلاع على حوادث الدهر الدوار ومعرفة أحوال الماضين مما يوقظ الأذهان والأفكار ويقيس العاقل نفسه على ما مضى من أمثاله في هذه الديار وقد قص الله علينا بعض أخبار الأمم في الكتاب قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأنشد الشافعي رضي الله عنه إذا عرف الإنسان أحوال من مضى توهمته قد عاش من أول الدهر فمن اعتنى بشيء من أخبار الماضين فقد أتحف هدية وافرة لمن بعده من الخالفين وتتشرف بذكرها أوطانها وتبتخر بذلك ملوكها وسكانها ويطلبها العلماء والملوك ويتحدث بها المالك والمملوك اللهم يا مسبب الأسباب وفاتح الأبواب ومسخر الشمس والقمر والنجوم أسألك يا من هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم أن تطهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق والعجب وأن تجعل عملي خالصا لوجهك الكريم وأن تجعل مآلي والمؤمنين إلى جنات النعيم وعلم أيدك الله أن التصنيف أمر صعب لا ينال إلا بكد وتعب ومتعرضا لألسنة الحاسدين وتنقشات الطاعنين والقلب في أشغال شاغلة ومقاسات أمورها هائلة وما أنا فيه من طلب المعيشة وترادف الهموم وأشياء يعلمها الحي القيوم ولست ممن يدخل في هذا الشأن ولا يبرز في ذلك الميدان ولكن كما قيل خلت الديار فست غير مسود ومن العجيب تفردي بالسؤددي وأعلم رحمك الله تعالى أن هذه الجزيرة النجدية هي موضع الاختلاف والفتن ومأوى الشر والمحن والقتل والنهب والعدوان بين أهل القرى والبلدان ونخوة الجاهلية بين قبائل العربان يتقاتلون في وسط البيوت والأسواق والحروب بينهم قائمة على ساق وتعدرت الأسفار فيها من قديم وحديث والطيب فيها مغلوب تحت يد الخبيث فقام الشيخ رحمه الله تعالى بهذا النور وزالت هذه الشرور وساعده ملوك بالجهاد ملكوها وجهزوا الجيوش لأقصى نواحيا وسلكوها حتى افتتحوا بلادها الشاسعة بالقهر والحرب وأخذوا أعداءهم بقوة الطعان والضرب وقد وعد بذلك أصدق القائلين بقوله في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ففاضت البلدان وأطاعت قبائل العربان وعاشوا في عيش الرغيد حتى مضى عليهم ما مضى على أقرانه من الصراطين والملوك ونفذت فيهم أقدار مالك الملوك وقد أفردت المجلد الأول من هذا الكتاب شافي لذكر سيرهم ودولتهم واف محتوي على ذكر مغازيهم ومناقبهم وهو في فنه كافي وذكر ما وضعوا من المآثر الجسام وأمان زمانهم وفضائلهم التي اشتهرت عند الخاص والعام ووقاعهم المذكورة وفتوحاتهم المشهورة بين الأنام وعساكره المنصورة التي أينما سلكت ملكت وأينما حلت فتكت وسفكت حتى أذعن لها كل ضيغ من ضرغام فلما حل القضاء وانتهى الأمد المكتوب وانقضاء انحل نظام الجماعة والسمع والطاع وتطايرت شرر الفتن في تلك الأوطان وتعذرت الأسفار بين البلدان وعافت فيها العساكر المصرية فقتلوا صناديد الرجال وصادروا أهلها فاخذوا ما بعيديهم من الأموال وقطعوا الحدائق الضليلات وهدموا القصور العاليات وصار أهل نجد بينهم أذل من العبيد وتفرقت علماؤهم وخيارهم ما بين طريد وشريد وثارت في غالب البلدان الفتن والقتل والقتال والمحن وظهر المنكر عدم الأمر بالمعروف وصار الرجل في جوف بيته وجلا مخوف وتذكروا ما بين أسلافهم من الضغائن الخبيثة القديمة وتطالبوا بالدماء فكل منهم يطلب أولاد غريمة فتقاتلوا على سنن ما أنزل الله بها من سلطان وهجر كثير منهم الصلاة وأفطر في رمضان وجر الرباب والغنى في المجالس وسفت الذراري على المجامع والمدارس وعمرت المجالس بعد الندال الصلوات واندرس السعال عن أصول الإسلام وأنواع العبادات وظهرت دعوة الجاهلية في كل البلاد وتنادوا بها على رؤوس الأشهاد وتتابعت هذه المحن في تلك الجزيرة نحو أربع سنين والشر فيها في زيادة وبهور وتمكين حتى أن عش الله تعالى أهل نجد بشبل من أشبال ملوكها وسلاطينها فبذل نفسه وجرد سيفه لاجتماعها وتمكين دينها فحاصر العساكر في حصون البلدان وأخرجهم منها بما معهم من النساء والولدان وساقهم من أرض نجد إلى مصر فلم يبق لهم فيها عين ولا أثر ورفع راية الجهاد وساعده السعد والنص والرشاد وحاصر من عصى عليه من أهل البلدان وحارب الباغي من العربان حتى أمنت البلاد والعباد وصار أهل نجد كلهم جماعة وبايعوا على السمع والطاعة وعمرت المساجد بالصلاة والمدارس في أصول الإسلام وفروع العبادات فأحيى الله به من درس من معالي آبائه الكرام ورفع من مقام أهل الإسلام الوافي بالعقود ترك بن عبد الله بن محمد بن سعود اللهم ارفع منزله في أعلى الجنان وتغمده منك بالمغفرة والرحمة والرضوان وهذا تابع لسني الكتاب وذيل عليه وقد سميته في أوله عنوان المجد في تاريخ نجد وقد أحببت أن أذكر مقدمة في نسب هؤلاء الملوك وإن كان قد سبق شيء منه في أول الكتاب ولكن ذكرت فيه الماضين ولم أذكر الباقين فأحببت أن أرسم جميعهم هنا لتواصلوا الأرحام وفخرا لهم بين الأنام ذكر المؤرخون أن ربيع بن نزار أولاده أسد وضبيعة فمن ضبيعة نزه ومن تفرع منهم ومن بني أسد بن عبد القيس ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة وهم أهل الهجر والبحرين ومنهم وائل بن قاصد ابن أفصى ابن دعمي وولد لوائل ابن بكر وتغلب وعند فأما بكر فمن ذريته بن حنيفة ابن لجيم ابن صعب ابن بكر وبن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن علي ابن بكر ومن بني شاببان بن سدوس حاشية قال ياقوت في معجم البلدان الجزء الثالث صفحة 371 ما نصه قال محمد بن الدريس ابن عبي حفصة حزوى باليمامة وهي نخل بحذاء قرية سدوس انتهى قلت ولكنها اختلطت بسدوس وسدوس عامرة وتحمل اسمها إلى اليوم وغالب سكانها من آل معمر نزحوا إليها من العينة انتات الحاشية ومن بني شيبان بني سدوس وحزوى وبهم سم يسدوس ومنهم المشهورون بالجود والكرم معا ابن زائدة ويزيد ابن مزيد وخالد ابن يزيد وغيرهم ومن بني بكر ابن وائل أيضا بن حنيفة ابن لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل أهل حجر حاشية أما حجر اليمامة بفتح الحاء حجر اليمامة بفتح الحاء وتسكين الجيم فهي قديمة ذكرها ياقود والهمذاني وغيرهما وذكر الهمذاني أنها قصبة اليمامة وأطنبت في مدحيها وذكرها جرير بقوله نظرت من الرصافة أين حجر ورمل بين أهلهما وبيد وقد تغير اسم حجر اليمامة وأطلق عليها اسم الرياض منذ أزمان انتهت الحاشية ومنهم بنو غبرة أهل غبيرة المعروفة في الدرعية وبنو قران أهل القرنية حاشية أما القرينة فتعرف قديما بقران فصحفها الاستعمال فصارت تعرف بالقرينة وهي عامرة وتحمل اسمها إلى اليوم انتهت الحاشية وما حولها المعروفة قرب بلد حريملا وبنو يشكر من بني بكر بن وائل أهل ملهم وأما تغلب فيتفرع منهم قبائل يطول عدها ومنهم الأراقم ومن مشاهيرهم عمر بن كلثوم وكليب وأخوهم هلهل وكل من ذكرنا في ربيع بن نزار بن معد بن عدنان ومنازل غالبهم البحرين وهجر والقطيف وحجر اليمامة وما ولي هذه المنازل وكان جد آل مقرن الأعلى مانع المريدي ومسكنه في بلد الدروع من نواحي القطيف ثم صار بينه وبين ابن درع رئيس حجر اليمامة مراسله ومواصله لما بينهما من الرحم فاستدعاه من القطيف وأعطاه من ملكه أرض المليبيد وغصيبه المعروفتين في الدرعية فاستقر فيهما وكان ما فوق المليبيد وغصيبه لآلة غيثر الموجودين اليوم شهرة فاستوطن مانع وأصحابه وبنوه إلى غصيبة وما فوق ذلك من سمحه ومن الوصيل إلى بلد الجبيلة إلى الأبكين الجبلين المعروفين في تلك الناحية إلى موضع حريملا لحسن بن طوق ثم أنه لما مات مانع المريدي تولى بعده ابنه ربيعة فصار له شهرة وكثرت جيرانه من الموالفة وغيرهم فحارب آل يزيد ثم ظهر ابنه موسى بن ربيعة وصار أشهر من أبيه وترأس في حياة أبيه ثم أنه احتال على قتل أبيه ربيعة فجرحه جراحات فهرب منه إلى حسن ابن حمد ابن حسن ابن طوق حاشية حسن ابن طوق هذا هو جد آلم عمر سكنت بلد سدوس اليوم انتهت الحاشية فهرب منه إلى حسن ابن حمد ابن حسن ابن طوق في العينة فآواه وأكرمه لمعروهم بينهما ثم أن موسى جمع جموعا من المرد والمعالفة وصبح آل يزيد في النعمية والوصيل وقتل منهم أكثر من ثمانين رجلا واستولى على منازلهم فدمرها ولم يقم لهم بعدها قائمة وكان يضرب بهذه الوقع المثل في زمانهم فيقال صبحهم مثل صباح الموالفة لآل يزيد واستمر موسى بن ربيع في الولاية ولما مات تولى ابنه ابراهيم وكان لابراهيم عدة أولاد منهم عبد الرحمن الذي نزل ضرماء وجوة ونواحيهما واستقرت فيهما دريته ومنهم ابراهيم بن محمد الذي قتله آل سيف وقتلوا معه بنيه هبدان وسلطان في ولاية محمد بن سعود كما تقدم ومن أولاد ابراهيم بن موسى سيف جد آل يحيا وأهل أبا الكباش ومن أولاد ابراهيم عبد الله وله ذرية منهم آل وطيب وآل حسين وآل عيسى وغيرهم ومن أولاد ابراهيم مرخان وأولاد مرخان ربيعه ومقرن فأما ربيعه فهو جد رؤساء بلد زبير وولده وطبان ولوطبان عدة أولاد ذكور قيل أنهم أربعة عشر منهم دريس جد آل دريس ومنهم مرخان أبو زيد بن مرخان الذي تولى في الدرعية وغدر به محمد بن حمد بن عبد الله بن عمر الملقب خرفاش فقتله وقتل معه ادغيم بن فايز المليحي كما تقدم وسبب نزول وطبان بلد زبير أنه قتل ابن عمه مرخان بن مقرن بن مرخان وهرب من نجد وأما مقرن بن مرخان بن ابراهيم فله من الولد محمد وعياف وعبد الله جد آل ناصر فآل مقرن اليوم من ذرية محمد المذكور أبي سعود وذرية عبد الله وذرية عياف وذرية مرخان الذي قتله ابن عمه وطبان فأما محمد بن مقرن فله من الولد مقرن وسعود ومقرن هذا ليس له ذرية إلا عبد الله الذي جعله عبد العزيز أميرا في بلد الرياض يوم فتحها وأما سعود فخلف أولادا منهم محمد ومشاري واثنيان وفرحان فأما محمد فهو كما ذكرنا صفت له ولاية الدرعية بعد قتل بن معمر لزيد وأصحابه فلما تبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه بهذه الدعوة في العينة عند عثمان بن معمر ورأى عنده ومنه الجفاء قصد محمد بن سعود فآواه ونصره وجهز الجيوش لنصر دعوته كما سبق ذلك مفصلة ومن أولاد الإمام المجاهد والبطل المجالد مجهز الغزاه والجيوش والجنود ورافع الرايات والبنود عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي قاد الجيوش العرم رمية لنصر الدعوة المحمدية وسارت جيوشه وجنوده في أقصى هذه الجزيرة وأدناها وبلغت سراياه وأعماله إلى أقصى منتهاها حتى عم الأمن والأمان في البادي والحاضر وصار الإسلام بحمد الله هو العالي والظاهر وسيبة الخيل والإبل أيام الربيع في المفالي وكانت تلقح وتلد في مفاليها ليس عندها والي إلا رجلا واحدا يتعاهدها من ضياعها أو يجعلها من مكان إلى مكان لانتفاعها ومن وجد هملا من الإبل أو غيرها ساقها إليه خوفا أن تعرف عنده فتعظم عليه ثم ولده الإمام سعود بن عبد العزيز الذي قاد الجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة حتى أذلت صناديد العربان وخضعت رؤوسهم لأحكام القرآن ولأهل القرى والبلدان وأذعنوا لأوامره وحكمه فلم يقدر أحد منهم على مخالفة أمره فلا يلقى صاحب الدم غريمه إلا بالسلام عليك السلام يا فلان وصار البادي والحاضر تحت هذا الحكم القاهر كالأقارب والأخوان ثم أن ابنه الإمام عبد الله بن سعود الذي قاد الجيوش شرقا وغربا وكابد العساكر المصرية حربا وضربا فتتابعت عليه الحروب والكروب فصبر حتى تفرق الناس عليه شعوب وحارب الترك في الحجاز والدرعية حتى مضى عليه حكم رب البرية وانتقض نظام الجماعة والإئتلاف بعدما قاتل قتالا ما قاتله أحد من الأسلاف ومن أبناء سعود فيصل وقتل في حرب الدرعية وكان له شجاعة وشهرة وناصر وترك مات قبله وابراهيم قتل في تلك الحرب وسعد وفهد ومشاري وعبد الرحمن وعمر وحسن نقلهم ابراهيم باشا إلى مصر بأولادهم ونسائهم كما تقدم وماتوا هناك رجعنا إلى الأول ومن أبناء محمد بن سعود أيضا عبد الله بن محمد بن سعود الذي وازر أخاه عبد العزيز وقاتل معه أشد القتال وصار قائدا للفرسان والأبطال وصار له شهرة عظيمة وقوة وعزيمة فكم من كتيبة كر عليها وفرقها وكم من قبيلة فل جمعها ومزقها ثم ابنه الإمام ترك بن عبد الله الذي أطفأ الله به نار الفتنة بعد اشتعال ضرامها وهان على كثير من الناس دينها وإسلامها كأنهم لم يكونوا حدثاء بالإسلام ولم يجتمعوا على إمام وتهاون كثير منهم بالصلوات وأفطروا في البلدان في شهر رمضان وصار هذا الشهر العظيم عندهم كأنه جمادى أو شعبان وتعذرت بين البلدان الأسفار واتخذوا دعوة الجاهلية لهم شعار فحارب البلدان وقاتل العربان ودعاهم إلى الجماعة والسمع والطاعة حتى ضرب الإسلام بجرانه وسكنت الأمة في أمنه وأمانه ثم ابنه الإمام والشجاع الثابت الضرغام فيصل بن تركيا الذي حازم فاخر الأواخر والأوائل واجتمعت فيه المكارم والفضائل وطلعت بشائر سعودة وهو ملتف في مهودة وتقحم عظائم ما جسر عليها عشائره وجدوده وسطى على قاتل أبيه سطوة يشيب من هولها المولود فتابع الحرب عليهم حتى جعلهم كلهم خمود وشب الحرب على عبد الله بن تنيام مع شدة بأسه وقوة أعوانه ولم يهب شجاعته وبطشه وعدوانه واستنقذ الملك بالحرب والضرب من أوانه وظهر من مصر من حبس الترك مرتين وأخذ الملك قسرا وقهرا كرتين ولا خاف صولة الترك والعلوج والأبطال ولا هاب أشبالا غصبوا ملكه حتى استنقذه منهم بالجلاد والقتال وجيش الجيوش برا وبحرا وأخذ الممالك طوعا وقهرا وسلكت جنوده في نجد وعمان ودانت له العربان والبلدان وتوفرت بحسن سيرته مصالح المسلمين وجمع في سياسته بين الشدة واللين سياسة تعجز عنها الملوك وأعوانها وصلحت بها الممالك وسكانها أقلامه جارية بالعطاء لا تفتر وخازنه ليس له حاجة إلا تنفيذ الأمر ويده بصدقة السر تطلب الجزاء والأجر كما قيل شعرا ذهاب المال في حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذهاب كان مكرما لحملة القرآن والعلماء رحيما بالأرامل والفقراء والضعفاء ولم يكن سفاكا للدم الحرام ولا غاصبا لما في عيد الأنام من الحطام ولقد أحسن من قال فيه من قصيدة عثيف شريف نفس للفضل عارف حليم كريم سالم القلب منصف وقال آخر له في سرير الملك أصل مؤثل تلقاه عن أسلافه السادة الغري هم العقد من أعلى اللآل منظما وفيصل حول العقد واسطة الدر غدت أرض نجد تزدهي بفعاله وترفل في ثوب الجلالة والفخر فلا زالت آثاره باقية على أهل الإسلام ومآثره ومكارمه متتابعة في عقبه على تعاقب السنين والأعوام اللهم يا من لا يزول ملكه ولا نفاد لكلماته نسألك أن تمتع المسلمين بطول حياته وتسبل عليهم ضل بركاته واجعله ممن يأتي آمنا يوم القيامة وارفع منزله في دار المقامة وأما أولاد فيصل فالأكابر منهم عبد الله ومحمد وسعود وسيأتي ذكرهم والتنويذ بفضلهم وفخرهم ومن أولاد تركي جلوي وعبد الله فأما جلوي فاستعمله أخوه الإمام فيصل على ناحية القصيم وسيأتي ذكره وأما عبد الله بن تركي فشجاعته مذكورة ومناقبه معروفة مشهورة وكان يستعمله الإمام في سراياه فظهر منه شجاعة وإقدام ورأي ونقب وإبرام وكان لعبد الله بن محمد أولاد حاشية عبد الله هذا وعبد الله بن سعود بن محمد بن مقرن وهو جد الأسرة الحاكمة الآن وذرية الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن الموجودة اليوم هم من سلالته فقط لأن ذرية أخي عبد العزيز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن انقرضوا منذ سنة 1265 هجرية ولم يبق منهم أحد وقد أنجب عبد الله بن محمد بن سعود هذا خمسة أبناء هم الإمام تركي بن عبد الله وإبراهيم بن عبد الله وسعود بن عبد الله وزيد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله فأما تركي بن عبد الله فهو الجد الثالث لصاحب الجلال الملك المعظم فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود حفظه الله وأما ابراهيم بن عبد الله فهو والد عبد الله بن ابراهيم الملقب صنيتان وقد انقرضت ذرية آل صنيتان وأما سعود بن عبد الله وزيد بن عبد الله ومحمد فليس لهم عقب وما أشار إليه المؤلف هنا من أن عبد الله بن محمد هذا كان له أولاد مات أكثرهم في مصر لم يتناقله الرواة ولم يذكره أحد من المؤرخين غيره والله أعلم انتهت الحاشية وكان لعبد الله بن محمد أولاد مات أكثرهم في مصر ومنهم عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله وكان مؤازر لابن عمه الإمام فيصل في الرياض وأما مشار بن سعود بن محمد بن مقرن فإنه الذي وازر أخاه محمد بن سعود في نصر هذا الدين وابنه حسن بن مشاري الذي قاد السرايا وقاتل في الحصون والقرايا مع عبد العزيز بن سعود وله أولاد فرسان شجعان قتلوا في حرب إبراهيم باشا في الدرعية وابنه عبد الرحمن ولا يحضرني له شرح حال ولا سمعت له وقائع ولا قتال وابنه مشار بن عبد الرحمن هو الذي قتل ابن عمه الإمام تركي رحمه الله تعالى وأما ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن فإنه ضرير البصر ولكن الله فتح بصيرته لهذا الدين وكان عبدا لأخيه محمد بن سعود وهو المشير عليه بالقبول للشيخ والمؤاذرة له على هذه الدعوة ومن ذريته عبد الله بن تنيان بن إبراهيم بن تنيان المذكور ومنهم فيصل بن ناصر بن عبد الله بن تنيان الذي قتل مع الإمام فيصل في حرب الدلم كما يأتي إن شاء الله تعالى ومنهم محمد بن يوسف بن تنيان جاء من مصر وسكن عند الإمام فيصل وأما فرحان بن سعود فمن ذريته سعود بن إبراهيم بن عبد الله بن فرحان والباقون اليوم من آل مقرن كلهم من ذرية محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم وذرية أخيه عياف بن مقرن جد آل عياف منهم حمد وأخواه مشاري وسعود ومن أولادهم عبد العزيز بن مشاري الذي صار أميرا في الأفلاج شعرا من تلقى منهم تقول لا قيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري وأما آل وطبان أهل زبير فهم أولاد وطبان بن ربيعة بن مرخان بن إبراهيم أخو مقرن بن ربيعة قتل ابن عمه مرخان بن مقرن بن مرخان وجلال الزبير فيجتمع آل مقرن وآل وطبان في مرخان ويجتمعونهم وأهل ضرماء وأهل أبا الكباش في إبراهيم بن موسى هذا اختصار ما وجدت من تعريف أنسابهم وقد رأيت نقلا من كلام محمد بن سلوم أن قبيلة المردة من بني حنيفة من قبائل بكر بن وائل وذكر أنه نقله من كلام راشد بن خنين قاضي الخرج والله أعلم حاشية راشد بن خنين قاضي الخرج هذا هو من المناوئين للشيخ محمد بن عبد الوهاب والمعارضين لدعوة الإسلام والتوحيد وقد هجى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقصيدة قافية يرد عليها فيما بعد الشيخ سليمان بن سمحان جزاه الله خيرا انتهت الحاشية ولما من الله بتوفيقه وتيسيره بجمع أول هذا الكتاب وتصطيره وأفي بالمقصود من أخبار نجد وبذلت فيه الجد والجهد متحريا للصواب فيما نقلته من أفواه الرجال المشاهدين لتلك الوقائع والحروب والقتال وما وجدته مسطرا قبل ذلك من الأخبار بالوقائع في السنين السابقة قبلها عن العلماء المعتمد على خطهم ونقلهم وكان منتهى ذلك الكتاب على ما سلف آخر سنة سبع وثلاثين ومائتين وألب وهو وقت تركي بن عبدالله في بلد عرقة تلك السنة فجعلت مبتدأ هذا الجزء الثاني في أول دولته وولايته من أول السنة الثامنة لأنه مشتمل على ذكر حروبه وسياسته للرعاية وينتهي إلى ولاية ابنه الإمام فيصل بن تركي وما تخلل السني ولايته مما جرت به المقادير من نزع الملك من يده وما قضى الله من التيسير ورجوعه عليه وما جرى له من وقوع الفرج وزوال الحرج وظهوره على كل من حاربه وأساء إليه أحسن الله تعالى تقضي هذا الزمان على خير وعافية وأمان وعافانا والمسلمين من كل بلية ومتعنا بإمامنا في عيشة الرضية مرضية مستقيمين على سنة خير البرية اللهم يا من إذا دعاه المضطر أجابه افتح لأدعيتنا باب الإجابة وأنا أسأل من وقف على ذلك فرأى خللا أن يصبحه فإن بضاعتي مزجاه ومن شيم الأشراف ستر فوات الضعاف لا سيما وقد كنت في أيام تركي في غاية الاشتغال من مكايدة الزمان وتغير الأحوال وضيق المعيشة في تلك الأزمان مما يذيب القلوب ويشتت الأذهان ولم أكتب من سيرته وأخباره إلا اليسير وفاتني منها الكثير ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا للقول والعمل إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أحداث السنة الثامنة والثلاثين بعد مائتين وألف إلى السنة الثانية والأربعين بعد مائتين وألف من الهجرة ثم دخلت سنة الثمان وثلاثين ومائتين وألف وفي رمضان منها أقبل تركي بن عبدالله من بلد الحلوة المعروفة في الجنوب ومعه ثلاثين رجلا ليس معهم سلاح وقصد بلد عرقة فنزلها واستقر فيها وأول من ساعده وسار إليه حمد بي يحيى بن غيهب أمير بلد شقرة وأرسل تركي بن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود إلى سدير وكتب معه إلى سويد صاحب جلاجل أي يقدم إليه بما استطاع من الرجال وآلة الحرب فركب إليه سويد برجال من أهل جلاجل وسدير والمحمل ومناخ فقدم عليه في بلد عرقة فرفع راية الحرب وقصد الرياض ومنفوحة وفيهما عسكر لمحمد علي باشا مصر مع أبي علي البهلولي المغربي نحو ستمائة مقاتل وفارس فوقع الحرب بينه وبينهم ولم يلبث سويد ومن معه إلا مدة يسيرة ورجعوا إلى بلدانهم وبقي معه شردمة قليلة فلما رحلوا من عنده سار إليه أهل الرياض وأهل منفوحة وعسكروا الترك وحاصروها أشد الحصار فصبر لحربهم صبرا عظيما وقطعوا أكثر ثمار عرقة وبعض النخيل وذلك في أول السنة التاسعة ثم رحلوا عنها وبقي الحرب على حاله هذا وأهل حريملا وترمدا والخرج له محاربون ولأهل الرياض مظاهرون وأما أهل الوشم وسدير فإنهم قد توقفوا عنه بعدما تصالحوا فيما بينهم عن الحرب وفي هذه السنة نزل حسن أبو ظاهر ومن معه من عساكر الترك في بلد عنيزة بعدما رجعوا من جبل شمر فلما استقر حسن في عنيزة طلب من أهلها أموالا وحبس أمير البلد عبدالله الجمعي أو الجميعي ورجالا معه من رؤسائها فسلموا له بعض المطلوب ثم إن أهل عنيزة لما عرفوا غدره وأن ظلمه في زيادة قاموا عليه وعلى من معه من العساكر بالحرب فطلب الأمان هو ومن معه فأعطوهم الأمان وأخرجوهم منها صاغرين ونزلوا خارج البلد وأقبل إليه العسكر الذين في ثرمدة واجتمعوا به ثم ارتحلوا جميعا منها إلى المدينة وأبقى حسن أبو ظاهر محمد أغى ومن معه ست ماية رجل من الترك في قصر الصفا في عنيزة فلما رحل قام عليهم أهل البلد وطلبوا منهم أن يخرجوا ويلحقوا بأصحابهم بلا حرب فأبوا فقام عليهم أهل البلد وحربوهم ووقع بينهم قتال ورموا أهل البلد بالمدافع وقتل من الترك نحو سبعين رجلا ثم إنه وقع الصلح بينهم وأخرجوهم من القصر بالأمان وتركوا لهم ما بأيديهم من سلاح ومتاع ثم إن أهل عنيزة هدموا قصر الصفا ولم يبقى في نجد أحد من الترك إلا العسكر الذي في الرياض ومنفوحة حاشية تقع منفوحة في الجنوب الشرقي عن مدينة الرياض وتبعد عنها مسافة نصف ساعة بسير القدم وهي قديمة ذكرها ياقوت والهمداني وغيرهما وذكرها الآشى ميمون قيس المنفوح بقوله شاقتك من قتلت أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجري فركن مهراس إلى مارد فقاع منفوحة ذي الحائري ومنفوحة عامرة إلى اليوم وتحمل اسمها وقد امتدت بنيان الرياض إليها وأصبح على مقربة منها انتهت الحاشية ولم يبقى في نجد أحد من الترك إلا العسكر الذي في الرياض ومنفوحة ومناخ الرظيمة وفي هذه السنة في رجب مناخ الرظيمة الموضع المعروف في العرمة بين فيصل الدويش وأتباع ممطير والعجمان وغيرهم وبين ماجد بن عريعر وأتباعه من بني خالد وعنزه سبيع وغيرهم وقع بينهم قتال شديد يشيب من هوله المولود فانهزمت بنو خالد وأتباعهم هزيمة شنيعة وتركوا محلهم وأثاثهم وأغنامهم وغالب إبلهم فغنمها الدويش وأتباعه وقتل عدة قتلى من الفريقين وممن قتل من عنزه مغيليث ابن هذال وقتل من طير حباب بن كحيصان رئيس البرزان جليس سعود بن عبد العزيز وفي هذه السنة وقع الصلح بين سويد رئيس جلاجل وبين عبد العزيز بن جاسر بن ماضي وأهل عشيرة وغيرهم وهدأت الحرب في سدير وتزاوروا بينهم واجتمع بعضهم ببعض هذا وتركي بن عبد الله الذاك في بلد عرقة محاربا لأهل الرياض وأمره في قوة ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف وتركي بن عبد الله في بلد عرقة محاربا لأهل الرياض ومنفوحة وأهل الخرج وضرمى وثرمدة وحريملة وأكثر أهل بلدان نجد يكاتبونه بلا معاتبة ثم إنه عزم أن يسطو على ناصر السياري في ضرمى فسار إليه واستخلف في عرقة عمر بن عفيصان وليس معه إلا شردمة قليلة فدخل بلد ضرمى فوجد السياري في سطح المسجد وكان بطلا شجاعا فتعانقا وتصارعا فسقطا جميعا من أعلى الصطف ولم يفلته تركي حتى قتله واشتهرت هذه القضية في نجد وكان تركي رحمه الله تعالى له شجاعة وهمية يعجز عنها صناديد الأبطال والضراغم الأشبال فاستورى تركي على ضرمى وأقام فيها وفي ربيع أول من هذه السنة وقع الحرب بين أهل المجمعة وأهل حرمة وقتل بينهم عدة قتلى منهم حمد بن عثمان بن صالح أمير المجمعة زمن سعود سطوا أهل جلاجل وأهل الروضة وأتباعهم في بلد جلاجل وفيها انتقض الصلح بين أهل السدير ورئيس جلاجل وذلك أن محمد بن عبد الله بن جلاجل الذي كان أبوه عبد الله أميرا في جلاجل في زمن عبد العزيز بن سعود على جميع بلدان سدير كما تقدم خاف منه صاحب جلاجل سويد وأجلاه منه فقام عليهم بالحرب من أجل ذلك فلما طال عليهم ذلك وقطعهم عن معايشهم جنح كل منهم للصلح فتصالحوا كما سبق وركب محمد بن جلاجل إلى بغداد قاصدا بن عمه راشد بن عثمان بن جلاجل وكان راشد ذا شجاعه وحمية ومال فلما قدم عليه ذكر له الذي صار عليه من صاحب جلاجل وأنه أجلاه وأخذ نقله وماله فساعده وظهر معه من بغداد وانتدب للحرب وبذل فيه المال وساعدهم ابراهيم بن فريح بن حمد بن ماضي صاحب بلد الروضة وظهروا جميعا من بغداد فلما قدموا بلد الزبير جمع راشد رجالا من أهل سدير وغيرهم وخرجوا إلى نجد في نحو من خمسة وعشرين مطية فقدموا إلى سدير وقاموا يتشاورون في الحرب أو الصلح بينه وبين رئيس جلاجل وأقبلوا في ذلك وأجبروا وطمع مضرمة الفتم في المال فأضرموا الحرب وانتقضوا الصلح فلما كان ليلة ست وعشرين من رمضان اجتمعوا في بلد التويم وفيهم صناديد أهل سدير من أهل عشيرة وغيرهم وقصدوا بلد جلاجل في تلك الليلة ليسطوا فيه فصرف الله قلوبهم وأعمى أبصارهم فتهاووا بين البلدين ولم يدروا إلا وهم راجعون إلى التويم لما لله في ذلك من الحكمة البالغة والدماء التي لم يبلغ أجلها ولم يرد الله إرهاقها في تلك الليلة فأقاموا في التويم ذلك اليوم ولم يبلغ خبرهم أهل جلاجل فلما كانت ليلة سبع وعشرين من رمضان المذكور ساروا صاطين في بلد جلاجل ولم يعتبروا بما مضى لهم في الليلة الأولى فقصدوا أهل عشيرة وأتباعهم في شرقي البلد ورئيس محمد بن ناصر بن حمد بن ناصر بن عشري وتسوروا جدار البلاد وقصد راشد بن جلاجل وابن أخيه محمد وأتباعهم من أهل الروضة والتويم وغيرهم شمالي البلد وعلقوا السلالم وتسوروا الجدار وقصدوا القصر فوصلوا إلى المجلس ودخل سويد وأتباعه قصرهم وأصاب أهل البلد أولا كآبة ووهن ووصل أهل عشيرة مسجد الجامع ونزلوا البيت الذي على المسجد يرمون منه القصر فتراجع أهل البلد وظهر سويد من قصره ومعه محمد العميري ورجال من أهل فادق والمجمع وحصل بينهم ضرب بالبنادق بين القصر والمجلس فضرب إبراهيم بن فريح بن ماضي ببندق وهو سردال هذه السطوة فخر صريعا ومات من ساعته وجرح فيهم جراحات كثيرة فولوا منهزمين وخرجوا من البلد ثم رجع سويد وأتباعه على أهل عشيرة وهم في المسجد فأخرجوهم منه واحتصر بعضهم في البيت ثم هرب بعضهم وقتل باقيهم صبرا وقتل في هذه الوقع الصناديد السطوة وأبطالهم حتى أنه قال رئيس المجمع لما بلغه خبرهم لو جمعوا هؤلاء لوليمة لم يتفق اجتماعهم وممن قتل منهم محمد بن ناصر رئيس أهل عشيرة حار في البلد ثم دخل في بيت واختفى فيه فعلم به سويد بعد الظهر فأخرجه منه وقتله صبرا وموسى بن عبد العزيز بن موسى قتل صبرا وثلاثة رجال من أهل عشيرة وناصر بن عبد الله بن فوزان بن حمد بن مانع ابن عشري من أهل عشيرة قتل صبرا ومن مشاهير بلد الروضة إبراهيم بن فريح بن ماضي ومحمد بن عبد الله قتل صبرا وعبد الله بن سليمان الكليبي قتل صبرا ومن أهل التوين محمد بن زامل بن دريس قتل صبرا وغيره وعدة من قتل من تلك السطوة 21 رجلا وقتل من أهل جلاجل اسليمان بن فوزان بن سويلم من رؤساء أهل بلد ثادق جلس عند سويد حمية له ومعه رجال من أهل المحمل وقتل محمد بن عبد الله العبادي من شجعان أهل جلاجل وعدة من قتل منهم ستة رجال ثم إن راشد بن جلاجل وأتباعه أرادوا أن يصطوا مرة أخرى وعملوا السلالم ورجعت الفتنة بكرا فأطفأها الله تعالى على يد الفارس الهمام والليث الضرغام الإمام ترك بن عبد الله بن محمد بن سعود فلما كان منتصف شوال من هذه السنة وأهل السدير في غاية الفتنة وسد أهل جلاجل باب بلدهم الشرقي وهم يرتبون السطوة عشية أو بكرة إذ أقبل ترك بن عبد الله من بلد ضرمو وعمعه ابن السياري فنزل بلد فادق وكتب إلى أهل السدير أنه من كان منكم في السمع والطاعة فليسكن عن الحرب والفتنة ويقبل إليه فلما ورد عليهم رسوله بكتابه لم يسعهم إلا المتابعة والسمع والطاعة فركب إليه جميع رؤساء السدير وبايعوه ثم أنه استنفر أهل المحمل فنفروا معه وسار بهم ومعه القاضي الشيخ محمد بن مقرن إلى سدير فدخل بلد جلاجل وبايعه أهلها وكتب إلى مزيد بن محمد بن عثمان رئيس بلد المجمعة يدعوه إلى الطاعف فلم يجبه فاستنفر عليه أهل السدير وقصده في بلده فحاصره ساعة من نهار فظهر إليه الشيخ القاضي عثمان بن عبد الجبار ومعه أربعة رجال من رؤساء البلد فبايعوه وصالحوه على البلد فدخلها وأخرج مزيد بن محمد من القصر وجعل فيه مرابطة رئيس محمد بن صقر من أهل العمارية وبايعه أهلها على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وأقام فيها نحو شهر وأخذ منها خياما وجدها بعد عسكر الترك وسلاحا ودراهم وقتل من أهلها علي بن عبد المحسن بسبب كلام تعرض فيه آل سعود ووفد إليه رئيس الغاط أحمد بن محمد سديري وأهل الزلفي وكاتبه أهل شقر وغيرهم من أهل الوشم فلما عزم على الرحيل منها استنفر أهل الزلفي والغاط ومنيخ وسدير فساروا إليه فقصد بهم حريملة ونازل أهلها وحصل بينهم حرب وقتال ورئيس مقاتلة حريملة إذاك ناصر بن ناصر بن راشد الذي قتله ولد الصميط في الزبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقتل عدة قتلى من الفريقين ثم إن الإمام حشد بالمسلمين على البلد والسلالم بأيديهم وتكلم لرئيس البلد حمد بن بارك وكان رجلا عاقلا وحلف له أنه إن غاب القمر ولم تخرجوا إلي للصلح لأنزلن بالمسلمين في وسط البلد فخرج إليه حمد وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وصالحه على نخيل آل راشد وما كان بأيديهم وولاية بلده فعطى التركي ما طلب ووفى له بذلك ثم سار منها إلى منفوحة واستنفر معه أهل حريملة فنزل عليها ووقع في قلوب أهلها الرعب وطلبوا الصلح وخرج إليه أميرها إبراهيم بن سلامة بن مزروع وبايعه وأخرج من فيها من العسكر منازلت الإمام تركي لأهل الرياض والعساكر المصرية واستلائه عليها ثم دخلت سنة أربعين ومائتين وألف وفي أولها سار تركي رحمه الله تعالى بجنوده من منفوحة ونازل أهل الرياض وفيه العساكر المصرية وحصل بينهم وقائع عديدة قتل من الفريقين عدة قتلى ثم أمر تركي من معه أن يصرموا نخيل الرياض فصرموها وذلك بعدما اصفرت وحمرت ودمروا زروعها إلا ما حمته القلعة ودام الحصار إلى نحو شهر ورئيس العارض إذ ذاك عبدالله بن حمد بن ناصر العائدي ملكها بعد أخيه ناصر لما قتل في وقعة الحائر كما تقدم ثم أقبل فيصل الدويش بجميع عربانه فزعا لأهل الرياض فرحل تركي ونزل بجنوده إلى بلد عرقة وأقام الدويش عند أهل الرياض أياما ثم رحل عنهم فرجع إليهم تركي بجنوده المسلمين وحاصرهم أشد الحصار ثم أن أبا علي المغربي رئيس العساكر الذين في الرياض طلب المصالح له من تركي ولأهل العارض وللعساكر الذين في العارض فصالحه تركي على أنه يخرج بعساكره من الرياض ويذهب إلى أوطانه هو ومن معه وجميع أهل العارض وأميرهم عبدالله بن ناصر في أمان فتم الصلح على ذلك فأمر تركي على ابن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود أن يدخل بلد الرياض ويضبطها وأرسل معه رجالا وأمر على العسكر يتجهزون للرحيل ويخرجون وقدم عليه رئيس حوطة بني تميم بغزوه وصاحب الحريج بغزوه ولم يبقى إلا أهل الخرج لأن الذين أجلاهم آل سعود إلى الشمال هم الرؤساء فيهم إذ ذاك عادوا بعد هدم الدرعية إلى أوطانهم ثم رحل تركي بجنود المسلمين وقصد ناحية الوشم ونزل ثرمدا فبايعه رئيسها سلطان ابن عبدالله العنقري على السمع والطاعة ثم رحل معه ومعه سلطان المذكور بغزوه من أهل ثرمدا ودخل بلد شقرا ونزل بمن معه من المسلمين في بيوت في وسط البلد لأن أهل البلد بلد شقرا أهل صدق ونصح مع المسلمين وكأن تركي خاف على أن أبا علي المغربي إذا وصل ثرمدا ينزلها بعساكره ويحارب فيها وتشتد وطأته فبلغ من رأيه أن ينزل شقرا فنزلها وأقام فيها نحو شهر حتى قدم عليه أبو علي وعساكره وسافروا منها إلى المدينة ومنها إلى مصر ووفد عليه في شقرا يحيى بن سليمان أمير عنيزة ومعه رجال من رؤساء بلده وبايعوه على السمع والطاعة وكاتبه رؤساء القصيم ثم وفدوا عليه بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى ثم رحل الإمام تركي من شقرا واستعمل فيها وفي ناحية الوشم أميرا أحمد أبي يحيى بن غيهب وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وسار إلى الرياض مصرورا منصورا واستوطنة وفي رمضان من هذه السنة استنفر الإمام تركي رحمه الله رعاياه من سدير والوشم والمحمل والعارض والفرق والأفلاج وقصد ناحية الخرج ونازل أهل معجان واستولى على بلدهم وخرج إليه رئيس بلد الدلم زقم بن زامل بجنوده وحصل بينهم قتال فانهزم إلى بلده وقتل من أصحابه عدة رجال ثم إنه رحل وحاصر أهل الدلم فطلبوا الصلح فأرسل إليهم حمد بن بارك بن راشد رئيس بلد حريملا فدخل على زقم في قصره وانفصل الصلح على أن زقم بن زامل يخرج هو ومن معه في القصر على دمائهم وما كان لزقم من المال فهو لتركي فتم الصلح على ذلك واستولى تركي على الدلم وأخذ جميع ما كان لزقم وأتباعه من خيل وسلاح وسار بزقم إلى الرياض ثم سار جيش من المسلمين إلى بلد السلمية فلما وصلوها سلمت لهم البلد واحتصر رئيسها مشعي بن بارك في قصره مدة أيام ثم أنزلوه بالأمان على ما في قصره من الرجال والسلاح والمتاع ثم أرسل إلى كليب البجادي في اليمامة يدعوه إلى المبايع فبايعه هو وأهل بلده وصارت تلك الناحية كلها سامعة مطيعة ورحل تركي إلى بلده وأذن لأهل النواحي يقصدون أوطانهم وفي هذه السنة استعمل الإمام تركي الشيخ محمد بن مقرن قاضيا في المحمل وحراملة وكان الشيخ الجليل مفيد الطالبين عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين إذ ذاك قاضيا في الوشم فأمر عليه التركي أن يكون أيضا قاضيا في سدير فسار إليه ونزل الروضة وتوجهت إليه الخصوم ورحل إليه طلبة العلم من أهل سدير أمنيخ وأخذوا عنه فكان يأخذ بعض السنف في سدير وبعضها في الوشم واستعمل تركي على بيت مال سدير أحمد بن ناصر الصانع وكان رجلا حليما جوادا من أوفر أهل زمانه عقلا وسمتا وكرما وفيها غرس الشيخ محمد بن مقرن بن سند القرنية البلد المعروف عند حراملة وسكنها وأكثر مقامه في حراملة وفي شعبان منها أقبلت قافلة من البصرة والزبير لأهل سدير والوشم والقصيم والزلفي والعارض وغيرهم رئيس القافلة علي آل حمد من أهل الزلفي ومعهم أموال عظيمة من الهدم والقماش والحرير وغير ذلك فاعترضهم مشعان أبم غيليث بن هدال وأتباعهم من قبائل عنزف في جراب الماء المعروف فحصل بينهم قتال فأرسل مشعان إلى علي آل حمد أن يأتي إليه للصلح وكان ذلك مكرا وخديعة منه فأتى إليه فحبسه وكان في القلعة عدة رجال من قرابته وجماعة أهل الزلفي فنادى مناديه إنكم يا أهل الزلفي تعلمون أن كبيركم عندنا فإن بادرتمونا بالحرب قتلناه فتخاذلوا خوفا أن يقتل علي آل حمد وأخذ مشعان ومن معه جميع القافلة وأقبل أهلها يمشون حفاة على أرجلهم مسلوبين أموالهم وركابهم وسلاحهم ولباسهم فلم يلبث بعدها مع شعان إلا نحو خمسين يوما حتى قتل وذلك أنه لما أخذها سار إلى بلد الغط وتزوج بنت محمد سديري ثم رحل إلى الشماسية المعروفة في القصيم فسار إليه فيصل الدويش بعربانه من طير ومعهم عسكر من المغاربة والترك وبمضيان من حرب فوقع بينهم وبين مشعان ومن معه من قبائل عنز قتال فقتل مشعان في مجاولة الخيل قتله فارس من عسكر الترك وذلك بعد من هزم الدويش وأتباعه وقتل من أتباع الدويش سعدون بن فراج وغيره وأخذ قبائل عنزه من أتباع الدويش ركائب وأمتع كثيرة وهذه من العبر الكبار المنبهة على قدرة العزيز الجبار إن هذا الباغي على تكبره وعتوه قتل في هزيمة عدو وفيها سار أحمد باشا رئيس مكة بعسكر كثير ومعه عدد من أشراف مكة وغيرهم فقصد بلدان عسير ورئيس عسير الداك سعيد بن مصلط وكان مشهورا بالديانة والعبادة فوقع بينهم وبين عسير قتال ثم إن الله تعالى أمضى أمرا من خوارق العادات وذلك أنهم لما أمعنوا في ناحية عسير ونزلوا في وادي السرح من أرض تهامة أنشأ الله سبحانه القادر القاهر سحابة فأرعدت وأبرقت ورمت هذا العسكر ببرد لا يعرف له نظير وهلك غالب العسكر ولم ينج منهم إلا القليل قيل إن الذين سلموا منهم نحو خمسين رجلا فانهزموا إلى الحجاز ولم يقم لهم بعد هذه الآية قائمة مدة سنين وكان إذ ذاك عسكر عسير ليسوا ببعيد منهم فلم يصبهم من ذلك البرد شيء ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف وفيها أقبل مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود هاربا من مصر فقدم على خاله تركي بن عبد الله في الرياض فأكرمه وأعطاه عطايا جزيلة واستعمله أميرا في بلد منفوحة وفيها استعمل الإمام تركي عمر بن محمد بن عفيصان أميرا في ناحية الخرج وفيها توفي الشيخ القاضي عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد قاضي ناحية سدير في أول ولاية تركي وكان قبل ذلك قاضيا في جبل شمر عند محمد بن علي رئيس الجبل زمن سعود بن عبد العزيز فلما خربت الدرعية أقبل من الجبل إلى بلده جلاجل وسكنها وفيها توفي أمير عسير سعيد بن مصر وكان شجاعا مطاعا وتولى بعده في عسير علي بن مجتل أو بن مجتل وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير حاشية ذكرنا في تعليقنا على الجزء الأول أن سنورد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ترجمة حافلة في الجزء الثاني وقد ترجم له المؤلف هنا رحمه الله فأغنى عما وعدنا به من الترجمة للشيخ المذكور رحمه الله وعفى عنه انتهت الحاشية وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير البحر الزاخر الغزير مفيد الطالبين المحفوف بعناية رب العالمين جامع أنواع العلوم الشرعية ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والأثار السلفية وارث العلم كابرا عن كابر الذي صارت الأصاغر بإفادته شيوخا أكابر قاضي قضاة الإسلام والمسلمين مفتي فرق الأنام الموحدين ناصر سنة سيد المرسلين الموفق للصواب في الجواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب متع الله المسلمين بحياته وأفاض عليهم من علومه وبركاته فقدم على الإمام ترك بن عبد الله قدس الله روحه ففرح به وأكرمه غاية الإكرام واغتبط بضلعته خاص المسلمين والعام فعظموه وأقاموا بما يستحقه من الإعظام وبذل نفسه للطالبين وانتفع بعلمه كثير من المستفيدين فممن انتفع به وتفقه عليه حتى صار قاضيا يرجع في الفتوى إليه من ذريته وذرية جده محمد بن عبد الوهاب عدد كثير منهم العالم الفاضل ذو الأخلاق المرضية حاول علوم الأدبية والشرعية الملحوظ بعين التشريف ابنه الشيخ عبد اللطيف قدم من مصر سنة 64 ومائتين وألف ومعه كتب كثيرة وانتفع الناس بعلمه وكان عنده حلقة في التدريس وكان أخذ العلم عن أبيه في مصر وأخذ أيضا عن غير أبيه واستعمله الإمام فيصل قاضيا في الأحساب ثم كان قاضيا مع أبيه في الرياض وتفقه عليه أيضا الشيخ العالم عبد الرحمن ابن القاضي حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حاشية عبد الرحمن ابن القاضي حسين تقدم في تعليقنا على الجزء الأول بيان ذريته الموجودين اليوم انتهت الحاشية وكان قاضيا في ناحية الخرج وتفقه عليه أيضا الشيخ العالم الفقير حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي الإمام تركي في الرياض حاشية وحسن ابن حسين ابن الشيخ محمد تقدم في تعليقنا على الجزء الأول ولم تطل مدته ما تشابا سنة 45 وتفقه عليه أيضا الشيخ العالم عبد الملك ابن حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب القاضي في حوطة بني تميم للإمام فيصل حاشية والشيخ عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تقدم في تعليقنا على الجزء الأول أنه جد آل الشيخ سكنت حوطة بني تميم انتهت الحاشية وتفقها عليه أيضا الشيخ حسين بن محمد بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب القاضي في الحريق للإمام فيصل وتفقه عليه أيضا الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبدالرهاب وأخذ عنه ممن لم يلي القضاء من ذرية الشيخ وهو الآن في طلب العلم يترقى حسن بن علي بن حسين وأبناء الشيخ محمد بن علي بن الشيخ وهم عبدالله وعبدالعزيز وعلي وعبدالرحمن وأبناء القاضي علي بن حسين وهما عبدالله وحسن وأما محمد بن الشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكان من الطالبين المجتهدين وكل هؤلاء من ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأما من أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن من غير قرابته من علماء نجد فعدد كثير وجم غفير من من ولي القضاء وغيرهم فمنهم الشيخ العالم المشار بالتعظيم إليه والمتفق بالثناء عليها الشيخ عبد العزيز بن القاضي عثمان بن عبد الجبار بن شبانة حاشية آل شبانة من وهابة تميم قاضي بلدان منيخ والزلفي والغاط للإمام تركي ثم لابنه فيصل وأخذ عنه أيضا العالم الضرير الشيخ عبد الله بن نصير القاضي في الرياض للإمام تركي ثم فضرم وتوفي فيها رحمه الله تعالى حاشية عبد الله بن نصير من مطار فتانزة انتهت الحاشية وأخذ عنه أيضا العالم المفيد ذو القول السديد والفعل الحميد الشيخ ناصر بن القاضي في الرياض للإمام تركي ثم في بلد الحلوة وأخذ عنه أيضا الشيخ العالم الورع ذو الإتقان الشيخ محمد بن سلطان قاضي بلد عرقة للإمام تركي ثم لابنه فيصل وأخذ عنه أيضا الشيخ الفقيح عبد الرحمن بن حمد الثميري حاشية الثمارة من قبيلة زعب نسبة إلى زعب ابن مالك ابن تحفاف ابن امرأ القيس ابن بهشة ابن سليم من قيس عيلان وقبائل زعب اليوم قليلة في جزيرة العرب لأنها نزحت فيما يقال إلى المغرب انتهت الحاشية القاضي في سدير للإمام تركي ثم كان قاضيا في الزلف للإمام فيصل وأخذ عنه أيضا الشيخ حمد بن عتيق القاضي في الحلوة ثم جعله فيصل قاضيا في الأفلاج وأخذ عنه أيضا الشيخ عبد الله بن جبر القاضي في منفوحة وأخذ عنه أيضا الشيخ محمد بن براهيم بن سيف القاضي في جبل شمر عند ابن رشيد إلى أمات رحمه الله تعالى وأخذ عنه أيضا العالم البحر الغزير الفقيه النحرير عبد العزيز بن حسن بن يحيا القاضي في حراملاء والمحمل للإمام فيصل وأخذ عنه أيضا الشيخ ذرد راية والعرفان محمد بن براهيم بن عجلان القاضي في الحرير وأخذ عنه أيضا الشيخ عبد الله بن علي بن مرخان القاضي في ضرمة للإمام فيصل وأخذ عنه أيضا الشيخ حمد بن عبد العزيز ابن القاضي محمد بن عبد العزيز قاضي بلد ثادق للإمام فيصل وأخذ عنه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن عدوان حاشية عبد الرحمن بن عدوان هذا هو أحد قضاة الرياض زمن الإمام فيصل بن تركي وهو من العزعيز من تميم انتهت الحاشية وأما من أخذ عنه من من لم يلي القضاء فعدد كثير ونفع الله الطلبة بعلمه بحيث أن الطالب لا يلبث إلا يسيرا عنده حتى يكون فائقا بفهمه فضربت إليه آباط الإبل من أخطار نجد والأحسى وظهرت آثار البركات من تعليمه وفشا كيف لا وهو من شجرة مباركة أضاء نور طالعها للمسلمين وفشا ولاح وميض برقه حين غشا فكان سنا برقه يذهب بالأبصار يهدي الله لنوره من يشا اللهم يا سميع الدعاء يا إله الأرض والسماء نسألك بأسمائك الحسنى أن تجزيهم عنا وعن المسلمين أحسن ما جزيت من دعا إلى توحيدك وأن تجعل العلم النافع فيهم وفي عقبهم باقيا إلى يوم لقائك وشهودك وقد صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن مصنفات في الأصول والفروع أكثرها ردا على أهل المقالات ومن غلط منهم في الصفات حاشية للشيخ عبد الرحمن بن حسن ردود فات المصنف ذكرها وهي القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس طبع والمقامات رد بها على أحد المعاصرين له من أهل حوطة سدير وبيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد الحميد طبع والمحجة في الرد على صاحب اللجة محمد بن عبد الله بن علي بن حميد صاحب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة وبن حميد من أهل أنيزة وقد توفي ببلدة الطائف سنة 1253 هجرية وللشيخ عبد الرحمن بن حسن رسائل وأجوبة على مسائل علمية متنوعة طبعت في مجموع الرسائل والمسائل النجدية في مطبعة المنار بمصر ثم في مطبعة أم القرى بمكة على نفقة الملك عبد العزيز وطبعت أخيرا في بيروت على نفقة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله انتهت الحاشية وله مصنف فيما يحل ويحرم من الحرير فمن طالعه دله على علمه الغزير ردا على من أباح لبس المحرمة الروغان التي ابتلي الناس بلبسها في هذا الزمان واختصر شرح التوحيد لسليمان بن عبد الله بن الشيخ الذي سبق ذكره لأنه مات قبل أن يتم وقد كان متنبها فطنا لدسائس أهل البدع كتبت له مرة ودعوت له في آخر الكتاب وقلت في ختام الدعاء إنه على ما يشاء قدير فكتب إلي وقال في أثناء جوابه إن هذه الكلمة اشتهرت على الألسن من غير قصد وهو قول الكثير إذا سأل الله تعالى قال وهو القادر على ما يشاء وهذه الكلمة يقصدون بيا أهل البدع شرا وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير وليس في القرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلا لأن القدرة الشاملة كاملة والعلم صفتان شاملتان تتعلقان بالموجودات والمعدومات وإنما قصد أهل البدع بقولهم وهو القادر على ما يشاء أي أن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة انتهى وكتبت إليه مرة أهنيه بقدوم ابنه الشيخ عبداللطيف من مصر وتوسلت إلى الله تعالى في دعائي بصفاته الكاملة التي لا يعلمها إلا هو فكتب إلي فقال وقد ذكرت وفقك الله في وسيلة دعوتك جزاك الله عني أحسن الجزاء عن تلك الدعوات قلت وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت فاعلم أيها الأريب الأديب أن الذي لا يعلمها إلا هو كيفية الصفة وأما الصفة فيعلمها أهل العلم بالله كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول ففرق هذا الإمام بين ما يعلم من معنى الصفة على ما يليق بالله فيقال استواء لا يشبه استواء المخلوق ومعناه تابت لله كما وصف به نفسه وأما الكيف فلا يعلمه إلا الله فتنبه لمثل هذا فالإمام مالك تكلم بلسان السلم فانظر إلى سعة علومه والطلاعاته ومفهومه وما لديه من التحقيق والتدقيق وكان كثيرا ما يتعاهد أهل بلدان نجد بالمراسلات والنصائح يعلمهم ما يجب عليهم من أمر دينهم ويذكرهم نعمة هذا الدين واجتماع شمل أهل الإسلام عليه وما من الله به على أهل نجد في آخر هذا الزمان وورد علينا منه رسالة بعثها إلى بلدان نجد وأحببت أن أذكرها في ترجمته هذه لأنه ذكر فيها بدأ وأمر الشيخ جده محمد بن عبد الوهاب وأول ظهور هذا الدين على يديه في نجد رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالذي أوجب هذا الكتاب ذكر ما أنعم الله به عليكم من نعمة الإسلام الذي عرفكم به وهداكم إليه وتسمون به فلا يعني باسم المسلمين إلا أنتم وما أعطاكم الله تعالى في هذا الدين من النعم أكثر من أن تحصر لكن منها نعم كل واحدة منها حصولها على نعمة عظيمة لأن المعارض لها قوي جدا أولها كون الدعوة إلى دين الإسلام ما قام في بيانها والدعوة إليها إلا رجل واحد فلما شرح الله صدره واستنار قلبه بنور الكتاب والسنة وتدبر الآيات وطالع كتب التفسير وأقوال السلف في المعنى والأحاديث الصحيحة سافر إلى البصرة ثم إلى الأحسى والحرمين لعله أن يجد من يساعده على ما عرف من دين الإسلام فلم يجد أحدا كلهم قد استحسن العوائد وما كان عليه غالب الناس في هذه القرون المتأخرة إلى منتصف القرن الثاني عشر ولا يعرف أن أحدا دعا فيها إلى توحيد الله وأنكر الشرك المنافي له بل ظنوا جواز ذلك واستحبابه وذلك قد عمت البلوى من عبادة الطواغيت والقبور والجن والأشجار والأحجار في جميع القرى والأمصار والبوادي وغيرهم فما زالوا كذلك إلى القرن الثاني عشر فرحم الله كثيرا من هذه الأمة بظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان قد عزم وهو بمكة أن يصل الشام مع الحاج فعاقه عائق فقدم المدينة وقام بها ثم إن العليم الحكيم رده إلى نجد رحمة لمن أراد أن يرحمه بمن يأويه وينصره وقدم على أبيه وصنوه وأهله ببلد حريملا فبدأهم بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والبراءة منه ومن أهله وبين لهم الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وكلام السلف فقبل منه من قبل وهم الأقلون وأما الملأ والكبراء الظلمة الفسقف فكرهوا دعوته فخافهم على نفسه وأتى العينة وأظهر الدعوة بها وقبل منه كثير منهم حتى رئيسهم عثمان بن حمد بن عمر ثم إن أهل الأحسى وهم خاصة العلماء أنكروا دعوته وكتبوا شبهات تبين عنها جهلهم وظلالهم وأغروا به شيخ بني خالد فكتب لبن عمر أنه يقتل هذا الشيخ أو يطرده فما تحمل مخالفته فنفاه من بلده إلى الدرعية فتلقاه محمد بن سعود بالقبول وبايعه على أن يمنعه مما يمنع منه أهله وولده وهذه أيضا نعمة عظيمة وكون الله أتاح له من ينصره ويأويه والذي أقوى من بن سعود لم يحصل منه ذلك وصبر محمد على عداوة الأقصى والأدنى من أهل نجد والملوك من كل جهة وبادأهم إدهام بن دواس بالحرب فهجم على الدرعية على حين غفلة من أهلها وقتل أولاد محمد فيصل وسعود فما زاد محمد إلا قوة وصلابة في دينه على ضعف منه وقلة في العدد والعدة وكثرة من عدوهم وذلك من نعمة الله علينا وعليكم فرحم الله هذا الشيخ الذي أقامه الله مقام رسوله وأنبيائه في الدعوة إلى دينه ورحم الله من آواه ونصره فلله الحمد على ذلك وفيما جرى من ابن سعود شبه مما جرى من الأنصار في بيعة العقبة ثم إن بني خالد وأهل نجد وأهل العراق والأشراف والبوادي وغيرهم تجردوا لعداوة هذا الشيخ ومن كان آواه ونصره وأقبلوا على حربهم بجدهم وجنودهم فأبطل الله كيد من عاداهم وكل من رام من هؤلاء الملوك وأعوانهم أن يطفئ هذا النور أطفأ الله ناره وجعلها رمادا وجعل كثيرا من أموالهم فيئا للمسلمين وهذه عبرة عظيمة ونعمة جسيمة ثم إن الله بفضله وإحسانه أظهر هذا الدين في نجد وأذل من عاداه فعمت النعمة أهل نجد وموالاهم شرقا وغربا وحفظ الله عليكم نعمة الإسلام التي رضيها سبحانه لعباده دينا فلم يقدر أحد أن يقدرها بقوته وقدرته فاشكروا الله ربكم وأقبلوا على التوحيد تعلما وتعليما والأمر بما يحبه من طاعته والنهي عما نهى الله عنه من المعاصي فالواجب علينا وعليكم التواصي بهذه النعمة العظيمة والتنافس في هذا الدين الذي من الله به عليكم وهو الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه وأكمله ورضيه لعباده كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد الآيات فأحذروا نسيان ربكم عما افترضه عليكم وأقبلوا على توحيده وطاعته واطلبوا بذلك الجنة والنجاة من النار فكونوا أئمة في هذا الدين الذي هو معنى لا إله إلا الله وقد بين الله معناه في آيات كثيرة من كتابه فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله وإخلاص العبادة لله وحده وذلك في آي كثير فمن ذلك قوله تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين فقوله فأقم وجهك فيه الإخلاص وحنيفا فيه نفي الشرك ولا تكونن من المشركين فيه البراءة منهم ومن دينهم قال تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين إلا لله الدين الخالص والآيات في معنى لا إله إلا الله أكثر من أن تحصر كقوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه والمراد فتح الباب لكم في معنى التوحيد الذي فيه الفلاح والنجاح وصلاح الدنيا والآخرة فلا تنسوا ربكم بالإعراض عن الهدى فينسيكم أنفسكم ومن عقوبة الإعراض عمي البصر في الدنيا والآخرة ولا باق معكم إلا دينكم لمن من الله عليه بحفظه والإقبال عليه والعمل به وإلا تفهمون أن الدنيا ما للإنسان منها إلا ما كان لله وغير ذلك زائل هذا ما نوصيكم به وندلكم عليه عامة والعلماء والأمراء خاصة فيجب عليكم أن تكونوا صدرا في هذا الدين بالرغبة فيه والترغيب وأن تكونوا سندوا وعونا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويتفقدون أهل بلدهم في صلاتهم وتعليمهم دينهم وكفهم عن السفاهة وما يحرم عليهم لأن الله سائلهم عنه ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين هذا آخر الرسالة حاشية عاصر الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب هذه الرسالة ستة من ملوك آل سعود الذين تعاقبوا على الحكم وهم الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وابن سعود بن عبد العزيز وابن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز ثم الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وابن الإمام فيصل بن تركي وابن عبد الله بن فيصل بن تركي ومات الشيخ عبد الرحمن في أول حكم عبد الله بن فيصل سنة 1285 هجرية رحمه الله تعالى انتهت الحاشية وفي هذه السنة تأمر في بلد زبير بن ناصر بن راشد وكان قد جلا عن حريملا لما فتحها الإمام تركي بن عبدالله وذلك أن أهل الزبير وقع بينهم وبين أميرهم محمد بن ابراهيم بن ثاقب أبو وطبان وغر في القلوب وحقد في الصدور من أجل ما فتح الله عليهم من الدنيا وزينتها وكثر رجالهم وأموالهم وخدمهم وأعوانهم فكثر فيهم التنافس وطلبوا الرئاسة وهذا هو دأبهم الذي أجلاهم من نجد فلم يقبلوا الدخول في جماعة المسلمين وكان في بلد الزبير تاجر كبير يقال له يوسف بن زهير حاشية آل زهير من قبيلة ربيعة من بلد العرب وأول من نزح منهم إلى جنوب العراق هو يحيى بن سليمان بن محمد بن زهير وولداه يوسف وسليمان قصدوا جنوب العراق وحلوا في بلدة الزبير سنة ألف ومائة وستين من الهجرة وأخذوا بأسباب البيع والشراء فوسع الله عليهم فتحصلوا على أموال طائلة وصار لهم جاه وشعبية عظيمة في بلدة الزبير والبصرة وغيرهما وذلك لما كانوا يتصفون به من كرم الأخلاق والمروءة الكاملة والسخاء انتهت الحاشية وكان في بلد الزبير تاجر كبير يقال له يوسف بن زهير صاحب بذل وعطاء وعنده من الأموال والنخيل في البصرة وغيرهما ما لا يحصى فلما توفي خلف أولادا أكبرهم اسمه علي فلم يزل يحاول طلب الرئاسة إلى أن اقتضى رأيه أن يجعل ناصر هذا أميرا لأنه هو وعشيرة من أعوانه والقول والتدبير له ثم زاد في السعي والتدبير في طلب الرئاسة إلى أن سعى في قتل سليمان بن عبدالله صميق وهو من رؤساء أهل بلد حرمة الساكنين في الزبير بأناس من آل راشد فقتلوه فوتبوا أهل حرمة بعد ذلك على ناصر الأمير فقتلوه فثارت بينهم الفتن وحل بهم البلاء والمحن وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين وألف وفيها بعث الإمام تركي بن عم مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود يغزو أهل العارض والمحمل وسدير فأغاروا على آل عبيد الله من بني خالد وهم في حفر العتق المعروف وأخذ المسلمون كثيرا من أغنامهم وأثاتهم وجرح مشاري جرحا خفيفا لأنه باشر القتال وفيها غلت الأسعار وقلت الأمطار ومات في سدير والقصيم خلق كثير جوعا وفيها استعمل الإمام تركي محمد بن عبد الله صاحب ضرما أميرا في سدير ونزل قصر المجمعة وفي جمادة الأول منها توفي الشجاع المقاتل في البحر رحمة بن جابر بن عذبي رئيس الجلاهمة من بني عتبة أهل البحرين وأهل الكويت وكان نادرة وقته بأسا وشجاعة وكان سعود قد استعمله في الخوير والدمام محاربا في البحر فصار له هيبة وأرسل إليه سعود رجالا يقاتلون معه وكثرت عوانه فحارب أهل البحرين ومسكه وغيرهم حربا شديدة وله معهم وقعات تقدم بعضها في أول الكتاب فلما نفذ القدر في آل سعود بالتفرق والجلاء نزل الدمام وقام مدة مصالحا لأهل القطيف والبحرين ثم وقع بينه وبين آل حميد رؤساء الأحسى والقطيف محاربات في القطيف فصالحوه على شيء يدفعه إليه من المال ثم انتقض الصلح بينهم وقام في حرب البحر كله من أهل البحرين والقطيف وبني خالد وغيرهم فاجتمع جنود عظيمة لحربه مع ماجد بن عريعر في البر ومعهم عبد الله بن خليفة بجنوده من أهل البحرين وفي البحر سفن من أهل البحرين مع أحمد بن سلمان بن خليفة ومعه جنود كثيرة ثم أن رحمه ركب في سفينته وخلف ابنه في قصر الدمام في محاربة أهل البر فاتفق أن أحمد بن سلمان سار إلى سفينة رحمة فوجده فيها فحصل بينهم قتال شديد يشيب من هوله الوليد قتل فيه خلق كثير حتى صبت ميازيب السفينتين بالدم فأراد الله سبحانه أن سفينة رحمة يثور جبخانها من البارود الذي فيها فاشتعلت النار في السفينتين واحترقتا وسبح من سلم من أهلهما في البحر فجعل من كان من أهل البحرين في سفنهم التي ما باشرت القتال يلتقطونهم فمن عرفوه منهم حملوه معهم ومن كان من قوم رحمة قتلوه وفقد رحمه الله ذلك اليوم ثم سار بن خليفة إلى قصر الدمام فحاصر بشر بن رحمة فيه ثم أخرجه منه بالأمان ومن معه وسار بهم إلى البحرين وضبط القصر برجال من أهل البحرين وكان رحمة كثير لهجة بالأشعار ولا سيما أشعار الحماسة وله شعر جيد وله محبة لأهل هذا الدين وأهل هذه الدعوة من هذه الطائفة فمن شعره فيهم الدالية التي أنشأها بعد هدم الدرعية تنبئ عن حسن عقيدته ومحبته لهم فمنها قوله فيا أيها الإنسان إنك ميت عليك بتقوى الله منها تزودا فما أحد في الناس إلا مكلف ولا تحسبن الله تاركهم سداء فلا بدنا من موقف عند ربنا حفات عرات صاغرين كما بدأ فيسألهم والمرسلين جميعهم يقص عليهم علم حق تأكدا إلى أن قال جزى الله بالخيرات عنا أئمة دعونا إلى التوحيد عن هوة الرداء مشايخنا أحبار دين نبيهم فمنهم تقي الدين حبر تزهدا وقام على آثاره شيخ علمنا إمام روى التوحيد علما وسؤددا وأطفأ نيرانا لشرك تجددت بنجد فواراها هناك وأخمدا وكان بنوه في الطريقة بعده وأنصارهم أهل الشجاعة والندى قياما بحمد الله في نصر دينه لقد حكموا في المشركين المهندى وهي طويلة تركنا إيرادها طلبا للاختصار وفي هذه السنة وقع في بلدان نجد طيور تشبه العصافير البرية وهي جنسان كالقنابر والعصافير حصدت الزروع وقام الناس يدودونها عن زروعهم إلى نحو شهر وسموها الناس القرقر وكان مجيئها آخر الشتاء إلى أن اشتد الحب في سنبله وهذا أمر لم يعهد مثله فسبحان القادر على كل شيء له جنود السماوات والأرض وفيها قام عقيل بن محمد بن ثامر في طلب ولاية المنتفق لنفسه وحارب عمه حمود بن ثامر وعمه راشد بن ثامر حتى ظفر بهما فأمسكهما وأرسلهما إلى باشا بغداد واستقل بولاية المنتفق وما تحمود في الحبس عند داود باشا في الطاعون سنة ستة واربعين وفيها استعمل الإمام تركي بمحمد بن عبدان من أهل الأحسى أميرا في ناحية سدير وفيها لثلاث بقيين من شعبان توفي الشيخ العالم الفقيه المبجل النبيه عثمان بن عبد الجبار بن الشيخ حمد بن شبان أهل وهبي رحمه الله تعالى وعفى عنه كان من أهل بيت علم فأبوه عبد الجبار عالم فقيه أخذ العلم عن أبي حمد وكان حمد عالم بلد المجمعة في زمانه وله المعرفة التامة في الفقه أخذ العلم عن الشيخ العالم أحمد بن محمد الكصير العالم المشهور في بلد شيقر وغيره من علماء شبانه وأخذ عن حمد أيضا العالم الفقيه في بلد المجمعة عبد القادر العديلي ومن آل شبانه بن أخي حمد عثمان بن شبانه عالم منفقيه ومنهم حمد بن عبد الجبار أخو الشيخ عثمان وهو عالم منفقيه أخذ العلم عن حمد التواجري عالم بلد المجمعة ومنهم حمد بن حسن بن شبانه له معرفة في العلم والفقه أخذ العلم عن حمد المذكور ومنهم حمد بن عثمان بن عبد الله بن شبانه عالم منفقيه أخذ العلم عن صالح بن عبدالله بلخيل العالم المعروف في ناحية القصيم ومنهم القاضي في بلد المجمعة زمن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن شبانة أخذ العلم عن جماعة من أعمامه وعن حمد التواجر وغيره وأما الشيخ أثمان بن عبدالجبار فأخذ العلم عن عدة أشياخ كبار فمن أشياخه بن أم حمد بن عثمان بن عبدالله المذكور وحمد التواجري وغيرهما في الأحساء وغيره وأخذ أيضا عن العالم عبد المحسن بن نشوان بن شارف القاضي في الكويت وزبير وعن عبد العزيز بن عيد الأحساء في الدرعية وكان رحمه الله فقيها له دراية في الفقه واستحصار أقوال العلماء وله المعرفة التامة في التفسير والفرائض والحساب وغير ذلك من العلوم وانتفع الناس بعلمه فممن انتفع به الزاهد الذي فاق في الزهد أجداده وأعمامه وترقى في معالي المجد حتى أخذ بذروة سنامه المرتدي بثياب الوقار الدائي لربه أواخر الليل وأوقات الأسحار ابن الشيخ القاضي عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار القاضي في منيخ والغاط والزلفي بعد أبيف في زمن تركي وأول ولاية فيصل ثم استعمله قاضيا في جبل شمر ثم رجع وصار قاضيا في سدير وأخذ عن الشيخ عثمان أيضا العالم الفاضل عبد الرحمن بن حمد الثميري قاضي سدير بعد الشيخ عبد الله بابطين في أول ولاية فيصل ثم كان قاضيا في الزلفي وأخذ عنه أيضا العالم الفقيه عثمان بن علي بن عيسى قاضي الغاط والزلفي ثم كان قاضيا في سدير وأخذ عنه عدد كثير ممن لم يل القضاء وكان عالم زمانه في المذهب معظما عند علماء الوقت من أهل الدرعية وغيرهم وهو في الغاية من العبادة والورع والعفاف وكان لا يخرج من المسجد بين العشاءين بل يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن ويجلس في مصلاة بعد صلاة الصبح إلى بعد ارتفاع الشمس للذكر والقراءة وله حظ من صلاة الليل حافظا للقرآن على ظهر قلبه وصولا للرحم استعمله عبد العزيز بن سعود قاضيا لعسير وألمع عند عبد الوهاب أبو نقطة وأقام هناك عنده مدة ثم رجع ثم أرسله عبد العزيز أيضا قاضيا لعسير عند حرمله وعشيرته ثم أرسله سعود قاضيا في عمان وأقام في بلد رأس الخيمة يدرس في العلم ومعه ابنه أحمد ثم رجع فلما توفي عمه محمد قاضي بلدان منيخ استعمله سعود قاضيا في تلك الناحية ولم يزل قاضيا فيها إلى أن توفي في هذه السنة المذكورة رحمه الله تعالى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة